إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأى وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخرنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعاخينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في الحديث مع بني إسرائيل وهو حديث التأنيب والتقرع إلى جانب الدعوة إلى الحق والانخراط في سلك المؤمنين والله يدخل في رحمته من يشاء فقول ربنا جل ذكره وإذا قيل لهم من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم إذ هم الذين كانوا مع اليهود في المدينة وإلى الآن لو قلت ليهوديين آمن بما أنزل الله يقول أنا مؤمن بما أنزل الله أي التوراة ما أنا في حاجة إلى غيره وإلى أن تقوم القيامة لأن شأنهم واحد كلمتهم واحدة وجهتهم واحدة فلهذا تخاطب هذا بما تخاطب به الأولين من أربعة آلاف سنة هذا شأن بني إسرائيل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن وهم يعرفون أن القرآن أنزله الله يعرفون أن النبي أمي والأمي أنى له أن نتكلم بالعلوم والمعارف ثم القرآن قد احتوى علامة في التوراة من حقائق الشرع والدين كالإيمان بالله ولقائه والبعث الآخر والجزاب النعيم المقيم والعذاب الأليم الكل هذا حواه القرآن وهو في التوراة ما ننسى أنهم لحسدهم لبني إسماعيل وللخوف من أن يذوبوا في روح الإسلام كارهوا الإسلام وحاربوا وحاربوا أهله إلى اليوم وتقدم هذا في السياق الكريم باغيا حسدا من عند أمر سيح كيف نصبح أتباع لهذا من ولد إسماعيل ونحن أشرف أولاد إسحاق ابن إبراهيم إسماء يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم فلاحظوا هذا ربنا تعالى يخبر بهذا الخبر وإذا قيل لهم والقائل قطعا رسول الله والمؤمنون معه من خلا منه بيهودي أو يهودي وقال لو آمن يقول أنا مؤمن أنا مؤمن بالترات قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنظر إلى العصبية علينا نحن بني إسرائيل أما عليكم يا أبناء إسماعيل لا لا وهل الدين يرضى العصبية أليست البشرية كلها نسبتها إلى الله واحدة عبيد لمالك واحد هو الله فالتحيي الظاهر نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه لمما قال وكفروا أو ونكفر بما وراءه لأن كفرهم مستمر ويقولون هذه الكلمة ويكفرون بما وراء القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم القرآن حق ومصدق للذي معهم في التوراة كما قدمنا من عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة وجود عالم شقاء وعالم سعادة التوحيد وأن لا يعبد إلى الله الإيمان بكتب الله ورسول الله هذه كلها موجودة في التوراة إذن فكفرهم بالقرآن كفرهم بالتوراة كفرهم بالقرآن يلز منه كفرهم بالقرآن بالتوراة لأن القرآن يقرر ما في التوراة ويثبتها وهم يقولون القرآن باطل لا نوم به إذن كفروا حتى بالتوراة وهكذا السيئة جره سيئة والخطأ يقود إلى خطأ قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط ويكفون بما وعاء ما ادعوه أنه أنزل عليهم من التوراة وهو القرآن الكريم كأنهم قالوا نكفر بالقرآن ولا نعتبر به ولا نأخذ به في هدايتنا وصلاحنا وهو الحق والحال أنه الحق مصدقا من ربهم وهو الحق مصدقا لما معا كررنا القول في مصدقا لما معا ما الذي معهم في التوراة لا إله إلا الله الذي في التوراة أن الإيمان بالملايكة والكتب والرسل مقرر واجب في التوراة الإيمان بالبعث الآخر في التوراة الحق والعدل والخير والمعروف والإحسان والبر كلها موجودة في التوراة فالقرآن مصدق لما معهم فالمفروض ما يكفرون به إذ ما في منافات بما يؤمنون به وبالقرآن الذي دعوا إلى الإيمان به لو كان هناك تصادم تعارض قد يعذلون القرآن مصدق لما معهم قل إذا بكتهم وأخزيهم قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل هل التوراة فيه الإذن بقتل الأنبياء والعلماء والله ما فيه فلم إذن تقتلون أنبياء قتلوا زكريا وولده يحيى وتآموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم قتلوا عيسى وبالفعل صلبوا من شب يلام بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في بعض الأيام يقتلون سبعين نبيا وفي المساء أسواقهم قائمة للبيع الشرف كأن شيء ما وقع إذن فلم تقتلون أنبياء الله من قبل هم يعترفون بأنهم قتلوا ليسى لأنه ساح وإلا كذا وكذا وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيرهم فهل الإيمان الحق بكتاب الله الترات النورانية يسمح بقتل الأنبياء إذن ما أنتم بالمؤمنين بالترات وحقا هم كفار بالقرآن وبالترات لأن الإيمان الصوعي مؤمنون بالترات لكن هل صدقتم الله فيما جاء فيها هل امتثلتم أوامر الله في الترات هل امتثلتم نواهي الله فاجتنبتموها في الترات إذن ما معنى هذا الإيمان بالترات هذا هو التقريع والتوبيخ قل لهم يا رسولنا لما تقتلون أنبياء الله من قبل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين والآن جولة أخرى أيضا معهم قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات لك أن تقول قل يا رسولنا لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات أي المعجزات العجب معجزات موسى عليه السلام تسع آيات أولى تلك الآيات أن العصى تستحيل إلى حية تهتز كأنها جن وأما يوم المباراة العظمى تلك العصى التي ابتلعت وتلقفت كل ما ألقاه السحر في تلك الساحة من الثعابين الحيائي تلقفت بكاملها يده يدخلها في جيبه ويخرجها ضيضاء كأنها والله فلقت قمر أعظم آية شاهدوا في صالحهم هذه مع فرعون انفلاق البحر كونه يضرب البحر الأحمر بعصاه بسم الله فينفلق إثنى عشر فلقة إثنى عشر طريقة كل قبيلة تسلب طريقة أية آية أعظم من هذه الحجر الذي يحملونه معهم يضربه بعصافة تفجى منه إثنتى عشرة عين حتى لا يتصدم بعضهم بعض كل قبيلة تشرب من عينها الخاصة هل هذه الآيات وغيرها جاءتكم آمنتم هذا هو التقرية التوبيخ التانيم ولكن من لم يشأل هدايته ما تدع ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بعدما خرجوا من البحر ونجوا من فرعون وحكمه ونزلوا بالساحل موسى عليه السلام كما عرفتم اشتدعي إلى جبل الطول لمناجاة الله تعالى بل ذهب ليأتي بالدستور الذي يحكم به بني إسرائيل هذه الجملة الحمد لله كرناها مئات المرات لعلها تنقل إلى العرب والمسلمين لكن ما في نقل ما هي لما استقل بني إسرائيل كيف استقلوا يا شيخ ما كانوا محكومين بحكم فرعون دهرا طويلة فلما خرج بهم موسى بعد أن بهر فرعون وقهر هو وخرج بهم فنزلوا على الساحل كيف يحكمهم موسى ما هو الدستور ما هو القانون إذن قال اجلسوا أنا أذهب إلى ربي وآتيكم بالدستور تأكدتم من هذه والله كما تسمعون ونحن نقول لإخواننا المسلمين لما يستقل الإقليم من هولندا وبريطانيا أو فرنسا هل بلغكم أن إقليما استقل استقل فقال يجب علينا أن نطلب دستور الإسلام نذهب إلى العلماء يا علماء الأظهر يا علماء الحرامين اجتمعوا ضعوا لنا دستور نعجلوا كيف نحكم هذه الأمة هذا الشعب هل فعلوا أجيبوا إذن موسى أذكى منهم إيه نعم أعلم منهم ولكن نحن أتباع أتباع من رسول الله نحن أحق بهذا ولكن إلى الآن ما اجتمع علماء في بلد وقالوا لا بد من وضع دستور إسلامي مصدره قال الله قال رسوله ما أجمع عليه أئمة الفقه الإسلامي من تلك الزمع النورانية في العهد السالف ويحكمون المسلمين بشرع ربهم إن افتقوا هذا الذي أعطاهم استغنوا هذا الذي أعطاهم مارضوا صحوا نحن الحاكمين غير مسؤولين عنكم هذا دينكم وشريعتكم ونحن حكمناكم بها لا تلومون في من يلومون فسبحان الله مرهم المظاهر القرآن الكريم أن يترك موسى بني إسرائيل على الساحل والخليفة فيهم هارون عليه السلام اجلسوا حتى آتيكم بالدسور فاسمعوا قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ما هذا العجل الذي اتخذوه من بعد موسى سبق أن عرفنا هذا وكررناه مع المستمعين والمستمعات ونعيد تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين كان بينهم رجل وما من حق أن نقول أجل أبدا ممسوخ والسامري فجاء إلى نساء بني إسرائيل وقال هذا الحلي الذي عندكم هذا حلي الأقبار القبطيات ولا يبعد ولا يبعد أن نساء بني إسرائيل لما أعدمنا بالرحيل والخروج من مصر احتن على القبطيات الغافلات واستعرنا منهن الحلي الذهب الفضة لا يبعد هذا ولما خرجنا خرجنا بذلك الحلي وليهود كما تعرفون يحبون الذهب إذن فالسامري قال هذا الحلي لا يحل لكن استعماله كيف تستعمل ما حرم الله هذا غش أخيانا أنصح لكن أن تجمعنا هذا الذهب وأحرقه وتبرع بذلك ذممكم وكلام معقول لكن هو يريد غير هذا فجمع الحلي وصار منه عجلا ابن البقعة ليس شرطا أن يكون فورا عجل صنعه بالصياغ بالصياغ صياغ صياغ الذهب ولما ذهب موسى قال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى نسيه وانظوا إلى بلاهة اليهود وغباوتهم وإلى الآن كما قلت فيهم أغبياء العجر هذا هو إلهكم وإله موسى بن سي قال تعالى أفلا يرون أنه لا يرجو إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع لو كان ربا حقا لسألوا أنت الله لقال نام أين ذهب موسى ذهب إلينا مثلا لكن قابلوا ولتفوا حوله يعبدون وهارون عليه السلام هو مسؤول خليفة استخلفوا فيهم صاح فيهم يا عباد الله لا تكفروا يا عباد الله هذه فتنة هذا كذا يضحكوا إلا من نجى الله عز وجل عدد من ذاك الشعب الذي قوامه ستمئة ألف ما نجى إلا القديم هذا الذي أراده تعالى بقوله ثم اتخذ ثم العجل من بعد تخذ ثمه ماذا إله لكن الله ما قال إله معروف وهل يصحون تقول في العجل إله الآدم السلطان ما يقال فيه فكيف العجل وهذا من عجائب القرآن ثم اتخذ ثم العجل معروف ما يقول إله ثم اتخذ ثم العجل من بعد غياب موسى لأن موسى ذهب إلى جبل الطور ولا بالمسافة من هذا المنطق الذي نزلوا فيها إلى جبل الطور قطعا في سينا والحال أنكم ظالمون أي ظالمون لأن الظلم كما عرفتم زادكم الله معرفة الظلم وضع الشيء في غير موضع لما ما يحفظ أبناءنا وإخواننا هذه الكلمة يتركونا فقط للطلاب يعني يتعب أحدنا إذا قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه أسأل يأتي باب المسجد ويشم على ثياب ويأخذ يتغوط كيف تفعل هذا يقول أنه خرج من المسجد لكن الشارع ما مر المسلمين أو المسلمات يجوز تلويثه هذا مرحاض هذا وحمام فوضع البول في هذا وضع ظلم وإلا ظلم إذن وضع الشيء في غير موضعه كذا والذي يدعو غير الله يا سيدنا الغوث الغوث وضع هذا الندى في موضعه أو في غير موضعه لأن الذي ناده لا يسمعه ولا يراه ولا يقدر على إمداده ويعطاه إذن هذا الندى ينبغي أن يكون للسميع العليمي الذي يسمع نداءك ويراك وما في مكانك ويقدر على إسعافك وإنقاذك فالذي يعكف على صنم أو كوكب أو قبر أو إنسان يعبده هذه العبادة وضعها في موضعها هل هذا المخلوق يعبد إلا فعل هذا ظلم وإلى لا ظلم وهنا يقول لقمان الحكيم لابنه وهو ماذا يربيه يا بني لا تشرك بالله لماذا أبته إن الشرك ظلم آمين الظلم يتفاوت فالذي يبول في المسجد ظلم والذي يذبح فلان ظلم لكن شتان ما بين هذه وهذه فالظلم وضع الشيء في غير موضيه ولكن هو يتفاوت فأعلى مستويات الظلم الشيء لما لأنه أخذ حق الرب تعالى الذي استوجبه بخلقه العوالم وما فيها بخلقك أنت وإيجادك وإمدادك ثم هذا الحق الذي من أجله خلقك وهو أن تعبده تصرفه إلى غيره أي ظلم أفضع من هذا أسألك بالله أو ما فهمتم الله الذي خلقني ورزقني وخلق كل شيء في الكون من أجلي خلقني لماذا لنعبد كذا وللا وتركته يخلقني ويرزقني ويحفظني ونعبد غيره أفضع وعظم إذن واسمعوا الله تعالى يقول والحال أنكم ظالمون بوضعكم العبادة في عجل ويحق الرحمن الرحيم الخالق رازق المدبر وأنتم ظالمون أهل فهمتم أبناء الظلم إياك أن تظلم الظلم ظلمات يوم القيام هذا إعلان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيام واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم وحمدهم على استفك دمائهم واستحلال حروماتهم إذن وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم أي اذكروا يا بني إسرائيل أو اذكرهم يا رسولنا إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أتدرون ما الميثاق ميثاق الأمم المتحدة الميثاق هو العقد الموثق بالأيمان حبل متين من أخذ ميثاق اليهود الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله بأن تحلوا ما حرم الله وتحلوا ما حرم الله بأن تطيعوا موسى وأنبياء الله عهد وميثاق أن يعبدوا بما شاء عليهم وكلفهم به قال وافنا فوقكم الطور الطور جبل والله لا جبل بسينا ما فعوا عليهم أجمعين ولا الذين في المدينة أو الزمان ثلاث آلاف سنة وإنما كما قلت وعلمتم أنهم نحلة من لواحدة يواخذون بكلهم ذنب أحدهم اليوم يواخذ به الأولون والأولون يواخذ بذنوبهم لأنهم على عقيدة واحدة هذه القضية هي أن موسى عليه السلام لما وقعت فتنة عبادة العجل وتأرغطوا أجاء موسى وصاح فيهم وابقهم قرعهم وتابوا أنادم وكما عرفتم موسى قام كالأسد فأخذ العجل وأحرقه ثم برده بالمبارد نشره حتى أصبح ترابا وذله في البحر حتى ما يبقى آثار للعجل تتعلق به قلوبهم إذن هنا اختار منهم أربعين رجلا أو سبعين سبعين اختار منهم سبعين رجلا من خيارهم يذهب بهم إلى الله عز وجل ليكلمه في جبل الطوب ويطلب التوبة لهؤلاء الذين زلت أقدامهم وهؤلاء يمثلون الشعب أهل إسرائيلي فلما وصلوا سمعوا كلام الله ما ارتضوا قالوا نريد أن نرى وجهه قل له يرين وجهه إذن وعرض عليهم تحمل المسؤولية فرفضوا فما كان من الله تعالى إلا أن رفع الجبل فوق روسه نقضه من أسفل ورفع كالسحابة هيا خذوا تعهدوا التزموا وكما عرفتم خروا ساجدين سجد إلى الآن يفضلونها على الذهب وهي أنهم سجدوا على خدهم الأيمن أو الأيصى وتراك الأخ ينظرون إلى الجبل من جبنهم وخوفهم الآن يسجدون في بيعهم أي مساجدهم هذه السجدة إذن والتزموا باللسان قالوا سمعنا وعاصوا هذا ما أخبر تعالى به عنهم في هذا السياق وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوء أي جبل الطوء وقلنا لكم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا بمعنى أطيع فلان ما يسمع لي أي ما يطيعني ليس من السمع بالأذن خذوا ما آتيناكم هذه التوات فيها حكم الله فيها شرائع الله فيها ما تقوم به الحياة فيها ما تكملون وتسعدون عليه التزموا من صورة العرف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واضخوا ما فيه لعلكم تتقون أعطوا عهدا وهم تحت الحجر أو تحت الجبل ثم نقضوه كأن لم يكن شيء والعياذ بالله فهم أنقضوا الخلق للعهود ونعود للسياسة منذ أربعين سنة ونقول للعرب يا عرب عاهد اليهود وإن كان هذا الكلام ما يعرفه إلا العقل عاهدهم معاهد السلمية حتى تتقووا وتتجمعوا وصبحون أم واحدة رباني قوية ولا تقولوا إذن كيف ننقض عهد الله لا لا والله لا ينقضونه لكم هم مفطورون مجبولون على نقض العهود ما أتخاب أعطوهم فرصة لتستفيدوا منها أولا إخوانكم يرفع عنهم العذاب والبلاء والشقى وأنتم تتقوون وتصنعون وتتحدون فإذا قويتم على نسفهم وإبادتهم حينئذين سوف ينقضون العهد ما تخافوا أنتم وتقولي كيف نعطيهم عهد ميثاق وبعد ننقض هذا نحن لا ننقض العهد أبدا إذا عاهدنا نموت لكن سوف يكون العدو هو الذي ينقضهم وذلكم لأن الله تعالى قال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هذا شأنهم فانظوا كيف رافع الجبل فوقهم وأعطوا عهود الله ومواثيق أن يفعلوا بما في الطوات وما هي إلا أن خرجوا وإذا بهم يحلون ويحرمون ويعطلون بما تقول وهوهم وشهواتهم إذن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وطور خذوا أي وقلنا لكم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعاصينا ما يقولون هكذا سمعنا وسمعنا وعاصوا أمر مفروغ منه سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ما معنى أشربوه تغلغل حب العجل في نبوتهم كما يشرب الثوب الماء ويدخل في كل جزئياته أي عجل هذا هذا ابن بقر لا لا هذا العجل الذي صنعه الحداد والصائق السامري هذا العجل الذي ادعى أنه هو الله هذا إله بني إسرائيل وموسى ضاع عنه تاه وما عرفه هذا العجل وقد عبدوه قرابة الشهر لأن غيبة موسى كانت أربعين يوما فتمكن حب العجل من قلوبهم يا شيخ هل هذا صحيح ما تأسأل نسأل الذين يشربون الشيشة والأفيون وهل تمكن حب من قلوبهم وإن لا من قال لا فليرمي باستجارة خارج المسجد أزيد وإن لا ذي سنم الله في الخلق فالذي عرف أن هذا باطل ومنكر ثم فعله واستمر يفعله سوف يأتي طابع خاص به يصبح لا يتحول عنه أبدا فتلك النظر وتلك الاتفاف وذلك الاجتماع حول العجل يصرخون وينادون ويرقصون نعم حفلات حتى قيل وهو حق أن حفلات المتصوفة مأخوذ من هذه الحفلات اليهودية تعرفون حفلات المتصوفة ولا إخواننا ما يعرفون الرقص الرقص حتى تصعق المرأة كذا وهم يستغيثون بالأولياء وكذا ويقول هذا عبادة مأخوذ عن بني إسرائيل عبادة العجل وباقية عند اليهود أيضا والشاهد في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم حب العجل عجل الذهب فلهذا الآن من هو الشعب أو الأمة التي لا تعرف أبدا إلا الذهب آل يقول هم الذين أسسوا البنوك وإلا لا والله لهم مؤسسوا مع العلم أن الله عز وجل حرم عليهم ربا في الترات بصراحة اللفظ ووضوحه وندد القرآن بهم واستحلوا ربا بعد علمهم في حرمته ولكن قد يُعذرون لأنهم يريدون أن يحققوا أملهم في مملكة بني إسرائيل فكيف الوصول إليها وهم شعب شعب لا يُعادلون سكان القاهرة وإلى باريس خمس ملايين فقط كيف يحكمون العالم إذن لابد من استعمال وسائل من شأن أن تخضع العالم لهم فاستعملوا أولا السحر وكثيرا ما أقول بدون علم أنا متوقع ولا تقول الشيخ جازم أنهم يسحرون بعض السياسة والمسؤولين في العالم الإسلامي لأنهم متنكرون تابعي أو جواز فرنسي سويسري أمريكاني ويجتمعون في اجتماعات الأمم المتحدة ممكن يكلفون وحد صب الشاي وإلى القهوة ويجعل بها ممكن هم أهل السعر والسحر ما هو موت حويل القلب من كرهه إلى حبه كما يكره رجل مرأته موجودة وإلى لا والمرأة تكره الرجل فهم أيضا سحروا الناس من الأوروبيين وغيرهم وجعلوهم يحبونهم على الأقل لا يسبون ولا يشتمون ولا يتغيضون ولا 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 هذا حاصل وإلى لا ما يبعد أنا أقول ثانيا المال الذيناء والذيرام فعرفوا أن العالم يخضع لسلطان المادة والمال فابتكروا فكرة البنوك وأسسوها ورضعواها وهم قائمون عليها في الشرق والغرب انتبهتم فضعبوا العالم ضعبا ما لها نظير وإن كان السامعون ما يفهمون هذا أفهموكم والحمد لله تعرفون محنة الربا وإلى لا الربا إذا شاع وأصبح من مبادين ومن سياستنا ومن سياستنا السياسية والاجتماعية هو الذي يقضي على المحبة والألفة والأخوة والولاء بين المسلمين لو فعلوا من السحر ما فعلوا ما يستطيعون أن يفرقوا بين المؤمنين كلهم قد يسحر شخصا وعصر ألف لكن الربا ومعناه ما بقيت سلفا ولا قرض ولا مضابة ولا تعاون ولا ولا كل من احتاج البنك إذن فتلك الرابطة القوية التي تربط بين المواطنين في أي شبر من الأرض لما حل محل آلبانك ما أصبح من يسلف أحدا ولا من يقرض أحد وحتى الذين يسلفونهم أو يقرضونهم ما يودون عرفتم كذلك فيه دعوة شيطانية يجيك ويقول أقرضني وأنا أخوه تقرضون ما يوجه أبدا وبذلك تمزقت أواصي الأخوة بين المسلمين أرأيت لو كان المسلمون على حقيقتهم أمان ألف أو عشرة في صندوقك ماذا تصنع بها زادت عن قوتك عن مصروفك موجودة في هذا الصندوق يا شيخ لا تقول لنام الآن الناس فائض أموالهم يودعونه في البنوك وإلا لا لو تبحث عنه تجد إلا ما شاء الله إذن فهذا المال الذي أنا لا أودعه في بنت ماذا أصنع به إذا جاءني إبراهيم أو سليمان أو عثمان وهو أخي المؤمن عبد الله الذي لا يفارق بيت الله وقال أريد أن تقرضني كذا إلى سنة والله لا يفرحن المؤمن الحمد لله يحصل على أجر أعظم من أجر الصدقة واستراح من ذلك المال الذي مودع في صندوقه وانتفع به أخوه وهذا الأخ هذا يعيش ليل نهار يحافظ على عهده وميثاقه ما إن يحين الحين وتدق الساعة إلا وهو يقع الباب هذا مالك يا أخي انظر إلى الصلة كيف تمتن وتتقوى ترغب أن ينمو مالك يأتيك أخوك الحاذق اللبيب الفطن المتعود الصابر الصادق يقول نريد أن أفتح متجر أعطيني هذا الذي عندك لما يبقى هكذا ولك ربح هو نصف الربح أو ثلثه والله لا يفرحن المؤمن ويبتسم ويقول الحمد لله لما يبقى هذا المال مدفون عندي أو مودع في البنك لا قدر الله ويعطيه ويبارك الله فيه وينفعه وينفع نفسه هذا الآن انتهى عرفتم وإلى لا فأصبحنا كما تعرف الذين لهم أموال في البنوك ولا قرد ولا سلفة وهبطنا من أقردته لله ما يرد أو يماطي لك انتبهتم وتقطع صلاة الأخوة الإسلامية بيننا ما سببها؟ هالبنو الربع ثم أنا أعجب من هذا الصوت كل بلاد العالم الإسلامي الخطباء والمدرسون عواء الكل لا يوجد واحد يقول يا مسلمون تعاملوا برباء تكسبون المال وتعظم طروتكم والله ما قالها واحد لا في العجم ولا في العرب ولا ولا كيف وقعنا هكذا؟ من يعلي لنا هذه الظاهرة؟ لو كان هناك فتاوى آذنة وأباعة نعذر الله غالب قالت العلماء لكن ما فيه؟ إذن كيف نعرف هذا ونعصي الله ونفسق عن أمره ونحج عن طاعته ونتحداه ونراب مع المرابين الجواب عندنا لأننا أعرضنا عن الله فأعرض الله عنه عيشوا كما تريدون ونشربوا في قلوبهم العجلة اسمع بكفرهم هذه الباة هذه هذه هيدوجين هذه الباة هي باء السبب وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجلة بسبب ماذا؟ بكفرهم إذ لو كانوا مؤمنين موقنين ربانين والله ما أحب العجلة ولا عبدوه أرأيتم السبب؟ الآن نقول الذين يعلمون ويرتمون في الرباء ما سبب هذا؟ والله لا كفرهم بشرائع الله وتعاليمه ما عافوا ما إقنوا ما كل ما قال مؤمن مؤمن الإيمان نوع في القلب طاقة تجعل المؤمن حيا يسمع ويبس ويعطي ويمنع فإذا انهز ذات الإيمان وتحلل وتخلل وأصبح ضعيفا كالذي يومي ببعض ويكفر ببعض ما ينتفع به سمعتم الآية ولنا وأشربوا في قلوبهم العجلة بسبب ماذا؟ بكفرهم البل ماذا؟ باب السببية لما كفأوا نعم الله عليهم كفأوا رسالاته ورسوله كفأوا لقاءه تنكروا له غطوه جحدوه حصل هذا بكفرهم وأخيرا يوجه الله تعالى لرسوله هذا الأمر يقول لهم قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إذا كان إيمانكم يأمركم بالربا وقتل الأنبياء وعبادة دون الله بيس الإيمان هذا قبح هو إلىنا بيس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون وتدعون ما أحوج المسلمين إلى هذه الآيات أن يجتمع عليها ويقعوها ويتفهموها هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارا إذا كان بنوا عمنا تورطوا هبطوا واللعنوا واحترقوا والقآن يذكر ما أنزل الله بهم أليس هذا معنا إياكم أن تشلكوا مساركهم إياكم أن تمشوا في طريقهم إياكم أن تقفوا مواقفهم فإنكم تهلكون كما هلكوا مؤمن أعطاني هذه الورقة وهو يتألم يقول هذا الكاتب في جريدة صوت المرأة عورة خوافة شائعة كم مرة قلنا صوت المرأة عورة آلاف المرأة نكذب يعني صوت المرأة عورة ما معنى عورة شيء يستحى من سماعه ينبغي أن يصطر كما تصطر العورات العورة العورة ليس معناها السوء أيها العام كل ما يستحى من كشفه هو عورة تصطر كعورة البيت نافذة صوت المرأة عورة قال خوافة اسمعوا آوى الشيخان وغيرما ومالك وآل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنابه شيء في صلاته فليسبح أي يقول سبحان الله إذا قرع عليك الباب أحد أو ناداك بأعلى صوت يا فلان وأنت في الصلاة ماذا تقول تقطع الصلاة حرام يحذر أنت تكلم مع الله تعرض عن الله وتقبل على هذا المخلوق مصيب لا حد لها إذن ماذا تصنع أرشدنا العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله فيفهم طالبك ومناديك بأنك مشغول مع الله ينتظر ثم قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي لفظ والتصفيح لا هكذا ممكن هذا الصوت يطرب وإلى لا أين الفحول يعرفون هذا أسمى الصوت هكذا يطرب وإلى لا ما رأيتم يصفقون هذا التصفيق التسفيح هذا يطرب بظهر الإذن ما يطرب التصفيع للنساء حتى هكذا لا سبهتم ثم يأتيني هذا الفحل أو يقف معنا هذه الأمة الحاضرة معنا أيكم أيها الفحول واصدقوني يرضى أن تتحدث امرأته مع أجنبي قولوا والله ما نرضى أن يسمع صوت أجنبي عرفتم وإلى لا أين قولهم من ادعى أن صوت المرأة وعوها أنه يقول بالخرافة هذا جريد إسلامية تكتب هذا العنوان هل ندخل معهم في كلام لقد هبطوا نازلوا من علياء الكرامات إلى حضير التواب أموات غير أحياء وما يشعرون فلهذا نتركهم لله صوت المرأة عوى عندكم وإلى لا عوى الصديقة تقول الديوث من النساء التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها وما زالت طاهرة إلى الآن ما يرفعنا أصواته إذا هناك ضيوف البيت وإلى لا إن الصورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكايل فإن الله عدو للكافرين إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات بل أمس كنا مع ربنا تعالى وهو يقرع اليهود ويؤنبهم ويكشف الستار عنهم ويضعهم أمام ما تأهلوا له من الخزي والهون والدون ولا بأس أن يؤنب أو يقرع أو يؤدب من يطغى ويتمرد ويفسق ويفجر وهذه سنة الله في الناس أما قرع اليهود وأنبهم في الآيات السابقة الجواب بلى ها نحن الآن مع قول ربنا جل وعز وهو يقول لنبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قول أي لليهود الذين يجادلون ويعاندون قول إن كانت لكم الدار الآخر عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنهم صادق وهل هم ادعوا أن الآخر أهلهم نعم قالوا ما نحن في حاجة إلى هذا الدين وإلى هذا رسول والكتاب نحن شعب خصنا الله عز وجل بنعيم الجنة والدار الآخرة فلسنا في حاجة إلى أن نؤمن بك ولا إلى أن نمشي وراءك وإلى أن ناخذ بكتابك وما جئت به من الدين لسنا في حاجة إلى هذا أما قالوا بالأمس قلوبنا غلف مملوء بالعلم والمعرف ما نحن في حاجة لما تدعون إليه وادعوا أنهم هم أهل الجنة وأنهم إن دخلوا النار لا يبقون فيه أكثر من أربعين يوما وهي مدة عبادتهم العجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغلهم في دينهم ما كانوا يفطرون أحبارهم يكذبون ويلفقون ويكتبون ويهمشون على الترات والعوام والمقلدون يقولون لن تمسنا النار أكثر من أربعين يوما فلهذا إن فجرنا إن رابينا إن قتلنا الأنبياء إن عذبنا العلماء كل هذا مغفور لنا نواخذ به مدة محدود أربعين يوما ونعود إلى الجنة فاسمعوا رب تبارك وتعالى يقول لرسول يقول لهم إن كانت لكم الدار الآخرة ومعنى الدار الآخرة نعيم الدار الآخرة في دار السلام إن كانت لكم لا لغيركم خالصة من دون الناس أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم هيا تمنوا الموت هذا ما يسمى بالمباهلة فتعالوا اسألوا الله تعالى أمامنا الموت اللهم أميتنا يا ربنا لندخل الجنة دار السلام سألوها صادقين قلوبكم توافق ألسنتكم وانظروا فإنكم تموتون والله ما استطاعوا عاجزوا خافوا لو وقفوا في صف واحد وقالوا أمام رسول الله اللهم إنا نسألك أن تتوفان الآن لنستريح من أعباء الدنيا وتكاليفها ومحنها وندخل الجنة دار السلام لو قالوها لما بقيت فيهم عين تطف وحدث هذا أيضا في هذا المسجد أيضا للنصار ليتقى عندنا أن اليهودية بدعة من البدعة والله ما جاء به كتاب ولا بعث بها رسول وأن الصليبية أو النصرانية والله ما هي إلا بدعة مبتدعة ما جاء عيسى بن نصرانية ولا غيره النصارى كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة في نجران وسمعوا بالدعوة الإسلامية وجاء وفد منهم مؤلف من ستين فارسا جلهم علماء ونزلوا ضيوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزعهم على المؤمنين ودعاهم للمباهرة قالوا بسم الله من كان منا على الحق لا يموت ومن كان على الباطل يهلك وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة وراءه والحسنين إلى جنبه وخرج إلى المسجد ما إن شاهدوا تلك الظبر النورانية حتى نهاروا وقالوا لا نباهل وقال قائل والله لو باهلتم هؤلاء ما بقيت فيكم عين تطرف فذلوا وخضعوا لما ضرب عليهم رسول الله من الجزية وعادوا إلى ديارهم وهذا جاء من صورة آل عمران إذ قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قالوا كن فيكون حق ربك فلا تكون الممتعين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاربين فخافوا كما خاف الآن اليهود وما استطاعوا المباهل فتمنوا فهذا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الضاو الآخرة أي الجنة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت الآن موتوا تستويعوا لما الحصاد والزرع تجاه الآلام والأمراض والأوجاع وأنتم أهل الجنة من الآن فتمنوا الموت إن كنتم صانقين وسبقهم الله تعالى إلى ما في صدوئهم إلى ما يريدون وفقال لرسوله ولن يتمنه بلا نزة مخشري إن شئتم ولن يتمنه أبدا لما بما قدمت أيديهم قدموا ماذا ما من جريم إلا اقترفوها حسبهم من ذلك قتلهم الأنبياء والعلماء استباحتهم الرباء استباحتهم المحرمات الخبث بكامله انغمسوا فيه ويتمنون الدار الآخرة هم يؤمنون بالدار الآخرة فلهذا كيف يتمنون الموت ليلقوا في أتون الجحيم فأخبر تعالى بما يعلم من قلوبهم ومن طباعهم وما فطر عليه ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أمرهم شيء وهم ظالمون فسجل عليهم الظلم ووالله إنهم ظالمون بالأمس عرفنا معنى الظلم فهل نسينا حتى نعرف كيف ظلم اليهود أو لم يظلموا الظلم وضع الشيء في غير موضعه الله الله أرسل الرسل وأمر بحبهم وتبجيلهم وتعظيمهم واتباعهم والانقياد لهم وهم ماذا فعلوا ذبحوهم كذبوهم قاتلوهم مكروا بهم هذا ظلم وإلا عدل أما تعالى بطاعة وطاعة رسله ففسقوا عن طاعة وطاعة رسله أي ظلم أفضع من هذا وهم ظالمون والله عليم بهم فلهذا لا يستطيعون أبدا أن يتمنوا الموت وأن يقول اللهم توفن الآن فإن أولياءك عبيدك هم كان يدعون أنهم أولياء الله والبشرية كلها نجس وهم أقرب الناس إلى الله فلهذا ترفعوا وسادوا وارتبعوا ولم يرضوا لأحد أن يدخل في دينهم فأبطل الله في ريتهم أبطل دعواهم ولن يتمنوا أبدا إلى يوم القيامة هل جاء يوم الأيام تمنوا الموت سألوهم الآن ما هناك من هو أجبا من اليهود ما يقوى على الموت أبدا لما لما يعرف من مصيره المظلم لما يعرف أين ينزل بعد موته في الدراكات السفلى من عذاب الله ولن يتمنوا أبدا بسبب ماذا بما قدمت أيديهم ونحن أيها المستمعون والمستمعات ماذا قدمت أيدينا أو نمشي مع بني إسرائيل فقط ونحن إذا قدمنا الخير نثاب عليه وإلى لا وإذا قدمنا الشر نجذبه وإلى لا أو عندكم امتياز خاص هاته فيه عندكم معود من الله عز وجل سوكوك أنكم إذا فسقتم فجرتم كذبتم ترابيتم سببتم شتمتم لا تواخذ فيه فيه والله ما فيه ولهذا قالوا الدنيا مزرعة الآخرة فمن زرع الآن البوتقال والغطب والعنب سوف يحصد ذلك يوم القيامة ومن زرع الشوك والسدر وما إلى ذلك والحنظل سوف يجني ماذا يجني ما زرع فمن زرع اليوم الإيمان وصالح الأعمال سوف يحصد ذلك رضوان الرحمن وسكنان الجنان ومن زرع الكذب والخيان والكبر والحسد والتعالي والظلم والشرع والفساد والله لن يحصد إلا مثيله فلسنا بأشرف من اليهود أبدا وقد عرفتم الحقيقة نسبتنا إلى الله واحد عبيد إلى سيد فكون بيضك وسودني قصرك وطولني أغناك وفق هذا لا قيمة له هذا ابتلا فقط في العمل أما نسبتنا عبيد الله من أطاعوا سيدهم وخنعوا وقضعوا له وذلوا واستكانوا ورفعهم ومن تكبروا عنه وتعالوا وحاربوا أذلهم وأهانهم لا فرق بين أحد وأحد إلا بتقوى الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرروا وقرر هذه الحقيقة وعلمناها ما هي ما هي لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وإن أكرمكم عندنا العجائز يعرفنا هذا الحكم ما هذا الحكم اسمعوا اسمعوا الله تعالى يعلف لكم لتطمئن نفوسكم وتسكن قلوبكم إلى صدق هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذا يمين وإلى عشر لا إله الله لما تحلب يا ربنا الجواب لتعرفوا حكمنا في البشرية فتسلكوا سبل النجاة وتبتعدوا عن طوق الهلاك والخصران من أجلكم حلف الرب تعالى ما هذا الحكم الذي حلف من أجله اسمعوا واحفظ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا واطب الصحيفة هل من السامعين ما فهم هذا قد أفلح من الرئيس الشريف الغني من زكاها أي زكا نفسه ما معنى زكاها طيبها طهرها بأدوات التزكية والتطهير التي وضعها الله لذلك ما معنى فاز كل الناس يعرفون الفوز آه فلان فاز نجح في الصفقة التجارية الفلانية نجح في الامتحان هذا يعرفونه ما يعرفون فاز هنا معناه أبعد عن النار ودخل الجنة دار الأبرار من بين لنا هذا الفوز هو سبحانه وتعالى أما قال من صورة آل عمان كل نفس ذائقة الموت إلا نفس فلان فلان إلا أنفس بني فلان فيه كل نفس ذائقة الموت إذا هذا الحكم لم يتخلف فالحكم الثاني والله ما يتخلف كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز واجب كل مومن ومومن عرب عجم أن يحفظوا هذا الحكم لله هل صدر حكم على البشرية الجواب نعم ما نص هذا الحكم إنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسة تعرفون لغة العصر هنا تقرير المصير ما هو يوم القيامة هنا تقرير المصير ليس يوم القيامة كل عاقل مكلف بلغ سن رجل عاقلا هو الذي يقر مصيره بيده صحيح وإلى لا أما قال الحاكم العدل رب العالمين قد أفلح من زكا ما أسند الفلاح وازتسكي له قد أفلح من زكا نفسه وقد خاب من دسى نفسه لأن النفس الزكية الطاهرة النقية هي التي يقبلها الله في جواره هي التي يرضى بأن تساكنوا في دار السلام الخبيث المنتن العفن ما يرضاها أبدا ولا يتلأم معها الطهو والكمال في دار السلام يتلأم معها حفر الجحيم ولضاها ولهبها ودخانها تريدون مثالا عاميا لو يدخل الآن علينا رجل ملطخ بالبرل والخور والأوساخ والدموع والدماء في ثيابه تفسحون لو يجلس معاكم كيف يذهب أخرج خذوه طهيروه كيف يدخل هنا واضح هذا المعنى وإن لا فالذي يأتي بنفس عافنا منتنا كيف يدخل الجنة وقد قال تعالى إن الأباء لفي نعيم وإن الفجاء لفي جحيم لما يا رب الأباء في النعيم والفجاء في الجحيم الجواب الأباء لبورهم والفجاء لفجوئهم الأباء المطيعون زكوا أنفسهم وطهروا في الجنة والفجاء فجروا عن تعاليم الله وفسقوا فلطخوا أواعهم وخبثوا من الذي يتلاء معهم أتون الجحيم لا إله إلا الله وتريدون تقريرا لهذا اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ناد قريشا بعدما ناد بني هاشم أراجع إلى ابنته وقال يا فاطمة يا فاطمة يناديها باسمها العلم ويتسمع إني لا أملك لك من الله شيئا أنقذي نفسك من النار آمني وأعملي الصالحات إذن هذا فينا وإلى وفي بني عمنا لما ادعوا أن الجنة لهم قالت على هيا أطلبوا الموت حتى تدخلوا والله ما يطلبونها الآن لو يقع لنا هذا والله إن الصالحين الطاه لا فرحوا يفرحون بدار السلام لو ندعى إلى الجهاد الحمد يتسابق المؤمنون إلى دار السلام إذن ونعود إلى السياق الكريم ولن يتمنوه أي الموت أبدا بليما بما ألباء سببيا أي بسبب ما قدمته أيديهم من ذبح الأنبياء والعلماء وأكل الربا وإباحة الزنا والخيانة والغش والخداع وكل أنواع الجرائم التي تعرفون عنها إن غامسوا إلى الآن والله عليم بالظالمين حتى نحن أيضا والله عليم بالظالمين فيجزيهم بحسب ظلمهم يهودا كأنوا أو غير يهود عربا أو عجما في الأولين أو الآخرين أو فيه ظالمون ما يعلم الله عنهم ها يوجد بعض الظالمين عندهم حين وستاء عجيبة ما يطلع الله عليهم يا هذا ما لك والله عليم بذات الصدو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدو وهل هناك عين خائنة أها دلوني عليها عين خائنة تعرفون كيف لما تظهر الفتاة من على السطح أو ينكشف سطاو عنها وي على الجمل وهو يتكلم معكم ويخون ويسرق نظرة هذه العين الخائنة يا شيخ تقول هذا إذن معناه ما يجوز لنا أن ننظر إلى النساء بالأمس ماذا قالت الصحيفة قالت صوت المرأة خرافة خرافة كيف عورة خلوها تغني نمشي مع بني إسرائيل خطوة خطوة إلا من سلم الله عز وجل قالوا ما هو عورة الله يقول عن خائنة العين العين تخون تخون ماذا ريال يعني تخون العين ماذا أسألكم بالله أي خيانة للعين النظر إلى لا النظر إلى شيء حرامه الله تخون هي وتنظر وأزيدكم علما لقد كتب الله صالحات الصالحين وسيئات المسيئين في كتاب المقادر قبل أن يخلقهم أم عادة تسأل كيف يعرف والله عليم بالظالمين ثم قال لهم ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي يجابه هؤلاء الطغاة قال له قال له وَلَتَجِدَنَّهُ وَلَتَجِدَنَّهُ وَبِلَّهُ مُوَطِّئَ لِلْقَسَمْ وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا يا رسولنا لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ على الحياة صحيح وإلى لا أين إخواننا الفلسطينيون هم الذين يعرفون عنهم أجبا ما يكون اليهودي وأذل ما يكون لما خائف من الموت لأن وراء الموت جحيم وسموم وعذاب أليم هم موقنون أشد اليقين بأن جزاء لا بد منه للكسب الدنيوي فلما تلطخ بكل أنواع الجرائم كيف يتمنون الموت أو يرضى أحده من يموت أما أهل دار السلام والله يطربون في بذر وفي حتة أحدهم يرقص فأرحم بالموت إذن الآن خذوها مسألة علمية نفسية كل من كان ملطخا بالذنوب والآثام فإنه لا يفرح بالموت ولا يطرب لها فضلا عن أن يتمنى هو انتبره وكل من زكت نفسه وطابت وطرت فهو يفرح بالموت لو رأى رؤية يبشر بالموت لا فرح أمروا هذا الجنة خير وإلى الدنيا خير هنا عمل مشاق آلام وأتعاب ومراض وسقم وهناك ماذا النعيم مقيم يأكلون ويشربون تفكهم فقط لا يمرضون لا ينامون لا يكبرون ويهرمون لا 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 طعامهم وشرابهم يتحول إلى عارق والله لأطيب من ريح المسك يتحول إلى جوش رائحة أطيب من ريح المسك خلقهم ما كذا على هيئة لا تقبلوا الفناء أبدا كيف إذن لا يفحوا العاملون الصالحون بالجنة والموت قال ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة على حياة أو قال على الحياة على حياة وأرخصها ناكرة في سياق النفي عمومها أحرص الناس على أوسق حياة وأقلها وأدنى حياة العز والكمال والسعادة هذه لا يلام عليها أرخص حياة أقبلها ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة هما وحدهم وإلا فين وعاخ من البشر يحبون الدنيا والحياة والخلود نعم فقال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمه ألف سنة ومن المشركين والمجوس والنصار وفيهم من يود أن يعيش ألف سنة يوجد وإلى لا يوجد ممكن حتى بين المسلمين الضائعين يود أن يعيش مئة عام ثمانين سنة ومن الذين أشركوا ما قال وكل المشركين لا هذا العليم العظيم يعف النفسيات والأطباء يوجد من المشركين من يود أن يعيش ألف سنة أما اليهود لا يعدون الموت أبدا لا يتمنونه ولا يعدونه بحالة الحوال لما لعلمهم بالمصير المظلم الذي سيصيرون إليه بعد أخذها واحيا لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء والدار الآخرة أما المشركون منهم من لا يؤمن باللقاء الله بالمرة فلهذا يكره الموت يود أن يعيش ألف سنة قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر لو يعمر الإنسان مليون سنة ممكن ما يعذب لهذا العمر يعني ما ينفع من الآن أحسن وما هو بمزحزحه تعرفون الزحزحة الإبعاد هكذا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ألف سنة لو عم أحد أم ألف سنة هذا التعمير هذا الطول في العمر يبعده عن النار ما يبعد عن النار طول العمر ولا قصة العمر يبعد عن النار زكاة النفسي وطهاتها فقط يا شيخ أنت تقول زكاة النفسي ويزكي نفسه دلنا يرحمك الله على أدوات التزكية هذه وأين توجد وأين تباه في أية صيدلية هذا السؤال ضروري وإلى لا للعقلاء الذين ما علموا ما دامت القضية ما نعطى بتزكيتنا أنفسنا من فضلك دلنا على هذه الأدوات العقاقير التي نزكي بها أنفسنا أو ما في عقاقير ولا أدوية والله فيه والصيدلية معروفة صيدلية الله ورسوله قال الله قال رسوله الكتاب والسنة تجد فيهما كل أدوات التزكية من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة وإزالة أذى من طريق المؤمنين والمؤمنين فكل عبادة من أعمال القلوب أو الأنسن أو الجواح كل عبادة هي عبارة عن أداة تزكية للنفس البشرية وتطهير استعملها حسب الشرط التي وضعت لها إلا بد من مراعاة الكيثية لا تقدم ولا تؤخر مراعاة الزمن لا توقع في غير زمانها مراعاة العدد لا تزيد ولا تنقص وإلى ما تنتج أعظم أداة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها ذكر الله ألا ألو بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله شرطه أن تكون في مكان طاهر شرطه أن يتحد قلبك ولسانك معه عندما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلبك مع لسانك فإن قلت بلسانك وقلبك غافل ما ينتج ما يولد الطاقة انتبهت فإن ذكأت فقط بالقلب واللسان لا ما ينفع ما تنتج لا بد من توافق القلب واللسان ومن هنا كانت الصلاة أعظم مولد للنور أو الطاقة النورانية عرفتم زيدوا معرفة لا توجد عبادة أكثر توليدا للحسنات للطاقة النورانية من الصلاة أبدا بعض السامعين ما يعرفون كيف تولد أنت ما عندك ما كينة تولد النور وإلى لا ما استعملتوا في أحواجكم ما كينة صغيرة تولد الكهبة تشتغل وإلى لا وتدور آلاتها تولد فإذا خاربت ما تولد أو تولد إذن الصلاة أعظم مولد للطاقة النورانية وقرأوا إن شيتم واقم الصلاة لما يا الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر ولذكر الله أكبر في توليدها لطاقة إلا أن الصلاة لا تنتج نتاجها وتؤدي ثمارا إلا إذا استوفت شروطها وقد بينا سابقا أن للصلاة شروطا لابد من استفاءات طهارة أليس كذلك طهارة المكان طهارة البدن طهارة الثياب أنت تقف مع الله تكلم معه أنت نجيس لا 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 حرام هذا ما يجوز تقف مكان نجيس وتناجي الله حرام هذا ما يصح جسمك ملطخ بالقذاء والأذى وتكلم مع الله حرام هذا يا عبد الله امشي تطهر فالصلاة إذا كان لها وقت معين مثلا صلاة العشاء كم بقي عليها ثلثة لو قلتم هيا نصلي الآن العشاء أو قمت أنت تصلي العشاء هل هذه الصلاة تولد لك النور والله ما تولد حسنا عملية فاشلة لما لأنها مشترط لها وقت تقع فيه وإلا ما أنتجت الوقت ضروري وإلا لا لأي عبادة مربوطة بوقتها الحج الحج عرافة تاسع الشهة وإلى عاشة أو تاسع لو اتفقت الأمة بزعامة ملوكيا وآصيا أن الحج هذا العام يقع في المدينة أحد أشرف من عرافات ووقف الحج كل عبادة وضعت لتزكية النفس وتطهيرها بما تولده من الحسنات لا بد وأن يراعى فيها أولا أن يكون شرعها الله لذلك ولهذا مليون بدعة تنفق فيها مالك كله وتبد طاقاتك وجودك كله والله ما تولد قرام حسنا توجد بدعة وإلا ينفقون فيها المال يقضون فيها الوقت كذا ويخرجون لا يملكون حسنا لما لأن البدعة ما شرعها الله والذي لم يشرعه الله من يوجد فيه المادة النورانية من يقوى أو ممكن والله ما هو ممكن هل يستطيع أحدنا أن يوجد مادة الغذى فالرملي في الحصاء فالطين فالتراب لما لأن الله ما أودعها ذلك أودعها في البطيق والعنب واللحم والخبز فهل يستطيع البشر لو اجتمعوا كلهم على أن يجدوا عبادة ولو بالقول على أن من عملها تزك نفسه عليها وتطيب وتطع أطاعوا ولن يستطيعوا ألا له الخلق والأمر فهذا لله وحده فلهذا الصلاة لو توقعها في غير وقتها باطلت الفاقيه يقول باطلت ونحن نقول ما أنتجت الصلاة تنقص شوطها أو تقدم تؤخذها الفاقيه يقول صلاتك باطل يا ولد وإلا لا لو تصلي أمام فقيه ولا تطمئن فالركوع ولا سجد الله أكبر الله أكبر سمعنا الله أكبر ماذا يقول فقيه صلاتك باطلا ونحن ما نقول باطلا ما نقول ما تزكي نفسك ما تولد لك النوع الذي هو الحسنات أعد صلاتك وهكذا كل العبادات إذن ونعود إلى السياق الكريم ماذا قلنا قال ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر أي تعميره الألف سنة والمليون ما يزحز عن العذاب ما الذي يزحز عن العذاب الإيمان وصالح الأعمال لما لأن الإيمان يدفع إلى اكتساب الحسنات والحسنات هي التي تزكي النفس وتطهرها وقعوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفدوس نزولا إن الذين آمنوا وعمل الصالح لهم جنات تجري من تحتها العنار فتجد الإيمان والعمل الصالح الإيمان يقوي نفسك وقدرتك على أن تصلي وتصوم وتجاهد وتتصدق وتلك الأعمال الصالحة هي أدوات التزكية هي التي تنظف القلب البشر وتطهره والسيئات هي التي تصيب القلب بالظلم بالظلم وأنة والعفون صحيح هذا يا شيخ نعم يسمع رسول الله يقول إذا أذنب العبد ذنبا ذنبا خطيئة سيئة اقترافها هذا معنى أذنب وسمي الذنب ذنبا لأنه يوخذ به الإنسان كما يوخذ الحيوان من ذنبه نعم لو أخذ بذنوبنا والحيوانات بذيولهم بأذنابهم إذن إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء في قلبه كهذه فإذا تاب ونزع صوق إلى ذلك المكان وطهر كالزجاجة الزجاجة مش رقة وإلا إذا وقع فيها شيء ما يلطخها ممكن تمسحها وإلا ويزول على الفور ويبقى النور والعضاء كذلك قلب الإنسان أو نفسه وإذا وإذا لم يتب وأذنب ذنبا آخر وقع إلى جنب النكتة الأولى وزاد ثالثا وأخذ تتسع الرقعة الذنب إلى الذنب إلى الذنب بلا توب ولا مسح ولا صقل حتى يلطق القلب كله ويحجب عن الإيمان وعن الصالحات ويقول صلى الله عليه وسلم فذلك وران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسمون ران على قلوبهم ما كانوا يكسمون ولهذا من لطف الله بأولياء ورحمته بعباده المؤمنين أنه شار عليهم التوبة الفورية إذا شعرت بالذنب على الفور أستغفر الله وأتوب إليه وابتعد عن الخطيئة ينمحي ذلك الأثر آمنت بالله فإن أنت أصررت وما باليت وواصلت الذنب إلى الذنب سيأتي يوم لو تعرض عليك التوبة والله ما تقبلها بل لو قيلك استغفر الله تهزئ وتصخى وترفع كافتي بيك من أين لك هذا يا شيخ أما سمعنا الله تعالى يقول من صورة النساء إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما لما قال من قريب لأنه إذا استمر مواصلا للذنب سينطبع في نفسه طابعا ويصبح لا يرضى إلا ذلك الذنب وسألوا الذين تعودوا الأفيون الكوكيين قالوا لنا إنهم يستعملون أو إبرة ما ينفع لأن ذا أكل حب يستعمل إبرة ما يستريح أبدا والذي تعود اللواء تعود السريق الخيان هذا شأنه قال بعض علماء النفس الذي تعود السريق وتمر عليها لما يلقى القفض عليه وتضع الحديد في يده ويمشي ويممر بين يديك هذا سرق أنت خائف وترتع دار يا ويل وهو يفكر كيف يسرق مردان لما يوصل للسجن ويفكه بعد عام عام كيف يسرق انظر ماذا يفكر وأنت تفكر في العكس وهذا خالق الأنفس وطابع الطباع وغارز الغارز هو ليقول ثم يتوب من قريب أما يواصل الجريمة قد يحال بينه وبينها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أعدهم الموت قال إني تبت الآن الآن فات الحال فات الأوان يا بني إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغاغر صح ولا لا إذا حشر جت في الصدر وقال الطبيب وادع أخاكم لو استغفر شهد والله ما ينفع انتهى أمره وهذا من باب الرحمة المحمدية يقول إن الله يقبل والله لحق لكن ما يستطيع أن يتوب عبد غارق في بحور الآثام والذنوب سفك الدماء وآراقه ومزق الأعراض دلوني على وحد تاب من هذا النوع ما يقبل التوبة لكن إن تاب يرده الله لا والله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغاغر فإن حاش رجال في الصدري وعاف المودعون والزوار حينئذ لا عودة انتهى أمره وهكذا يقول تعالى وقوله الحق ومن الذين أشهر يود أحدهم ليعمر ألف سنة وما هو بموزحزه من العذاب آني وعام أي التعمير والله بصير بما يعملون فالله أسأل أن يتوب علينا وعليهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يرحمنا وإياهم إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات هذا الكلام الذي سمعنا كلام من كلام الله وملايين الناس لا يؤمنون بالله كلام الله أن يعقل أن يوجد كلام بدون متكلم والله ما كان ولن يكون إذن فكيف ينكى وجود الله والجواب المنكرون لوجود الله هم اثنان احد هما ينكر بلسانه ليستمر في غيه وضلاله في شهواته واطماعه حتى لا يقف عند حد وآخر ما عرف ما بلغت دعوة واضحة صريحا ما حملت إليه الدعوة المحمدية فهو كمن لا يعرف فهو لا يعرف ثم هذا هذا الكلام الذي نسمع حواه كتاب ما هو مجرد كلمات تقال هنا وهناك كتاب كريم ومما ومما يدلك على كرم هذا الكتاب تستطيع البكر في خدر بيتها أن تقرأه أمام أبيها وبين إخوتها ولا تشعر أبدا بأنها هناك ما ينبغي أن تستحي منه يعبر عن الجماع بالمباشرة لا تباشر لن تجد في القرآن وهو آلاف الكلام عشرات الآلاف كلمة واحدة تسيء وتؤذي هذا كلام الله وفيه آلاف الأخبار عشرات الآلاف لا يمكن أن لا يصدق فيها خبر واحد لا يمكن أن يصدق فيها أو أن لا يصدق فيها لخبار خبر واحد فيه من الحكم ما تعجز العقول البشرية عن حتى محاكاته هذا كلام الله ثم كيف ينكر ويكذب برسالة من نزل عليه الذي نزل عليه هذا القرآن هذا الكلام الإلهي وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فكيف يكذب برسالته ويقول القائل لست رسولا لا نؤمن برسالتك ولا بنبوتك ولكن الأطماع الشهوات الأغراض حب الحياة والدنيا هو الذي يحمل على هذا وإلا من حيث العقل والمنطق والذوق والفطر البشرية أمي يقرأ كلام الله ونحن نسمع ذلك الكلام الطاهر الحكيم العزيز البي نستطيع أن نقول ما أنت برسول الله وهذا كلام مم وهاهم اليهود عليهم لعائن الله تورطوا في حب الحياة وقعوا في فتنة حب الحياة الدنيا إن أحدهم يود أن يعيش ألف سنة بل آلاف سنين حتى لا يمج ونستمع إلى ما سبق أن قرأناه من كتاب ربنا في شأنهم إذ قال تعالى في المباهل العظيمة تلك المباهلاء أسكتتهم قطعت الجندهم يتبجحون بأنهم أولياء الله أحباء الله الجنة لهم هم شعب الله المختار أفضل الخليق البشرية نجس وهم 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 تعالوا نتباهل نرفع كفنا إلى الله ونسأله من كان على باطل منا يهلكه على الفور ودعوا إلى المباهلة دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا في مجمع بين الناس تمنوا بقلوبكم واسألوا الله تعالى الموت ينزل بكم الآن إن كنتم صادقين فيما تدعون وتقولون وتهرفون وتكذبون من الدعاوة الباطلة يدعون أن الجنة لهم وهم شعب الله المختار وهم أحباء الله وهم أولياء والبشرية كلها سافر أو هابط لا قيمة لها عند الله إذا كنتم كما تزعمون تمنوا الموت لتموتوا الآن فتستريح من أعباء الدنيا تستريح من المعاش الضيق من الآلام والأمراض من الحروب والفتن الجنة خير الجنة خير من الدنيا بمليون مرة بلا مناسبة إن صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها فلما أكثر من التبجح بين العرب وأنهم 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 أنزل الله تعالى فيهم هذه الآية فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم قل إن كنتم صادقين وليحضروا بعلمائهم ويغفعون أو كفهم ويسأل الله تعالى أن يميتهم ليدخلوا الجنة إن كانوا صادقين فوالله ما استطاعوا فشلوا وخافوا وهربوا والله يقول ولن يتمنوا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا يا رسولنا أتركهم دعهم وحالهم لا يصلحون لمباهلا إنهم لن يتمنوا الموت أبدا إلى يوم القيامة ولا يأتي يوم يتمنون فيه الموت حتى ولو كان أحدهم في أعماق السجون في الزناز لا 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 ما يدى الموت يقتل الفقر والتعب والذل والمهانة لا 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 ما يتمنى الموت لما لعلمهم بجرائمهم التي تدخلهم جهنم وتصديهم نارها وأنهم ليسوا بأهل الجنة قدموا من الجرائم ما لا يتفق أبدا ودخل الجنة بحال من الأحوال وقد عرفنا من كتاب ربنا أنهم قتلوا الأنبياء ورسل أرأيتم من يقتل نبيا كيف يسعد قتلوا قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا ولده يحيى عليه السلام وحاولوا قتل عيسى وصلبوا من شبها لهم وقتلوا حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم مر بإطعامه السم ومرتين بالمؤامر عليه ليقتلوه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الظروف كانوا يقتلون سبعين نبيا في اليوم وفي المساء أسواق عامر طافح بل بيع الشراء والضحي كأن شيء ما وقع وقد قتلوا سبعين نبيا إذن استباحوا ما حرم الله عليهم ومن أعظم ما ندد القرآن بهم في أكلهم الحرام الربا هم الذين استباحوا وأباحوا وهم الذين ورطوا العالم فيه أيضا فقد قلت لكم أن البنوك العالمية من من شاء أصابع اليهود حتى ما تبقى رحمة ولا صيلة ولا سلف ولا قرض ولا تعاون بين الناس لأنهم عبدة الدينة والذرهم عبد عبد العجل عبد إذن ولن يتمنه أبدا لما يا ربي بسبب ما قدمت أيديهم ماذا قدمت أيديهم قدمت الجرائم من الظلم والشر والخبث والفساد والله عليم بالظالمين عليم بالظالمين إذن سوف يجزيهم بظلمهم أشركوا بالله كفروا بالله قتلوا الأنبياء حاربوا الأولياء ما تركوا جريمة إلا ولغوا فيها وانغمسوا في أوضارها فكيف إذن يتمنون الموت لن يتمنوا أبدا ولهذا يلاحظ خوفهم من الموت بصورة عجيبة الذين يخالطونهم ويعايشونهم ويساكنونهم يشاهدون هذا ما يدن يموت قال تعالى هو شيء آخر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على أدن حياة أرخصها أقلها أدناها أسفلها يحرصون عليها كما قلت لكم أحدهم مريض فقير في السجن آلام ولكن لا يقول الموت خير أبدا يريد يريد يعيش على أي حال كان حريص عن الحياة ولتجدنهم يا رسولنا إن طلبت ذلك وأردت الوقوف عليه لتجدنهم أحرص الناس مطلقا على حياة وإن رخيصة أن كيرا هنا تدل على عموم أدنى حياة المهم ما يموت لأنه إذا مات انتقل إلى عالم الشقى ليخلد فيه أبدا ولا أمل في الخيوج لا شفاعة ولا شابع يوجد لأنهم كفروا وقوله تعالى ومن الذين أشعقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون فهذا الحب للحياة يشارك فيه الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولقائه لا يؤمنون بما عند الله وما أعده لأوليائه من نعيم مقيم فوق السماوات السبع في دار السلام هؤلاء الكفار كذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة فأمثال هؤلاء لو قاتلهم المؤمنون ينتصرون عليهم وإلى لا ينتصرون الذي يحب الحياة مهزوم لا شجاع له ولا إقدام ولا ولا يقتله خوفه بخلاف المؤمن بالدار الآخر وما فيه من نعيم المقيم ويتمنى على الله متى يقرع باب دار السلام فهذا يرقص عند قدومه على المعركة وقد شهد الكثير من الصحابة يهتزون اهتزازا فرحا بلقاء الله هذا السياق وقفنا عليه ودرسنا في الدرس الماضي قبل هذا والآن مع قول ربنا جل ذكره قل من كان عدوا لجبريل قل يا رسولنا أيها المبلغ أنا قل لمن لابن سوريا الأعوار ومجموعة من علماء اليهود جاءوا للرسول صلى الله وسلم في المسجد وقالوا يا محمد ما من نبي نبأه الله ولا رسول أو صله الله إلا أوحى إليه وأعطاه من الآيات والمعجزات ما تثد به رسالته وأنت من الذي يوحي إليك من يأتك بالوحي علمنا حتى نؤمن برسالتك ونتبعك ونمشي معك فقال لهم وأنا كذلك يأتيني رسول ربي جبريل عليه السلام يأتيك جبريل قال نعم قالوا إذن لن نتابعك لو قلت ميكائيل نعم أما جبريل عدو نعم هذا لا ينزل إلا بالحرب والدماء والقتال فلهذا ما نستطيع أبدا أن نؤمن بك ولا أن نتابعك أما ميكائيل هذا الذي يأتي بالمطر والرحمة وما إلى ذلك فما دام جبريل لا 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 لك دينك ولنا ديننا هذا عدونا قالوا هذه الأفكار من يستنتج ويولدها ويلقيها اليهود أولي أحبارهم رؤاصاؤهم الذين يمسيطرون على العوام ليستغلوهم يستغلونهم كيف يستعبدونهم وهذه الفتنة أيضا في النصار رجال الكنيسة يشوهون الإسلام للعوام من النصار حتى لا يدخلوا فيه ويفعلون معهم الأفاعل بلغنا أنهم يشترون منهم سكوك الغفران إذا عندك مليار مليارين من دولارات يستطيع رئيس الكنيسة يعطيك سك بأنه مغفوه لك ضع هذا المال للكنيسة فقط لنشر الدين والمسيحية والرسول الكريم يقول اسمع ما يقول واحفظ ما يقول 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 لنا لتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخل دمور يخبر بالواقع يتلقى الوحي من الله لتتبعون أيها المسلمون طوق من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب دغل دمور وصدق رسول ووجد أيضا في المسلمين رؤصا دين رؤصا أديان في المذاهب المختلفة يشويهون الإسلام ويصرفون عنه أهله بالأباطيل والطرهات من أجل أن يستغل أولئك العوام والجوال ليقدسوهم ويكرموهم ويعبدوهم فيحلون لهم أهل حرام ويحبمون عليهم الحلان قال سيد الشيخ ولو نفتح صفحة لهذه الأحداث فرأيتم العجب لما توجد مذاهب في الإسلام وطرق مختلفة الإسلام يرضى بهذا الإسلام يقول اسمع وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني واتقوني ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تطرقوا بلغت المذاهب في العالم الإسلامي أكثر من سبعين ملا ما سبب سبب أرؤسا يريدون أن يستغلوا فهناك مذهب قليلة كما يقول نحفن من الناس لماذا ما يدخلون مع أهل السنة والجماعة أنتم جماعة تعدادكم خمسة إلى مئة بالنسبة إلى المسلمين وترضون بأن تعيش مستقلين مذهبنا من هو الذي سيطى عليهم هم من أنفسهم لا رؤساء الدين أئمة المذهب العارفون به حتى يبقى لهم مركزهم ومكانتهم بين إخوانهم لا يسمحون لهم أبدا أن يدخلوا في جماعة المسلمين عرفتم هذه وإن شئتم حلفت لكم إذ لو كانوا مجردين من الهواء والدنيا وأطماعها وحب رياس والسيطرة أو الملك والحكم والله ما عرضوا أبدا ولا أربعين يوما أن يعيش منقسمين على المسلمين ليما يتباحثون ما بين لنا الطريق نعرض عليكم ما عندنا سددون وصوبونا أنتم أكثرية ونحن أقلية فالهذه الأقلية التي على الحق ونحن على الباطل ما يسمح لهم هذا أبدا الكتب مؤلفا وتدرس كل كتاب يدعو إلى الاستقلال لتلك الجماعة لا تتصل بالأخرى وأحيانا يكفرون بعضهم بعضا وينسبونهم إلى الكفر والزيق والخروج من الإسلام أواقع هذا أخبر به رسول الله سلم لابد أن يقع لتتبعون سنن من قبلكم أي طريق من قبلكم شبرا بشب وذراع بذراع حتى لو دخلوا زحر ضب لدخلتم أضحيكم أنفس عليكم كان النبي صلى الله عليه ينفس على أصحابه أحد العلماء يخطب إماما في مسجد ففسر هذا الضب الخريب قال بالبنطلون تعرفون البنطلون وإن السوال الطويل هذا السوال ما كان المسلم يلبسه قط الجيوش الإسلامية والله ما تلبسه آخر جيوش إسلامية للخلاف العثماني وإلى السوال وهس عريض شاهدناه ما يصير السوال أليتان رجل ظاهرتان وهو مضغوط هذا قال هذا هو الجحر الخريب دخلوا فيه دخلنا نحن فيه وهو كذلك لأن جحر الضب ما يمكن يدخل فيه إنسان على فرض يعني لو دخلوا دخلنا لكن هذا البنطرون الضيق يبرص فيه أليتان مؤمن كان الحياة يمنع المسلمين هذا ما يمكن لكن لما لبسه الغرب وتجمل به تبعناهم وصلوا على رسول لو دخلوا جحر ضب خريب لا دخل إذن فكان اليهود مستغلين لرؤسائهم كفرهم مسخهم منعهم من دار السلام جاء النصارى كذلك رجال الكنيسة والله العظيم إلى الآن يصعفون الناس عن الإسلام مع علمهم هذا هو سبيل الله هذا هو النجاة ويدلك على هذا من الوقت الوقت يوم كناسي أو رئيس ويبكي في الحق ويشكو لك فما كان منا إلا أن اتبعناهم في داخل أهل السنة والجماعة طوق هذا قادري هذا رحماني هذا عساوي هذا زيدوني نقش بندي هذا عدروسي هذا كذا وأيام الغفل والجهل كل جماعة الطريقة كأنهم هم المسلمون وغيرهم لا لا ولا ولا حب ولا ولا إلا إخواننا هؤلاء من إخواننا وجاءت أيضا آل أحزاب والجمعيات كل حزب يطع في الحزب الثاني أو أصاهم حتى يبقى لهم المجموعة تحت أيديهم لا لا إله إلا الله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع وكان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبب هذا حب الدنيا حب الشهوات والجر وراها الفروج والأموال واللباس والمنصب هذا يعمل إنسان ويصمه ويجعل لا يرى إلا شهوته فيكذب يحذب الباطل يقوم يفجر حتى يحقق هذا الهدف الهابط الصاقط هذا شأن بني عمنا اليهود فنحن ما شيء نرى اسمع ما يقول تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أي القرآن العظيم جاء به جبريل ونزله على قلب سيد الموصلين القرآن يلقى من طريق الوحي بوصل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم ويحفظ ويقول وينطق نزل على قلبك بإذن الله لا أن جبريل باختياره استغل الموقف ويأتي بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا بأمر الله عز وجل هو الذي أرسله ونزله القرآن على قلبه مصدقا لما بين يديه من هو المصدق لما بين يديه القرآن ما الذي بين يديه الكتب السابقة فلو تأتي إلى التراتي أو الإنجيل أو الزبور تحذف منها الأباطيل والطرهات والزيادات والشروح ويبقى النور الإلهي وهو أولا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته والله لموجود إلى الآن ويمهمشون ويشرحون بأن هذا ما وجد بعد هذا سيوجد بعد هذا الوصف يختلف مع هذا ويؤولون ذلك للناس مصدقا لما بين يديه في أصول الدين الإيمان بالله والبعث الآخر دار السلام دار الوباء والعذاب إحقاق الحق باطل باطل العدل كل الكمالات التي في تلك الكتب القرآن يصدقها ولا يعد منها ولا يكذبها بل يقويها ويدعمها فكيف لا يكون كلام الله إذن ووحي الله لو تنافى مع ما عندكم من التراث الانجين نعم نقول هذه أباطيل أو خرافات هذا يصدقها ويوقع على ما فيها من أصول الدين التوحيد وعبادة الرحمن والإيمان بالله ولقائه ولقائه وكتبه ووصوله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشى للمؤمنين من يستطي أن يقول الهدى لا توجد الهدى لا يوجد في القرآن والله ما يقول هدو عقل ولا هدو دين مراء والله ما أخذ عبد بالقرآن في عقيدته وآداب وأخلاقه وعباداته وظل أبدا ما من إنسي ولا جني يأخذ بما في هذا الكتاب كما هو إلا وكمل وسعود ونجا ووصل إلى رضا الله عز وجل ورضوانه على شرط أن يفهم كلام الله ومراده وهنا يحتاج إلى رسول الله المبين المفسر الشارع لا تقول أنا أستغني عن الرسول بل قرآن لأن الله قال في هدى هذه غلطة ومنكرة وفاعشة هل يستطيع أي إنسان بدون ما يقع سنة الرسول وبيان الرسول ويفهم عن الله كل كلامه هذا السر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكاء لتبين للناس ما نزل إليهم لابد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداء والله لفي هذا الكتاب ما أخذ به عبد أضيض ولا أسود وظل أبدا ومن لم يأخذ به يهتدي والله ما اهتد ولن يهتدي الهداء إذ الهداء لعل السامعين ما يعفون الهداء ما هو الهداء العلامات التي تصل بك إلى هدفك أنت ذهب إلى أين إلى بيت فلان ما هي الهداية الشارع الفلاني والباب الفلاني والطاق الفلاني الكتاب يحمل هداية تهدي العبد السائر إلى رضوان الله حتى يدخل الجنة هدى وبشرى لمن البشرى للمغنين لأصحاب الأموال بشرى لمن للكافئ لا لا بشرى للمؤمنين بشرى بماذا والله لبسعادة الدنيا والآخرة أعظمها الزحزح عن النار ودخول الجنة دار العبرار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات بشرهم يا رسولنا القرآن يحمل البشرى بالسعادة والكمال لمن للمؤمنين لما لأن المؤمنين أحياء والحي يسمع ويبصر يعقل ويفهم فلما نودوا إلى الله أجابوا إذن وسلكوا الطريقة فرضيهم الله وأرضاهم أما الكافر ميت كيف تكون له بشرى وهو لا يصلي ولا يصوم لا يزكي ولا يحج ولا يعتمر لا يرابط ولا يجاهد لا يتقي سيء من السيئات ولا يتجنب باطم أباطل نعم للمؤمنين الكمل في إيمانهم الصادقين في المؤمنين وبشرى للمؤمنين ثم قال تعالى الآن رد على ابن سوريا الأعور وجماعته الذين قالوا نعتذر ما دام يجيك جبريل نحن ما نستطيع هذا عدو بني سائل لو كان ينزل عليك ميكايل نعم نحن معك لأنه يأتي بالمطر والرحمة وما إلى ذلك أما هذا الذي بالدماء والحروب لا لا من زين لهم هذا والله الشيطان في رياح حتى يستطيع أن يرد على الرسول ويعتذيون لما قبلوا دينه لهذا الغرض قال تعالى اسمعوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكايل فإن الله عدو للكابرين أسكتهم قطع أنفاسهم من كان عدوا لله وهذا يوجد عدو لله كيف هذه العداوة هذه أصل العداوة هذه مأخوذ من عدوة الوادي تعرفون عدوة الوادي الوادي في الوسط وهناك الطرف الآخر ماذا يسمى عدوة وهذا عدوة فالذي لا يلتقي مع الله والفاصل بينهما عدو لذلك فالله يؤمن بالخير والرحمة والهدى والطور والصفاء واليقين وذاك يأمو بالشر والخبط والفسد يلتقيان كل عدو لصاحبه فالله يأمو بالخير ويأمو بالشر الله يأمو بالصدق ويأمو بالكذيب الله يأمو بالطهر ويأمو بالخبط أين اللقاء عدو لله من كان عدو لله وملائكته نعم ما دام يقولون جبرائي العدونا عدو للملائكة ولينا عدو الملائكة عادوا الله هذا ملك ربنا ينزله على من يشام عباده بالوحي لله وتقول لهذا عدو والله من يقول جبره العدو لنا والله كفر كفر بالله وملائكته ورسله وهم يؤمنون ببعض الرسول ويكفون ببعض عيسى رسول الله وإلى رسول الله حاولوا قتله وصلبه وقالوا ساحر وقالوا ابن زيناء وقالوا الأعاجيب لما هذا لأن عيسى جاء ليؤدبهم ليحل الحلال ويحرم الحرام وهم أغباب الدنيا والمال والشهوات قالوا هذا سينقص علينا حياتنا ويفسد وجودنا لا تصدقه عيسى قال بعث إلى خراف بني إسرائيل لما تاه بعث الله إليهم لهدايتهم وهو منهم أمه مريم الإسرائيلية لكن لم حاربوا قتله وطاردوا وطاردوا أتباعه لأنهم لأنهم فقط ضد الشهوات والأهوى والأطماء وحب الدنيا والله لا هدف إلا هذا وهذه حالهم إذن فكفروا برسول الله من كفر برسول واحد فقد كفر بعامة الرسول من كفر بكتاب واحد من كتب الله يعتبر كافرا بكل الكتب من كفر بملك واحد من ملائكة الله كفر بملائكة أزيدكم وإلى عندنا نحن أكثر من أربعين ألف آية من كذب بآية فقد كفر أو كتاب كامل التوات أو الإنجيل آية واحدة يقول لا أؤمن بهذه الكلمة في القرآن والله لا أجمع المسلمون على كفره والله ما هو بمؤمن فكيف إذن بالذي يكذب بالكثير قال ولم خص جبريل وميكائيل يدخلان في الملائكة لكن أفردهما بالذكر لأن المحنة دارت عليهما أليس كذلك وجبريل فيه لغات أفصحها جبريل وجبائل وجبريل بالنون وميكائيل وميكال وميكائيل وجبريل معنى عبد الله وميكائيل معنى عبيد الله وكل ما في إيه الإصراف في إيه العزرائيل فهو كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إذ الكل عباد الله إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقى وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر هم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وأظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا كتاب الله وهذه كلمة الله جل جلال وأعظم سلطانه والواسط في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عليه أنزل هذا الكتاب الكريم وأن نستمع إلى هذه الكلمات الإلهية يقول تعالى وهو يخاطب رسوله مصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقا حقا الله الذي أنزل على رسوله آيات بينات وهي آيات القرآن الكريم إذ لفظ الآية قد يطلق ويراد به المعجزة الدال على صدق النبي المقرر لنبوته ورسالته وقد يكون بمعنى الآيات التي تحوي الهدى وتحمل الشرائع والأحكام والمراد من الآيات هنا آيات القرآن العظيم وهي كم ست آلاف ومئتين وأربعين آية كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسولنا كل آية كأن ماهي تصرخ يا عباد الله إنه لا إله إلا الله الذي أنزلني وأن محمدا عبده ورسوله إذ أنزلني عليه كل آية لأن الآية العلامة الهادية إلى الشيء فالآية من أنزلها الله الله موجود عليم حكيم قوي قدير لا يعبد الله هو فيتقول لا إله إلا الله والذي أنزلت عليه لن يكون إلا رسول الله إذن فتقول محمد رسول الله ولهذا كل الشرائع الأحكام العبادات تدخل ضمن لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن أراد أن يدخل فيه رحمة الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يتفضل يغتسل ويصلي وهو مستعد لتحمل أعباء هذه الملة إن كانت جهادا جاهد وإن كانت صيام صام وإن كانت زكاة زكا وهكذا لأنه عرف عن علم وشهد شهادة عالم أنه لا إله إلا الله فلم يعبد إلى الله إذن وليعبد الله بما يريد الله أن يعبد به إذن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحة الدلالة واضحة ما تدل عليه لا غموض ولا خفا ولا لبس ولا إشكال ولا بينا كبينة الشمس وهو كذلك لا توجد آية غامضة أبدا بل واضحة وضوحة الليل والنهار ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ندعو هذه الجملة وما يجحد تلك الآيات البينات ويغطيها ويصرها ويتجاهلها ويقول لا شيء إلا القوم الفاسقون ما السر ما العل ما الحكم أيها المناطق لما لا يكفر بها إلا الفاسقون الجواب أيها الأحباب لأن الفاسقين غارقوا في الأهواء والشهوات والأطماع والأموال والدنيا إذن فإذا جاءت الآية تريد أن تمنعهم من شرب الكاس والطاس يكفرون بها جاءت الآية تريد أن تصفهم عن الله والباطل والعبث ما يقبلونها جاءت الآية تأمرهم بالعدل وهم ظلما لا يقبلونها جاءت تأمرهم بالاستقامة ما يريدونها لأنهم ألفوا العوجاج والحياة على العوجاج والآن فهم الأبناء هذه وإلى لا وما يكفر بها أي وما يجحدها ويتنكرها بعد أن عرفها وعرف ما تدعو إليه وتهدي إليه إلا الفاسقون والفاسقون جمع فاسق لماذا ما قال والفاسقات الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكرمنا الله عاف أننا فحول ذو غيرا ما نقبل أن يحدث الناس عن نسائنا أي تكلم على حلائلنا أبدا فمن إكرام الله لهذه الأمة ما يدخل النساء في كل كلام عرفتم هذا ولا لا وبالأمس ورق يقول فيها هذا العالم صوت النساء وخواظ لماذا يا عم خواب لأنه يريد للمرأة أن تحاضر وتخطب وتتكلم في المذياع والتلفاز بصوتها الرفيع ويتلو رأسها بعد أن تحسن حالها وشعرها وتجل أحمر في خديها وحينئذ صوتها موبعه لهذا الغرض فقط ما قالوا موبعه إلا لهذا يريدون أن تعهر وتفجر وتخرج من دائرة كمالها وحشمتها واحترامها إلى أن تصبح صعلوك من صعالك النساء تجادل وتخاصم وتحاضر كشفهم الله عرفنا عوراتهم والسر ما يقولون لا رحمة بالنساء من منع المرأة تتكلم للضرورة من يقول حرام تتكلم للحاجة الماسة التي لا بد منها وإذا تكلمت في حدود المصلحة لو تزيد كلمة عصت ربها فسقط نمي وكثيرا ما بينا هذا وعرفه الصالحات قرع أحد بابها ماذا تقول من لا تقول من المسجد في المسجد لا تزيد لا تزيد على الجار والمجروح عرب واحد أبدا في السخ سافر فإن زادت كلمة أخرى آثمة وهي آثمة كأن كأن تقول هذا نوع لا يريد أن يخطبن ويحاضرن برجال تقول عفوا قد يكون الآن في السوق مع الأسف في مثل هذا الوقت لا يكون في السوق إذن ممكن الآن في طريقه إلى كذا هذا كلام حرام من أين لك يا هذا يا شيخ تدعي هذه الدعاوى الباطلة دلل برهم قال الله قال رسوله والجواب نعم أما قال الله تعالى لمن للأميات أزواج محمد وبناتي وقلنا قولا معروفا وقارن في بيوتك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ما معنى قوله وقلنا قولا معروفا ما به الحاجة أما أن تسترسل في الكلام مع الأجنبي فتحت له باب المهنة ويغالطون ويقول نيش فيه ونحن نعرف أن الفحل إذا إذا سمع صوت الأنثى اهتز وتحرك تعطافه ويقول لا لمه معقول هذا يخادعون من يغالطون من هذه الغرائز غرزها الله هذه الطبايع طبعها الله من يبدل خلقة الله يقول إيش فيه إذا تكلمت معه أو ضحكت أو صافحت نعم إذا كان هذا الفحل لا يرى طاعة لله لا يرى فسقا عن دين الله لا يرى كذا نعم إيش فيه أما إذا كان يحافظ على زكاة نفسه حتى لا تتحول إلى خبث وإلى زكاة نفستيك المؤمنة حتى لا يحول إلى خبث فهو يحاول أن يقل المصد طاعة من كلمه وحديثه مع هذه المؤمنة والشاهد غارق في الفسق والفاسق ما معنى الفاسق أكثر المؤمنين ما يعفون فاسق خارج عن الطاق مأخوذ من فاسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها وسميت الفارة فويسقة لأنها تخرج من جحر على أهل البيت وتريد أن توقض عليهم النار أو تأكل عجينهم سمّوها الفويسقة فمن فسق عن أمر الله أي عادل عنه وخرج عنه فقد فسق ولا يزال الماء يفسق يوما بعد يوم حتى يطبع على قلبه فلا يسمع نداء ولا يعرف إجاب إلى هداء انتهى أمره لمغالاته في الفست وهذه الحقيقة أيضا واضحة الذي يألف شيئا ويعتاده زمنا طويلا يتعذر عليه أن يتركه قل من يستطيع أن يترك أعاد تعودها وأشربها في دمه ونحمه فلهذا الإسلام يحذر من الاستمرار على المعصية ففرض التوبة وشرعها وأوجبها وأوجب أيضا الفورية فيها لا تقل سأتوب بعد يوم أو عام أو بعد شهر أو كذا وكذا لكل باطل زلت القدم سقطت ففعلت المعصية من ثم وأنت تصرخ لا إله إلى الله أستغفر الله وأتوب إليه وكلك عزم على أن لا تعود إليه ولو صلبت ولو ذبحت ولو قتلت هذه التوبة على الفور أما سأتوب حرام هذا من يحييك غدا أنت حتى تتوب وآية صورة النساء محفوظة لدى المؤمنين والمؤمنات وفيها بيان كافي شافي إذ قال تعالى وقوله الحق إنما التوبة على الله هو الذي تكرم وامتن وأنعم فجعل التوب عليه واجبة أوجب على نفسه يجوز ولا لا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أوجب على نفسه هذه التوبة وتعهد بذلك لأولياء وعباده إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فلنتأمل هذا الهدى إنما التوبة على الله حق أثبتها وأوجبها على نفسه تفضلا منه وامتنانا لا يوجب على الله مخلوق من المخلوقات شيئا هو بنفسه بهذا الصيقة إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء ما السوء هذا أتريدون أن تعرفوا السوء تعرفون السوء ما يسيء إلى نفسك كيف يسيء إلى نفسه يقع عليها مثل الدخان أسود مظلم ثم عاف ومنت وأنت ما تشعر لكن لما تطلطخ النفس تخبث يظهر ذلك حتى للبهائم ما يبقى سرعا مكتوما يظهر في سلوكك في منطقك في مشيتك في معاملاتك في حياتك كلها كالمريض المرض يظهر في سلوك المريض وإلى لا المريض أصبح ما يقر على الكلام ما يقدر على الأكل ما يستطيع النوم ما يقر على المشي مريض أعراض المرض ظهرت فيه وإلى لا فإذا مرضت النفس والله ليظهر أن ذلك في سلوك هذا المسكين كما يظهر المرض في جسمه سواء بسواء سواء إذن عافت ما يسيء هو السيء هو السوء إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أي ما يسيء إلى نفسه على سبيل المثال الكذب السب والشتم الخيانة الغيش السريقة الكبر العجب ذي تسيء ولا لا وهلما من سائر ذنوب والمعاصر تسيء تحدث آثارا سيئا على النفس البشرية التي هي السلطان في الجسم ثم يتوبون من قريم بجهال أولا فاسترنا هذا بما فتح الله علينا يعمل المعصية وهو لا يريد أن يتحد الله تبعتم الطغاة الجباب والذين يعلمون ويريدون أن يتحد الله افعل ما تشاء أنا ضدك هذا لن يتوب الله عليه ولا توب له وإنما يعملها مع نوع من الجهل وقد فسرنا غير ما مر آخي يقول هاو الشيق الفلان يفعل كذا وأنا لماذا آخي يقول لو كان هذا حرام الحكومة ما تأذن به آخي يقول إن شاء الله إذا تزوجنا نترك هذه المعصية آخي يقول إذا توظفت إن شاء الله كذا في أنواع الجهالات لا أنه يتحدى الله أماتني لا أفعل وفعل ما تشاء ذاك صاحب لا توب لهم فلهذا تأمل هذا القيد الذين يعملون السوء بجهالة هل فهم الأبناء نوع الجهالات أو لا من يقول ممكن هذا غير حرام هوا فلان يفعله فيسهل علي أن يفعل هذا هذا هو نوع الجهالة ثم يتوبون من قريب والقرب نسبي عرفتم القرب هذا نسبي من الجائز أن المرأة قد يقارف ذنبا عشر سنوات ويمكن أن يتوب منه ومن الجائز أن يقارف مرة فلن يتوب ليلة واحدة فقط يصر في مخمى ومزنات يخرج لا يعرف الله فما دامت القضية بهذه الصورة ما ينفعك إلا الفورية في التوبة والإسراء على الفورة ما تغمن أنك تعيش عشر سنوات أو عشرين ما تضمن أنك تتوب ولا تتوب ما تضمن شيئا أبدا لأنك في قبضة الله ما أنت في قبضة نفسك والله أرشدك إلى أن تتوب على الفور ولهذا بالإجماع أن التوبة لا تؤجل حتى الحج حتى ما في هذا زلت القدم وقعت على الأرض الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه إذن ونحن مع قول ربنا وما يكفر بها ما قال إلا اليهود أو إلا النصارى إلا المشركون إلا الأغنياء إلا الفقراء ماذا قال إلا الفاسقون ما السر في هذا السر نفسي أن الذي يتوغل ويمشي في طريق الظلال بارا طويلا يتعذر عليه أن يعود ما يستطيع فلهذا الذي فسق فسق الزناء الربا قتل النفس الخيانة الكذب الأل يصبح غير قابل للتوبة فيكفر بالقلان دعنا من هذا ما نوم بهذه الكلمات تمنعنا وتحود دون رقينا وسعادتنا وهكذا نشاهد هذا ونسمعه أما النقي والطاهر سواء كان يهودي عون صاني إذا سمع آيات التي تتلى وفهم ما تدل عليه وتديله أقبلها ورغب فيها وأحبها ما فيه موانع أما من كانت له موانع كما مثلنا أمس بروعصاء رعصاء الكنيس رعصاء البيع اليهودية رعصاء مشايخ الطرق رعصاء كذا تحتهم الآن ورعصاء أيضا الشعوب ما إذن يخرج هذا الشعب من يديه لأنه استغل وتحكم فيه إذن فلا يقبل هدى الله لذلك إذن وما يكفر بها إلا الفاسقون والمعاد من هنا فساق اليهود ما كل يهود يرفضون آية الله ولكن أمثال ابن سوريا الأعوار وفلان وفلان الذين لهم سلقا يتحكمون بالشعب اليهودي يرفضون الآيات يكفرون بها لأنه تحول بينهم وبين مرادهم وهذا وهذا ما هو ببعيد أبدا تجده بيننا الذي توقل في أي معصية ما يستطيع تقلى ما يوم بالآيات ثم قال ومن هنا لا تثق في معاهد يهودية أبدا إن اضطعت إلى معاهد معاهد واكتب وأشهد لكن إياك أن تطمئن وتقول بيننا وبينهم عهد والله إن احتاج إليك وقدروا عليك ما تركوك لأجل العهد لأنهم طبعوا على نقض العهد هم تحت الجبل والله يخاطبهم الجبل فوقهم ونقض العاد كيف لن تطمئن إلى عهد وهذا الموضوع تكلمنا فيه بحمد الله وقلنا للعرب يا عرب توبوا اسلموا وحدوا دولتكم وحدوا قانونكم أمتكم أمة واحدة دينكم دين واحد لا مذهبية ولا فرقة لا وطنية ولا نعات خارج عن دائرة الحق أم واحدة اجتمعوا سوف يهرب اليهود منكم والله ما إن يسمعوا بوحدة المسلمين الحق ما بقي يهود يطال بيسرائيل ولا يبقى فيها يا رحلون ما زلتم ما زلتم لأن ننقض العهد لأن ننقض العهد معناه أعطيناهم فلسطين إلى الأبد هذا كلام قلنا باطل لأنهم هم الذين سينقضون العهد ما أنتم هم الذين ينقضون هذا طبعهم ذي غرائزهم هكذا بعاش أسلافهم إلى اليوم وقلنا إن شككتم انظوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما نزل المدين مهاجما وتقدمه فحول هاجوا إليها قبله وأصبح الإيمان في كل بيت ونزل عقد اتفاقيات معاهدات سلم وعدم اعتداء وإلنا أو أنتم أعلم رسول الله آه أهلم رسول الله الذي معه الله الملائكة واللي جند السماوات والأرض ومع ذا من الحكمة والرشد والعقل والمعرفة عقد اتفاقه مع بني قينوقاع مع بني النظير مع بني قريضا ونصوصها موجودة تقرأ أجب ما تستطيع أم الآن تقوم بهذا وما هي إلا أول من نقض العهد بنو قينوقاع تعرفون كيف نقضوه عندهم قين حداد نسميه بلغتنا الدارجة صائغ هذا هنا في المناخ أو ممكن في هذا المكان في داخل المدينة هذا الصائغ يصرغ جاءت مرأة مؤمنة تريد أن تشتري وتصنع تعرف وجالسة ومحتشمة وعليها عجارها وعليها ملاءتها جاء يهودي قينوقاع خبيث يضحك من خمارها على وجهها لماذا أنت مغطي وجهك لماذا أنت كذا هذا يقول جماعتكم الأهل الذين ينتسبون إلى الله والإسلام لماذا أنت هكذا ما هذا التجمد التحجر كأن يعيش اليوم لأنه اغتار كيف تحجب نفسها كيف تغطي جمالها ووجهها حسد أبت أن تلتفت إليه وتتكلم مع سافل ماذا فعل جاء من وراء وأخذ ملاءتها وربطها مع غطار عسر وهي لا تدري لما قامت انكشفت عوطوة صعقت على الأرض تصر وإسلام فشعر بياد أهل السوق من المؤمنين فجاءوا فرافسر على الأرض ومن ثم جاء رجال بن قين قاع ودارة الحرب أو الفتنة وهدأها صلى الله عليه وسلم ثم أعلن عن نقض العهد نقض عهدهم فأراد أن يقيم شرع الله فيهم فشفع فيهم أحد رجالات الأنصار إذن فأعطاهم رسول إياه خذهم وأجلاهم من المدينة بنقضهم بنقضهم العهد ما قتل أحد ولا سلب ماله أخرجوا سنزلوا بالشام بأرض سما أذرعات أذرعات عرفتم بن النظير دامت المعادة أكثر من أربع سنوات أو خمسة وإذا بهم كما علمتم مما سبق يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجال له كأبي بكر عمر وعثمان علي يطالب بموجب الاتفاقية أن يعطوه مالا ليسدد دية مقتول والاتفاقية تقول أننا نتعاون حتى على تسيد الديات إذا لزمت اليهودية الرسول يساهم فيها وهم كذلك هذه نصوص الاتفاقية فلما حصل حادث مومن قتل شخصا ظنه كافر وهو مومن هذا العامري فجاء يطالب بالمساهمة في الدية قالوا اتفضل أبا القاسم اجلس فرشوا الفراش جلسوا تحت جدار مع أصحابه واخذوا يتآمرون فرصة اليوم هذا اليوم السعيد اليوم ننهي هذه المشكلة ماذا نصدع قالوا يجيبوا الحرب عليهم نقضوها في نقض أكثر من يريد أن يقتل رئيس الدولة ما هو النقض المعادة إذن وأجلب عليهم برجاله وطوق المنطق واستسلموا وانقالوا وقرأوا قول الله تعالى من صورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لا يحتسبون وقذاف في قلوبهم ورعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبئوا يا أولي الأبصار أين أولي الأبصار يا أبي ما فيه ما اعتبى العاب ولا المسلمون هذه الآيات ما تقيل على الموتى فاعتبئوا يا أولي الأبصار نقضوا المعاهد ولا لا بأيديهم وطوقهم رسول الله وستسلموا ما قالوا اقتلوهم ولا مرغوهم في التراب ولا أذلوهم لا عدالة السماء نور الله ما كان من لأن أخرجوا واحملوا ما تستطيعون حمله الفرش الأسرة العدان الآلات الطبخ كل ما تستطيعون احملوه حتى إنهم يأخذ الناف إذا ما لا تسمى شباك النافذة يعجبوا يأخذوا ما ينزعوا بعضهم خشب خشب ممتاز كذا يهدم البيت يأخذ الخشب على البعير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بانوق بانوق وريضا في جنوب المدينة استسلموا وانقادوا وعرفوا ما جرى لإخوانهم بني قينوق لبني النظير هم أشرف وهم ثاباتوا إلى متى يتحينون الفرص ماتى تحين الفرص لينتقموا ويشفوا صدرهم جاءت محنة الأحزاب المؤامر الكبرى ما هذه المؤامر هذه لإنهاء الإسلام وإقفائه هذا حويبا أخطب عليه لعين الله النظري هو الزعيم ما إن خرج مع بني عمه ونزلوا في خيبر في فدك في تبوك في الطريق للشام قال والله لأبيتنا ولأنهينا هذا الدين وهذا رسول وأخذ يركض بين قبائل العرب في الشرق في الجنوب في الغرب في مكة هيا هيا بنا ننهي المشكلة فحزب الأعزاب وجمع القوات من الشاق وره وطوق المدينة تطويقا كاملا وحص الرسول وبجال في جبل سلعة خمس عشرين يوم لما شاهد بن قويض الحصار وواء إذن انضموا إلى المؤامرة دخلوا مع الأحزاب بوسائط معروفة وأصبحوا ضد رسول عليه وسلم وكشفوا النقاب عن وجوههم وشاء الله عز وجل أن يطرد الأحزاب شر طرد يا أيها الذين آمنوا اضخون مطلاء عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروا وكان الله بما تعملون أبصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم لا من فوق يعني من السماء ومن أسفل تحت الماء يعني بالنسبة المدينة منهم جاءوا من هنا جاءوا من هنا من فوق وهكذا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر تظنون وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا عاجب وما هي إلا خمسة وعشر الليلة وإذا بريح ما هي الصبع لا الضبور قال صلى الله سلم ألكت عاد بالضبور ونصرت بالصبع ريح شمالية شرقية هذا ريح لو شاهدتم مراء لا تسأل أول أيام الليالي برد لا حد له كأنكم في أوروبا الناس يفتعدون أيام الشرطة وإذا بهذا ريح والله تقتلع الخيمة الخيام تقتلع وتضرب القدور في اللحم ورز للجيوش الغازية ينقلب القدع تقلبه ريح فما إذن لين أحد 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 العصر إلا في بني قويضة فلبسوا دوعهم وحملوا سلاحهم إلى بني قويضة بحكم الله من فوق سبع سمارات أن يقتل الرجال ويسبى النساء والأطفال لأنهم راضوا بحكمه ووافقوا فلما حكم سعد قال رسول قد حكمت بحكم الله من فوق سبع سمارات إذن فجمع رجال مكللين مسلسلين هنا في المناخة في طرف المسجد ممكن وحفر أطلام حفر والسيف اقطع راس ويدخل لا إهان لا سب لا شتم لا 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 تطهير فقط وكانوا قرابة السبع مئات رجل والرجاء والنساء والأطفال وزعوا على المؤمنين وما هي إلا أيام دخلوا فيه رحمة الله وأصبحوا مسلمين هل عرف المسلمون هذا ما عرفوا أبدا إلى الآن في غضب كيف تتم مفاوضات وكيف يرضى بها لتفضلوا ما نستطيع عجائب التاريخ قلنا لهم يا هؤلاء ما هي قضية تراب أرض فلسطين قضية أن يدخل البشر في دين الله ما هي قضية تراب هذه الأرض ما نعطيع نحن ما نحن مطالبون بأن نغز وأوروب وأمريكا والصين اليابان وندخل الناس في رحمة الله ما قضية هذه أرض ما نعطيها لليهود أرض أي قيم للأرض والتراب الطين لكن هذا كلام ما يفهمون وما عرفوا بعد الجلس هذا المجلس وتعلموا ما يعرفوا والشاهد عندنا وما يكفر بها إلا الفاسقون احذر يا عبد الله الفسق واحذر يا أمة الله الفسق ما الفسق يا شيخ الفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله بترك الواجب وفعل الحرام فمن أخذ يترك الواجبات ويتخلى عنها واحد بعد واحد وانغمس في المعاصي يرتكبها معصية معصية سيأتي يوم يكفر بالله ولقائه لا بآياتي فقط درس عجيب وإلى من قال هذه الكلمة وما يكفر بها إلا الفاسقون ما قال إلا اليهود إلا بن فلان لا إلا الفاسقون ليحذر من الفسق ويبين نتائجه إن الفاسق يوم بعدهم يعمى البصيرة ما يصبح يعرف شيئا يكذب الله ورسوله وبآياته ثم قال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ما يجمعون على نقضه لابد فريق ينقض ويسكتون وهذا الذي يحصل ثم قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول عظيم شان رسول جليل القدر رسول فوق الرسل رسول إمام الرسل ما رسول عادي في الإمكان ما يبالون به أو ما يصدقونه ولما جاءهم رسول هذا التنكير في لغة العرب يدل على التعظيم رسول من هذا رسول يحيى لا هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالفعل وإلىنا يا أيها رسول إن أرسلناك كافة للناس وما أرسلناك إلى كافة الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهو إلى اليهود والنصر والبوذ والمشركين والمجهوس وكل الملل والنحل هو رسول الله إليهم وتريدون دليلا أو برهنة من يوم أن توفي الرسول من 1414 أو 1406 سنوات هل جاء رسول أو نبي في الأرض كلها كيف ما يجي لأن الله أعلم أنه خاتم النبوات بهذه النبوة ختم رسالة بهذه رسالة فلهذا ما جاء رسول هذه وحدها تجعل العاقل يشهد أن محمد رسول الله ما كانت البشرية تمضي عليها السنون وعشرات الأعوام وليس فيها نبي ولا رسول لابد من نبي ينبئها ويخبرها لأنها خلقت لتعبد الله وتذكره وتشكره فلابد إذن ما من أمة إلا وخلا فيها نبيه وحلب بالله إذن ولما جاء مصول من عند الله مصدق لما معهم ما الذي حصل نبذ فريق من نؤوت الكتاب كتاب الله وعضوه كتاب الله هنا التوراة الإنجيل إذ فيهما والله رب العالمين لفيهما نعوث رسول وصفاته وشياته واضحة كالشمس حتى المكان الذي يخرج منه بين جبال فارانا حتى المدينة طيبة بلد كذا تسمى يثرب أو السبخة فيها كذا نعوث كل من يفتعينه يا رب العسول ومع هذا عام عاما كاملا وأنكر نكرانا كاملا ثم هذا الرسول مصدق لما معهم لو جاء بدين يتناقض مع دينهم لا قالوا ما نقبل هذا هذا جاء ليحاوم علينا ما أحرم الله أو ليحلنا ما حرم الله أو يأمون بما لا نطيق هذا ليس بدين الله قد يكونوا معذورين لكن جاءهم والله بما عندهم كل الأديان قامت على لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وبيّن رسوله الذي أرسله كل الأديان مجمع لهذا كل الأديان تعرف أنه لا بد من لقاء لله عز وجل وأنه لا بد من الجزاء على الكسب الدنيوي وأنه عالم شقا وعالم سعادة لا بد منهما وأن الظلم حرام والخبط حرام والسرق حرام والرب حرام وكل المحرمات عندنا محرمة في الكتب لأنها ظارة بالناس لا يحرم الله إلا ما يضر بالناس أعطني حرام لا يضر والله ما تجد إذن مصدق لما ما في تناقض ولا منافات ولا مضاد لما ما يقبلونه قال نبذه تعرفون النبذ ارمي ارمي لا تلتفت إلى هذا ارمي واضحك نبذه فريق كبير منهم من هذا الفريق عارب تموه من هذا رواسع المستقلون للشعب اليهودي الذين يعيشون على حسابه هم الذين يفوضون الحق نبذوا فريق منهم كأنهم لا يعلم نبذوا وراء ظهورهم بعض البهاليل يقولون لأبي عبد الله وأبو يوسف أبو سالم كيف تجعلون القرآن وظهوركم يأتون يشتكون إلي يقول الله يقول نبذوا وراء ظهورهم كيف تجعل القرآن وظهرك شعل وظهرهم معناه ما عمل به لأنهم وضعوا ظهورهم ما الفائد أن يضعوا ظهورهم معناه ما يلتفتون إليه ولا يقبلون عليه من وراء فإخواننا مضطرين يتكئ لكبار سني على العمود والمصاح في دولاب قالوا ما تعطي ضعرك الله يقول لنبذوا أظهورهم هذا السوء فهم ولا غاية العلم هذا فهم فنبذوه وراغوه من كأنهم لا يعلمون شيء لا صفة للرسول ولا نعت ولا لإسلام ولا لأمة الإسلام ولا ولا مع النعوت حتى للأمة موجودة والصفات إذن وماذا فعلوا إذا تركوا التوراة لأنها تتفق مع القرآن وتمشي معه ماذا لاجأوا إلى السحر والضاقين لاجأوا إلى السحر وهذا السحر في درس آخر إن شاء الله الشياطين ماذا فعلت فعلت أنها كاتبت كتابا شياطين الإنس مع شياطين الجن على عهد سليمان ودفنوا دسوا تحت السرير بواسط آصف لما مات سليمان خرجوا الكتاب وصاحوا في الأمة انظروا كان سليمان يحكمكم بهذا الكتاب بالسحر فسليمان ما هو نبي ولا رسول سحر ولهذا استخدم الإنس والجن وتحكم في العالمين بالسحر وهذا كلام سيأتي الحديث عنه إن شاء الله إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقى وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء وهذه الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفى سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السعر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لو في الآخرة مقلاق نبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكر واتبعوا ماتت الشياطين على ملك سليمان هذا كلام الله جل جلال وعظم سلطانه هذا إخبار الله عز وجل عن بني إسرائيل عن اليهود والسياق فيهم من قبل ومن بعد يقول تعالى واتبعوا أي واتبع اليهود من بني إسرائيل ماتت الشياطين وقد سبق أن عرفنا أنهم لما وجدوا التوراة لا تتصادم مع القرآن بل وجدوها متفق معه في أصول الدين في إثبات النبوة والتوحيد والبعث والجزاء فلما وجدوها متفق مع القرآن أرموها وراء ظهورهم أي تخلوا عنها ما أصبحوا يحتجون بها ولا ينقلون منها لأنهم وجدوها مثل القرآن هم كانوا يعتزون بها ويجادلون ويتكلمون ويقولون أنحن أول كتاب وأول علم ولسنا في حاجة إلى العلم هذا ولا إلى صاحبه كما تقدم لكن لما وجدوا التوراة تتثق تمام الاتفاق مع القرآن الكريم في أصول الدين إذن تركوا ومعنى نبذوها وعضوهم خلوا وعاهم ولا يقبلون عليها لا بالقراءة ولا بالأخذ منها والاحتجاج بها لأنها تمشي مع القرآن إذ القرآن كلام الله والتوراة كلام الله فماذا يفعلون بعد اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان ما هذا الذي اتبعوه تقول الأخبار السليمة الصحيحة أن سليمان عليه السلام لما حصل ذلك الحادث عندما ترك إن شاء الله وغفل تلك الغفلة في تلك الأثناء شياطين الجن ومردتهم استغلوا تلك الفرصة فاجتمعوا وكتبوا كتابا يحمل أصول السحر ومبادئ وآثار وكان كاتب سليمان عليه السلام وآصف بن باب أخي فاستطاعوا أن بواسطة أن يدسوا تحت كرسي سليمان ولما توفي سليمان عليه السلام استخرجوا ذلك كتاب وأشاعوا في عالم الجن والإنس أن سليمان عليه السلام كان ساحرا وكان يحكم الإنس والجن ويتصرف ذلك التصرف العظيم بواسطة السحر فأبعدوا عن الناس والجن أن سليمان كان نبيا رسولا وكان يسود الناس بقدرة الله وتوفيقه وعونه وتسخيره حتى إن الله صخر له الجن وصخر له الريع وكلام الله شاهد ولقد آت ناس سليمان وداود علما الآيات من صورة سبع من الشياطين من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك إذن فهذا الكتاب وسعوا وشرحوه وأضاف إليه وأصبح اليهود ساحرة العالم فاسمع قول الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن سليمان لم يكن نبيا ولا رسوله كيف تذكره مع المرسلين وإنما كان ساحرة يحكم الإنس والجن بالسهب فأبطل الله هذه الدعوة بقوله واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان نفى الله تعالى عن نبيه ورسوله سليمان الكفا هل يبقى لأحد يتكلم وما كفر سليمان بل وأحد المرسلين الثلاثمائة والأربعة عشر ووالده كذلك ولقد آتنا داود وسليمان علم وقال الحمد لله فضلنا على كثير عباده المؤمنين إذن فانظر كيف كفر اليهود بتكفيه نبي الله ورسول الله نحن عندنا قاعد عام من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان الذي قال صدق فيما قال والمقول فيه حقا كافر نجع أما إذا كفر مومنا غير كافر فقد كفر فكيف بالذي يكفر أنبياء الله ورسوله هذا الذي جاء به الكتاب والسنة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد الله إذا فكيف بالذين يكفرون أنبياء الله ورسوله كالذين يكفرون أولياء الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله ونضر إليه أن نكفر مومنا أو مومنا والكفر يكون بإنكار وتكذيب الله بإنكار وتكذيب رسول الله بجحود ما شرع الله وما قنن لعباده أما مجرد معصية حتى ولو كانت قتل نفسه فصاحبها لا يكفر ولا يكفر إذن الكفر لا بد من استباحة ما حرم الله وعدم اعتقاد أن هذا حرمه الله إذن فقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن كفر اليهود الذين كفروا سليمان ثم قال تعالى ولكن أن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب العراق هاروت وماروت هنا هذه القصة علماء هذه الأمة المعتبرون ما أنكرواها ولا داعي لإنكارها ولا كذبوها وقالوا بها إلا أنها لم ترفع إلى الحظرة النبوية ولم يثبت فيها كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعد بين الأصحاك ابن عمر رضي الله عنهما وفلان وفلان وابن عباس وأغلب الظن يقول أهل العلم أنهم رووها عن كعب الأحبار أحد علماء بن صير أجل الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام فيكون هذا مأثورا منقولا عنهم ولا غرابة ما هذه الحادثة التاريخية تقول إن الملائكة عليهم السلام تعجبوا من بني آدم كيف يفجرون كيف يكذبون كيف يقتلوا بعضهم بعضا كيف كيف لما يشاهدون ما يجري بين الناس من السوء والشر والباطل تحدثوا فيما بينهم وتعجبوا فقال لهم رب تبارك وتعالى أنتم تتعجبون من بني آدم وكيف يخرجون عن طاعة ربهم ويفسقون عن أمره فهيا اختاروا اثنين منكم ونغرز فيهم غرائز بني آدم ونطبعهم بطابع البشرية وننزلهم إلى الأرض ويعيشون كما يعيش بني آدم وانظروا هل يعصون الله ويخجون عن أمره وإلى لا قالوا يا حبلة فاختاروا ملكين هما هاروت وماروت ونزلا إلى الأرض وما هي إلا أيام أو أعوام حتى نغامز هذا هذا زنى وهذا كذب وهذا ارتكبوك باير النور إذن فخيرهم الله عز وجل بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إن شئتما أن تبقى هنا هكذا في هذه الحياة ولا تعذباني فالدهر الآخرة وإن شئتما جازيتكما تقول الرواية فرضيا بالبقى وأخذا يعلمان السحر بأرض بابل من العراق يلهمان إلهام وليس بوحي من الله فإذا جاءهم من يريد أن يتعلم السحر ينصح له فيقولان لا تكفر فإن الذي يتعاط السحر ويعمل به يخرج من ملة الإسلام ويكفر تماما ويصبح في عداد الكابرين فإن أصر على أن يتعلم ليتخرج ساحرا يأكل بالسحر ويشرب أعلم أو أو وكلوه إلى شيطان مارد يعلمه ما به ينمسخ وما يصبح في قلبه ذر من إيمان ينمسخ إلى الآية الكريمة إذ قال تعالى وما كفر سليمان بل كفر من كفر اليهود ولكن الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وما وما هناك حاجة إلى أن تقول ما نافي وما أنزل على الملكين فالحادث ثابت ما تنفى بهذه الميم أبدا هذا موصول هو الذي أنزل على الملكين لكن ليس إنزال وحي وإنما إلهام كما أوجد الله السم في العقرب والأفعى أوجد فيهم هذا الفهم وأصبح يعلمونه الناس وما أنزل على الملكين الموجودين بباب وباب عرفتموها مما سبق بلاد بأرض العراق ودخل همناس وعرفوها من أهل المجلس وهي ديار الخليل وآبائه عليه السلام لكن هو هاجر منها إلى أرض الشام بباب هكذا هاروت وماروت ثم قال تعالى وما يعلمان من أحد ذكرا أو أنثى إنسيا أو جنيا لأن رفض أحد نكر في سياق النفي تعم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنا انتبه يا هذا تفطل لموقفك أنت مقدم على بلى نحن لسنا بوصل الله أو معلم الهدى والخير لا نحن فتنا فلا تكفر من هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الذي يتعاط السحر يكفر به من أخذ يتعلم السحر ويعمل به ويسحر به قد كفر ولعله ما يصل إلى مستوى يستطيع أن يفرق به بين المرء وزوجه أو يستطيع أن يقتل به أو يفقد الرجل عقله وقلبه لن يصل إلى هذا إلا بعد أن يتعاطى من المكثرات ما يمسح قلبه من الإيمان وإن كان هناك ساحر يأتي ويقول لنا أنا مؤمن أنا كذا أقوم الليل ولكن ني أسحر وأستطيع أن فرق بين كذا وكذا ما يستطيع لأن حد الساحر ضرب بالسيف ولهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمامنا في مدينة الرسول يرى أن الساحر يقتل حيث بان سحره إذا ظهر عنه السحر وعلم يقتل ولا يستتاب ولا تقبل له توبة لأن الحكم الشرعي أن الشخص إذا كفر ارتد يهوديا أو نصرانيا أو سب الله أو رسول أو كذب الله أو رسول ارتد ما يقتل على الفر الحكم الشرعي أن يستتاب ثلاثة أيام يدخل السجن وإلى الحبس ويعرض عليه التوبة ثلاث أيام فإن تاب تاب الله عليه وخرج وإن أصر على معتقده الباطل وعلى إرادته الكافرة وارتد يقتل كفرا لا حد ومصير مصير كل كافر وكافرة إلا الساحر لمن مالك يقول ما يستتاب لي ما قال لأنه يعمل في الخفا يقول أنا تاير وهل رأينا رجل يسحر ما أستحف الظلام في الخفا فلهذا لا معنى لتوبته نستتيب قلت ابنا إلى الله لن نعود إلى هذا الإثم أبدا ويخرج من السجن وأيذا به يثير الفتن والجمهور أكثر علماء الأمة على أن الساحر إذا قتل بسحر يقتل إذا أفسد عضوا أصاب إنسانا بالشلل بفقد بصره يقتل فإذا لم يقتل ولم يصب ما هو كالقتل في الدية هذا يعز ولا يقتل هذا الذي عليه جمه أهل الملة الإسلامية إذن فقوله تعالى وما يعلمان من أحد عن هاروت وماروت حتى يقول ناصحين لا تكفو يا عبد الله من هنا من شك في أن تعاطي السحر كفر فقد كذب الله في هذا كلام من شك في أن من يتعاطى السحر ويعمل به ويصنعه وينشه بين الناس كاليهود فقد كذب الله وكفر فالسحر كاذر هو العجيب أن السحر شائع الآن بين المسلمين في الشرق والهرب ولا عجب أما شاعة السرق والزناء والرباء والكذب والخيان وعقوق الوالدين وبيع المحرمات موجودة فالسحر أيضا من جملتها وعلة ذلك كما علمتم أنها الجهل عدم البصير انقفاء نور الإيمان وخذوا هذه الحقيقة الإيمان نور فإذا ضعف يصبح المؤمن مريضا يرى ولا يرى يحس أحيانا ولا يحس يشع ولا يشع هنا في إمكانه من السهول عليه أن يعصي الله ورسوله أما مع العلم والبصيرة فينظر أحداث تقع في التاريخ ممكن ميات سنة أن العالم يفجر أو يرتكب كبيرا من كبائر الذنوب النور الإلهي الذي في قلبه ما يستطيع أن يفجر به الرجل الذي يمشي في الظلام ممكن يطع على حي ولا لا ممكن يطع على شوك ممكن يجلس على عذيرة لأنه لا بصير في الظلام لكن صاحب النور الذي بين يديه نور ماشي ممكن يدوس حيا تلهشه ممكن يجلس على خر وقذر الجواب لا لأنه على نور فإذا خافت النور وأصبح ساعة وساعة ساعة ما يخفت يقع في المصير ويرتكبها فلعذا نعيد القول كل الذي تشكوه البشرية هو الجهل بالله عز وجل وبما حابه ومصاققه وبما عنده لأولياء وما لديه لأعداء والله لهذا هو العلا فمن أراد أن يطهر مجتمع من الرذائل من الأوساخ والقاذرات من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب فالطريق الوحيد أن يعلمهم أن يعلمهم ماذا الكتاب والحكمة كما كان رسول الله في هذا المسجد يفعل يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فالرجل كالمرأة الصغير كالكب إذا عرف وانشرح صده ولحت أنواله ما يرتاح أبدا إلا إذا دخل في عبادة الله تضيق بها الأرض إذا نسي الله أهل فهمتم هذه أقسم بالله لا علاج لإنهاء هذه الخبايث والسرور المفاسد في الأرض إلا أن يعرف الله وتعرف محب ومكاره وما عنده وما لديه والطريق كيف قال الله قال رسوله لا علم وراء الكتاب والسنة على شرط أن يقوم بذلك ربانيون علماء يخلفون رسول الله صلى صلى وما في أمته يعلمون الكتاب والحكم ويزكون النفوس والأخلاق والأداب ويهذبون إذن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن 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 الله بهم البشرية كما فتنهم بالشياطين الله خالق كل شيء ما خلق السموم في الحيات هو خالق الأسباب والمسببات وهذا الذي يقتضيه الابتلاء في دار الابتلاء إذ ليست لدار الجزاء فلابد من وجود خير وشرف وخبث وطهر وصلاح وفساد للامتحان فلا تكفر قال تعالى فيتعلمون منهما أولئك الذين آثأوا الكفر على الإيمان والباطل على الحق والشر على الخير يتعلمون منها روت وماروت ماذا علما يفرقون به بين المرء وزوجه فيما ما قال بين المرء وزوجته عارفنا هذا لأن الرجل يصبح زوجا إذا تزوج أصبح زوج والمرأة على انفرادها مرأة متى تصبح زوجا إذا تزوجت إذا قرنت مع آخر فهم زوجان والقاموس يقول أريد زوجه كم خطبنا لك يا بني زوجوه يرحمكم الله إذا جاء خادم الحرمين حفظه الله وزار المدينة نرفع كفنا داعين تباك ونذكر في الدعاء أن يزوجك يعطيك التابعية ويختار لك زوجه أبشه مات قطول العام هكذا علة ما عنده بطاقة تعريف لا إقامة ولا تابعية بوهلول وإلا الأزواج موجودات بالعشرات قال يقول أبو عبد عزيز دعنا من هذا وانتقل نعم سمعا وطاعا وإنما لا تنسى أننا نروح على السامعين أحيانا على عمر إذن قال فيتعلمون منهما ما لا ما أي شيئا يفرقون به بين الماء وزوجه ألا وإنه السعر ألا والله إنه السعر ثم قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أرد الأمر له نعم الله الذي خلق السم ولا لا والعقب تقتل والأفعى تقتل وإذا شع الله أن السم لا يقتل ما يقتل كم وكم من لدي ملسوع ما مات وكم من من لدغ فمات الله الذي خلق النار تحرق ولا لا تحرق سنة الله والله ما حرقت باطل مفعولها لأن الله قال لها يا نار قالت لبيك وسعديك قال كوني بردا وسلام على إبراهيم فبادت ولم تبرد برود قاتلك الثلج بل بادت بردا سالما وسليما آل حديد يقطع وإلى لا هات نجرب في النعجة ولا في البقاء ما نتمنى نذبح والإنسان ما يذبح كم آلاف ذبح ولما ولما أخذ إبراهيم مدياه ووضع على عنق ابنه إسماعيل ما قطعت والله ما قطعت كالعصا وفديناه بذبح عظيم إذن وما هم بظارين به من أحد مطلق إلا بيمن لك إذا كتب الله في كتاب المقادر أن فلانا يسحى ويتقلب قلبه عن زوجه ويصبح يبغضها ولا يحبها ويطلب البعد منها هذا كان بتدبير الله قضى الله وقضىه وقد يكتب كذلك أنه يأتي إلى فلان ويعلمه ووقيا وتعوذات يتعوذ بها ويشفى ويضرى ويعود كما كان كالمريض يا مرض يمرضه الله جل جلال وقضى الله ثم لما يتم وعده الله يشفي بحبة أسبرين أو بكاس أسر أو ليس كذلك أو بكيم النار هذا تدبير الله في دار الابتلاء لأن هذه الحياة ما هي خالدة ما هي باقية فقط دار ابتلاء فمنهم من ينجو ويكمل ويسعد ومنهم من يهبط ويخصر نهائيا وما هم بظارين به من أحد إلا بإذن الله أي إذا أذن الله كان الظرر ما أذن يسحر يسحر يعطي يسقي ما ينفع ولا تتألموا فهذا نبي الله ورسول ومصطفى صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وهذا شاهد الجمهور أن الرسول ما أمر بقتله أمر بقتله من لبيد ما أمر بقتله لأنه ما قتل ولا كسر أعوذوا ولا أفسد من الرسول شيئا إلا أنه يومين ثلاثة يخيل الرسول أشياء ما قالها أو قالها وما هي إلا ثلاثة أيام أو أقل وإذا بأصورة الفلق تنزل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذها وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شريحات الحسن فتلاها ثلاثة مرات فزال كل داك الذي كان في ذهنه والحمد لله ما تعوذ متعوذ بمثل صورة الفلق في هذا الباب إذن فلبيد بن معصم اليهود ما قتل أبيع دروان يا أبا عبد الذي استعرفوه الذي ألقي فيه السحر ما كان موجود قبل ثلاثة سنة موجود إذن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الذين يذهبون إلى السحر في تل أبيب ليسوا في تل أبيب موجودين في بلاد العرب أيضا اليهود موجودون في كثير من بلاد المسلمين وما زلوا إلى الآن يعلمون السحر ويحذقون أيضا تعليمهم حتى قلت غير ما مر أخشى أن يكون كثير من المسؤولين في العالم الإسلامي قد سحرون فلهذا مسؤولون يسوسون أمة إسلامية لا يتكلمون عن الإسلام أبدا أبدا كالمسحور لو يزول عنه هذا كيف هو مسلم يحكم أمة مسلمة ما يتكلم مها للإسلام ولا يتداول كلام معه كيف نعمل كيف نعمل لا شيء كما يسحى رجل عن امرأته يبعد هذا أو لا يبعد لأننا مختلطون معهم إذا ما اختلطنا في البلاد اختلطنا في الخارج في الفنادق وفي الجمعيات والمنظمات اليارود برزوا في هذا الباب عليهم لعائن الله إذن ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عرفنا أن الساحر كافر خارج من الملع فما يتعلم ينفعه قد يبدو أنه نفعه بأخذ ريالة وعشر مليون لكن هذا هو النفع الحقيقي كل الناس يأكلون ويشربون ويلبسون ماذا امتاز بما امتاز عنهم ولكن كما أخبر الحق عز وجل يتعلمون الذي يضرهم لا الذي ينفعهم ثم قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا عرفوا فهموا من طريق التوراة والقرآن والإنجيل هذا الخطاب لليهود ولقد علموا لمن اشتراه ما لو في الآخرة من خلاق الذي يشتري هذا العلم ويصهر على تعلمه وينتقل من كلية إلى كلية أو من سرداب إلى سرداب كذب ما يتعلمون هذا أضنف الكليات علنا يتعلمونه في الخفاء لمن اشتراه وطلبه ودفى الثمن له ما لو في الآخرة من نصيب قط الخلاق بمعنى النصيب ما له من حظ ولا نصيب يوم القيامة آيس من رحمة الله أسألكم بالله لو أن أهل القرآن عندنا والمدن في العالم الإسلامي درسوا هذه الآيات دراستنا هذه أسمعهم يتعاطون السحر والله ما يتعاطرون لكن ما علموا ما عرفوا وجدوا من يسهر لهم القضية ويخفف آلام عنهم إذن فوقعوا في السحر الذي هو الكفر وهم لا يشعرون أكثرهم ما يفهم أنه كافر أبدا ويصلي ويصوم ولقد علم بنو إسرائيل علم اليهود وعلمنا نحن الآن لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلقه لا حظ له ولا نصيب في دار السلام الجنة دار الأبرار لأنه كافر شر القفر ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم قبوحا هذا الثمن الذي باعوا به أنفسهم شرى بمعنى باعا ولبئس ما شروا به أنفسهم باعا رخيص الشياطين لتصبح في النار ومع أهل النار ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هنا لو كانوا يعلمون فمن هنا الذين يتعاطون السحر من اليهود وغير اليهود والله لو كانوا يعلمون ما وقعوا في هذه الفتنة ولا تورطوا في هذه المحنة أبدا ومن هنا نعود إلى ما قلنا هيا نعلم بدون علم لا تطمئن إلى أن ابنك أو مراتك أو أمك أو أباك يشتقيم على منهج الله لا ريا لا نفاق لا كذب لا ظلم لا سحر لا باطل وهو جاهل هياة هياة لا يمكن ومن أراد أن يتأكد كما نقول يسأل المسؤولين في أي بلد عن المجرمين بالقتل والجرائم وهل يتجد بينهم عالما ربانيا والله ما تجد وإن وجدت في خمسين سنة الشواذ لا حكم لهم يا قام ولن تجد من الجرائم والمبقات والملكات المعتكبة لن تجد فاعليها إلا جهلا وإن صام وصلوا وهذه الآية نص قطعي قال لو كانوا يعلمون فهيا نتعلم كيف نتعلم ما الطريق يا شيخ كيف نتعلم المدارس والحمد لله ابتدائية متوسطة فهيا جامعات من أندونيس إلى مريطانيا هذا العلم كله ما يكفي وتطالبنا بأن نتعلم هذا هو لسان الحال وإن لا ونحن نقول هذه المدارس ما أسست من أجل أن يعبد الله وحده ما أسست من أجل التهذيب للآداب والأخلاق ما أسست لأجل تطهيم النفوس وتزكية الأرواح أسست للمادة حتى ولو كان الذي اقترح المدرسة ربانيا صالحا فنحن لما جئنا بأولادنا ما جئنا بهم ليتعلموا كيف يعبدون الله جئنا بهم ليتعلموا كيف يتوظفون في من يؤد علي من الأبناء يبعث ابنه تعلم تعلم حتى تصبح كذا وكذا وتساهن وقلن هذا في الذكور لا بأس خالهم يطلبوا الدنيا لكن والبنات المسكينات يأتي ببنته يبعث بها المدرسة تعلمي لتتعلم الحياة والآداب والأخلاق والاحتشام ولتعرف لا 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 تعلمي لتكون كذا وكذا لتتوظف وظيفا هل عرفتم أين آثار العلم أيوجد زنا وفجور وإلى لا وحشيش وخمور وإلى لا سفك الدماء والجرائم وإلى لا إذن أين آثار العلم لأن العلم ما أريد به وجه الله وعرفوا هذا وفهموه وسوف تعلمون يوم القيامة ومن احتج علينا بقول الفقيه المالك يا راضي تعلمنا العلم لغير الله فآباء يكون إلا لله يا علماء سمعتم هذا الخبر ولا لا أحد العلماء الفطاح الأجل من علماء الأندلس قال طلبنا العلم لغير الله فآباء يكون إلا لله هذا يتناقض مع ما قلته أنا الآن فالله والباطن والله ما تناقض لأن الذي تعلم حقا علما عاف به الله عز وجل وجلال وكماله ومحاب ومصاخطه وأصبح عالما حقا والله لن يكون علمه إلا الله لكن هذه العلوم التي نتعلمها المادية ما تتجاوز معرفة كذا للحصول على الوظيفة يتخرج كل عام في العالم الإسلامي خمس ملايين خريج والله لن تجد فيهم إلا نسبة واحدة واثنين في المعام والباقون ما تخرجوا لله الوظيفة لأن هذا العلم ما هو وافي ما هو كافي والذي جعله لا يكفي ولا يفي لأن الامتحانات والشهادات عرفتم يدخل الأستاذ يعلم يصف جهده في المادة التي يدرزها فقط والطلاب عقوله منصبة على تلك المادة كيف ينجحون فقط قل من يريد أن يعبد الله أو يتخلق بالإسلام وآدى بالإسلام أهل فهمتم هذا الكلام وإلى لا إذن من طلب العلم لله لو طلبه لغير الله وعلم لأصبح العلم يدعوه إلى الله لكن إذا كان العلم فتاة جزئيات وإن أردتم أن تعرفوا والله لو يأتي عالم من أولئك العلماء الذين نعنيهم ما صح لأن أجلس إليكم وأحددهم فهمتم وإلى لا أعيد القول وإلى لا وكررته لو يظهر عالم من أولئك العلماء ما يستطيع مثل أن يجلس في مسجد رسول الله ويتكلم عن الله هذا يدلكم على أن العلم الآن علم سطحي ماه عميق في النفوس ما أطلع فيها فلهذا الخريج همه الوظيفة والعمل الدنيوي لا أن يبيه تتململ يبكي بني أدي الله أما قال تعالى لو كانوا يعلمون آه لو علموا ما اشتروا بإيمانهم الكفراء ولا اشتروا جهنم وعذابها بأوساخ الدنيا وآثارها ما ألموا وإن كانوا يقرؤون يكتبون يخطبون ما ينفع هذا ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا هذا عرض الله على عبادي ولو أنهم آمنوا اليهود قالوا مؤمنون هذا هو الإيمان الإيمان شيء آخر آمنوا صدقوا بوجود الله وبعلمه وحكمته وقدرته وعرفوا أنهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء يصخرهم كما يشاء فذلوا له وانكسروا بين يديه وأصبحوا لا ينظر أحدهم إلا بإذن ربه لا يتكلم كلمة إلا بإذن مولاه لا يأكل لقم إلا بإذن مولاه لا يتحرك لا يذهب ولا يجيه إلا في نطاق إذن ربه لو لأنه عبده هذا هو الإيمان أما دعوت أنا مؤمن ما تنفع هذه أبدا مؤمنون بيوم القيامة والبعث والجزاء وبكتب الله والله يقول لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقآن العظيم بما جاء به موسى وإيساء والأنبياء عليه السلام لو آمنوا واتقوا أيضا ما معنى واتقوا اتقوا مساخط الله اتقوا أي موقف يقف العبد فيغضب الرب يبعد عنه اتقوا جعلوا بين مساخط الله وأنفسهم وقايا وهي بالسمع والطاعة بفعل ما أمر الله به وترك مانا الله عنه يا عباد الله بما يتقى الجبار ذو الجلال والأكرام الذي يقبل السماوات بيده والأرض في يده هذا الذي يقول الشيكون فيكون هذا الذي خلق الموت وخلق الحياة ورفع الكون وأوجده كيف يتقى إذا غضب بما نتقي بالحصون والأسوار بالجيوش الجراء بما نتقي ما يقين هذا شيئا أبدا وإنما نتقي بالإسلام له أعطي قلبك ووجهك أعطي قلبك ووجهك أسم له أعز ما تملك أنا وهو القلب والوجه قلبك لا يتقلب دائما إلا في مرضاته ووجهك لا ينظ إلا إليه ولا يتفت إلى غيره ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن بما يتقى الله يا عباد الله بالإسلام أي إسلام هذا إسلام القلب والوجه كما قلت لكم لا تنظوا إلا بإذني قال ما تنظوا غمض عينيك لا تأكل إلا ما أذلك أن تأكل لا تلبس إلا ما أذلك أن تلبس وهكذا وبهذا يتقوا الله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبا المثوبة من الثواب عطية جائزة يكموا الله بها مثوبة من عند الله أما مثوبة فلان وفلان مئة ألف ريال مليون ما تكفي ما تنفع المثوبة العطية إذا كانت من الله لا مثوبة من عند الله ما هي مثوبة الله دار السلام الجنة يا عباد الرحمن أين الجنة هذه يا شيخ بستان في جبل في جبل أين الجنة الجنة قد ارتادها أبو القاسم أعظم رائد عافة الدنيا والبشرية ارتادها ووطع أرضها والله بقدميه ورآحورها وقصورا وأنهارها وما يجري فيها من ذلك الكمال المعد لأولياء الله فقط فوق السبع الطباق السمال الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسالسة والسابعة فوق السابعة دار السلام والمسافة بسيطة مسافة سبعلاف وخمسينيات عام للطائرة تصل إليها الله أكبر من بيت أمهاني من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في لحظات إلى أهل جنة دار السلام وجاء يصفها كما وصفها خالقها جل جلال وعظم سبحانه هذه المثوبة التي عند الله ما هي مرأة ولا كرسي ولا رضيظة هذا ابتلاء المثوبة الجنة عند الله خير لو كانوا يا نمون عرفنا العلم وإلى لا هيا نتعلم طريق العلم ما يفوتني هنا إذا أردنا في الشرق أو الغرب نلزم المواطنين والمواطنات كل ليلة في مسجد الحي أو القرية الجامعة طول العام ننفض أيديانا ونغسل فيها بنا نتوضى ونأتي بيت الرب كل ليلة لا يتخلف إلا مريض أو ماء مريض أو نفساء والنسوارا ورجال أمام ونتعلم الكتاب والحكمة بكل هدوء وسكينة واستقرار يوما بعد يوم يمضي العام العشر ما يبقى جاهل في القرية ولا في الحي ولا جاهلة وينتهي الخبث والشر والفساد والظلم والطغيان ونصبح كالكواكب السماء يرهبنا الإنس والجن بسهولة قالوا ما نستطيع هذا إذن ابقوا على ما أنتم عليه والحكم لله إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقى وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نشتعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيا سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتداب هدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم أعيد بالأبناء والأخوان إلى درس الأمس إذ فاتني أن أذكر لهم فائدة يعالج بها السحر نجان الله وإياكم منه فقد ذكر السلف أن من أصيب بالسحر يأتي بسبع ورقات خضر من شجر السدر وشجر السدر موجود في بلاد العالم ويدقها بين حجرين ثم يضعها في ماء ويقر عليه آية الكرسي هو من الخير أن تكون القراءة ثلاث مرات أو سبع كعهدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ثلاثة وأحيانا سبعة ثم يحسو منا ثلاثة حسيات وما بقي يغسل به جسمه مع تعلق قلبه بالرب عز وجل إذ لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه وهو الذي خلق الدى والدواء فلابد من تعلق قلب بالله وما هذا إلا سبب عرفه السلف وأذنوا فيه يعمله المؤمن ورجاء أن يشفيه الله من هذا الألم واضطار عليه بواسطة السحر عليهم لعائن الله أما هذا النداء الإلهي الجليل العظيم يا أيها الذين آمنوا المفروض أن نقول بألسنتنا بقلوبنا لبيك اللهم لبيك نادانا بعنوان الإيمان هل تعرفون أن المؤمن حي يسمع ويبصر يعقل ويفهم ويقوى على العمل ويقدر على الترك لوجود الحياة الكاملة فيه من أين اكتسب هذه الحياة من الإيمان بالله من معرفة الله أصبح حيا متهيئ لأن تأموه فيأتمر ولأن تناف ينتهي لكامل حياته أما الكافر فهو ميت لا يسمع نداء المعروف والخير ولا ينهض بعمل استحبه الله أو انتدب إليه أو أجبه على عباده ولا يتخلى أيضا عن فعل كائره الله وأبغضه وأبغض أهله وذلك لفقدانه الحياة ومن تساءل يريد برهنة أو تدليل فالجواب هو أن أهل الذمة الذين يعيشون في ديارنا الإسلامية من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم أهل نكلفهم بالصلاة الجواب لا هل نأمرهم بالصيام الجواب لا لما أموات أتكلف ميتا أتعمر ميتا وتناه هذا من غير المعقول يوم ما تنفخ فيه الروح ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ثم من تلك الساعة قل له اغتسل فإنه يغتسل من جناباته طاهر ثيابك يطاهر اشهد صلاة ربك في بيتي اشهدها أصبح قادم على أن يعمل غدا الصيام يصبح صائما وذلك لدخول الحياة فيه إذ الإيمان روح إذا سارت في الجسم أصبحت العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق إلى غير ذلك هل عرفتم هذا السر يا أيها الذين آمنوا نادانا لأي شيء هل ينادين لغير شيء تعالى الله عن الله والله ينادين إما ليأمرنا أو لينهانا أو ليبشرنا أو لينذرنا أو ليعلمنا فحاشاه أن ينادي أولياه وعباده المؤمنين لا لغرض سامي وشريف فماذا بعد هذا النداء لا تقولوا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا هذا يا معاشر المستمرين والمستمعات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين رجاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ليمنهاهم عن هذه الكلمة وهي راعنا واستبدلها بأخرى بمعناها وهي أنظرنا سبب هذا أن بني بني عمنا وبالأمس كنا معهم هؤلاء استغلوا فرصة سنحت لهم يتمكنون بواسطتها من أذية رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنهم حاسدان ما كراء ما هذه الفرصة سمعوا بعض المؤمنين يقول وراعنا يا رسول الله لما يكلمهم ويلقي الحكم بينهم بعضهم يكون قد سهى غفل يطالب الرسول أن يتماهل في إلقاء كلامه حتى يسمعن ويفهم فيقول راعنا يا رسول الله في كلامك حتى نحفظ ونفهم أراعنا باللغة العبرية فيها معنى الازدراء والتهكم والسخرية في لغتهم إذ هي من الرعون فتراهم عليهم لعائن الله وهم في المجلس قد يتغامزون ويتضاحكون ويقول راعنا يا رسول الله وينحكون وأنتم تعرفون وعرفوا من الآن أن السخرية برسول الله كفر برا لا حظ له في الإسلام من يسخر من رسول الله أو يستهزي به أو يقول له كلمة سوء لأن مقام النبو مقام سام شريف عال وسنستعرض بإذن الله الآيات الآمرة لنا بالتأد مع رسول الله إذن فلما كانت هذه الكلمة تدل في لغتهم وعوفهم وما هم عليه في بيوتهم على السهزاء والسخرية أصبحوا يتبجحنا آعنا يا محمد إذن فنادى الله عز وجل أولياه من عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لرسولنا لنبينا راعنا هذه الكلمة من الآن لا يقولها مؤمن لرسول الله وقولوا انظنا هي معنى أمهلنا أنظنا حتى نسمع وقولوا انظنا واسمعوا يسمعون ماذا لأن بعض الغافلين من أمثالنا جالس في الحلقة وبعد يسرح هنا وهناك لما تفوتوا الكلمة يقول أنظرني أراجعني لا يحل هذا أبدا يجب أن تسمعوا لا تنصر بذينك ولا بقلبك ولا بسمعك وبعد ذلك تراجع تقول أنظرني أو أمهني واسمعوا ما يقول لكم أصول الله إذ لا يقول إلا حق لا يقول إلا آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناشر نعلام الآداب الأخلاق فيكم فكل كلمة ينبغي أن لا تضيع لأنها الحكمة إياك أن تفهم أنك تستطيع أن تأخذ كلمة من كلام الرسول لا فائدة فيها والله ما كان أليس هو الذي قال الله فيه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إذن وبالفعل ما بقي من أولئك الأصحاب من يقول راعينا يا رسول الله ولا من يقول أنظرنا بعد أن يصرح بذهني وقلبه ويفوت الفرص عليه ثم يدن يواجع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بشر وأكثر ما تعلموا هذا دخل في الإسلام نسبوع هذا من ستة أشهر ماذا ترون أنتم ومن هنا كان الله عز وجل يؤذبهم ويعذمهم إذن فلما أكثر من الأسئلة كجماعتنا تباد ألواعي البصير السؤال واحد يلقى في الحلقة يدل على حكمة على معنى سامي يكفي اللهم أحفظه وأعلمه وأعمل به لا نريد أن نسمع خمسين جواب تشاهدون هذا المعنى علته أننا فارغون لسنا مستعدين لأن نعلم فنعمل ونعلم لو كنا نشعب بهذه المسؤولية ما زيدني كلمة أخرى ما أقدر حسبي هذه القضية الآن فهمتها تبقى في نفسي وراجعها أخرج من المسجد ألقيها في أرض تنبت لأن الباق الوزاع يلقيها إلى مرأته إلى ابنه إلى جاره حتى تستقر وهكذا ننمو ننمو حتى نبلغ الكمال لكن من أدبنا نعم أما أولئك أدبهم الله فاسمع لما نزل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم أطر يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي أردتم أن تخلوا به وتتكلموا معه كل واحد يريد أن يخلوا مع رسول الله كم يكون الرسول كيف هذا الوقت نعم تحبون رسول الله وتريدون أن تدخلوا في أحشائكم وقلوبكم ولكنه فرد بشر لا يمكن أن يوجد في كل مكان وأنتم تعرفون أغبة الطلاب كل واحد يريد خمس دقائق أدبهم الله تعالوا إذا ناجيتم الرسول أي عزمتم على المناجاة قدم بين يدي مناجاتك صدقا أولا ألقي بريال في يد فقير تعال أو ضع عجون أو قنوه في المسجد من التمر وتعال تكلموا يا رسول ما إن بلغوا ماذا الخبر حتى يجفلوا أو ما يجفلون هاي ينستعمل عندنا ولا يبقى واحد يسأل فوقفوا إذن فلما تأدبوا وعرف الله عز وجل وهو العليم الحكيم أدبهم واستقامتهم ناسخ هذا الحكم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين إيدا نجواكم صدقا فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلكم خير لكم وأطهر أي هذا العمل خير وأطر فإن لم تجدوا فإن الله غفور لأنهم كلوا شحوا فأغفع الله هذا منسوخ إلى غير شيء إذن فأصبحوا يشتاقون إلى من يأتي من البادية أو من مكان بعيد يسأل حتى يستفيدوا ولما علم الله ذلك أرسل جبريل عليه السلام وهم في حلقتهم في تيكا الروضة النورانية والرسول بين أيديهم يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم وإذا بهذا رجل من طرف الحلقة يشق الصفوف اجلس اجلس أسكت حتى انتهى إلى بين يدي رسول الله فجاء الأساء بين يدي رسول الله يعلمهم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه أعطى كله للرسول قلب مشاعر وجه جسم واكرة حتى ما يقوى يلتفت وضع يديه على فخذي الرسول أو فخذيه أعطاهم سوء مثالية لتعلم العلم وتلقي الحكمة إذن وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فأجابه قال صدقت سأله عن الإيمان أجاب قال صدقت سأله عن الإحسان أجاب قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه كيف هذا معنى أنه عالم بما يقول وهو كذلك فلما سألوا عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من المسؤول ومن السائل الرسول مسؤول وجبريل سائل قال ما المسؤول أنا بأعلم من السائل ما قال ما أنا بأعلم منك يا رسول لأنه متنكرا قال أخبرني عن أماراتها وعلاماتها أو عن إماراتها بل كسر أنتم تقولون الأمارة ذاهبنا الآن للأمارة فصيح هذه اللغة خطأ إلى الإمارة وعندنا الإمارات نسميها الأمارات أمارات وإلى إمارات إمارات جبريل قال أخبرني عن أماراتها جمع أمارة والأمارة العلامة أخبرني عن أماراتها وبالفعل أخبره عن أمارة والله لقد وقعت ومشاهدة وموجودة في أوروبا في الشرق في الغرب في المدينة ما هذه الأمارة؟ قال أنت الحفاة هل عراه؟ رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ما كانوا قبل يعرفون تطاول في البنيان هذا كان أكبر عندهم طابق علوي وسفلي فقط وإلا المدن كلها وإلا المدن كلها كالفلل ما في وحد علما الثاني الآن كم عمارتكم كم طابق فيها؟ عشر إذا نخللها هذا التطاول في البنيان واقع وإلا الحفاة العرار عائل إبل أو الشاء أو البقى في العالم أصبحوا يتطاولون في البنيان علامة من علامات الساعة كالشمس ما وقعت هذه؟ والله ومن سنين الثمانمئات سنة تقريبا إذن فلما خرج قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتدون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أم دينكم فعلمهم كيف تكون الأسئلة وكيف يكون الجلوس وكيف يكون التلقي لأنه نائم متك هذا أدب هو ثاني أدب يا أيها الذين آمنوا إذا نائذا نائذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليهم هنا منعهم من أن يقدم أحدهم رأيه أو ما يراه هو الرسول موجود لا تقدموا بين يدي رسول الله بين يدي الله ورسوله لا تقدموا ماذا آراءكم وما تعلمون وما تفهمون فإذا أمر الله فإذا أمر الله افعلوا نهى الله اتركوا أمر رسول الله افعلوا نهى رسول الله وهذا إلى يوم القيامة ليس من حق إنسان مهما ارتفع أن يقدم عن آي القرآن رأيا أو يقدم عن حادث الرسول دائما وراء فإن عادمنا القرآن والسنة حينئذ أهل البصايا والنهاء والعقول الذين يعملون على الإصلاح إلى الإفساد يعملون على تزكية النفوس لا تقبيثها لهم من يشتهد ويوفقهم الله عز وجل وهذا حديث معاذ إذ بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم واليا وقاضيا اليمن سأله بما تحكم يا بلان قال بكتاب الله قال فإن لم تجد أي في الكتاب قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيه أولا قد أحاط أو ألم بالكتاب أي القرآن وأحاط وألم بالسنة فأصبح ذانه عرف مقاصد الشرع وأهداف الشريع وما تدعو وتهدف إليه وهو الإصلاح للفرد والجماع للأبدان والأرواح إذن فما وجد ما يحقق هذا هو مما أمر الله به أو أمر به رسوله فإن وجد ما ينقذ هذا فهذا باطل من وحي الشيطان إذن وأدبهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمنعهم منعا باتا أن يتكلم أحدهم مع رسول الله ويكون سؤال أعلى من صوت الرسول لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي أنت تتكلم مع رسول تسأل أو تريد أن تأخذ أو تعطيه يجب أن يكون صوتك أخضر من صوت الرسول مع أن صوت الرسول ما كصوت عامة الناس كل أدب وخلق فارل ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعضين صوتك يجب أن يكون دون صوت الرسول ولما تتكلم مع رسول لا تتكلم معه كما تتكلم مع عمر أو خالد فلان ثم قد تستطيع تتبجح تعلي صوتك تلتفيد كلا مع رسول الله طابع آخر ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض اسم أن تحبط أعمالكم تبطل كلها وأنتم لا تشعون خافوا هذا الموقف خاشية أو ما خافت أن تحبط أعمالكم وحبوط العمل بطلانه لا ثواب عليه ولا جزا فيه ثم أدبهم فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا انتبهوا إذا ناديت أخاك أو أباك قل يا عمر يا خالد يا عثمان أما الرسول يا أحمد لا والله هو اسمه أحمد في صورة الصف في الإنجيل تقول يا أحمد سويته بسير لا تقول يا محمد أنا أبدا واذكر لما ناداه الله كم النداء هل ناداه بيا محمد هذا القرآن بين أيديكم ما ناداه إلا بعنواني النبوة والرسالة يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلك مربك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسايعون في الكفر والله ما ناداه إلا بعنوان النبوة ورسالة فكان بعض العراب ياتي نادي يا محمد هذا ما معنى سلبته النبوة إن سلبته النبوة كفرت إذا تنكرت لرسالة وما قلت يا رسول الله ما معنى هذا معنى هذا أنك كافر إلا أنه ما يكفر لأنه ما يدري لكن لي من وهين عن هذا معنى ما اعترفت بنبوته وتقول يا فلان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إذا هذه الآداب التي يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرفوها ويعيش عليها فالآن لو نذهب أمام الحجر الشريف ونشاهد إخواننا كيف يسلمون على رسول لو كنا بصرا عقلا لو كنا معلمين كيف يكون السلام أريكم صورة وإلى لا أدخل على الملوك والرؤاسة كيف يأتي الزوار يسلمون عليهم الملك جالس هنا أو الرئيس السلام عليكم ويمشي السلام عليكم ويمشي السلام ويمشي السلام ويمشي حتى يسلم الألف في لحظة في دقائق مع احترام وتبجيل وإكبار تبهتم أما كيف يسلمون الناس الآن على رسول الله كوتل متضاربة هذا يسلم هذا يقرأ هذا كذا وهذا يدعو لا إله إلى الله ما عرفوا أما كان أصحاب رسول الله يسلمون عليه هل بلغكم أن أحدهم لما يأتي من مكة بعد الفتح أو يأتي من كذا السلام عليك يا رسول الله الله يأخذ في الدعاء حصل هذا والله ما حصل كيف يحصل الآن ولا فرق بين حياة رسول وموته فالأدب الذي يكون له أيام حياته يجب أن يكون له أيام موته فهل هذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض كما قلنا ما في جماعة واقفاء أن نزالسون في الصفوف يجي المرء الرجل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك أبابك صديق السلام عليك عمر الفارق ويمشي يمشي إلى بيت أو إلى المسجد يلف من جهة ثانية ما توجد هذه التكتلات وتجمعات والأدعية والكتب وكل هذا من سوء الأدب مع رسول الله قد تقول هذا حبي وهذا كذا ما ينفع سبقك من هم أحبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مليون مرة كيف كانوا يفعلون أزيدكم أيضا وانتبهوا لم يثبت في السنن ومصادرها معروفة وفي الصحاح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الحجرة ويسلمون على الرسول لم يثبت إلا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سافر وعاد يأتي الحجرة ويسلم على الرسول وسلم وما كنا نعرف ما السر في هذا حتى فتح الله علينا أجمعين وعرفنا يوجد أحد المؤمنين كل صلاة الصبح يصلي عند الباب يحمل سجادته بعد السلام ويمشي ليسلم على الرسول كل يوم ما عنده علم نحن عرفتم وإلى زادكم الله علما فتح الله علينا وبينا للناس نحن نسلم على رسول الله سلام وجها لوجه كفاحا هكذا كل ما نصلي ركعتين فقد نسلم على رسول خمسين مرة باليوم كيف لما تصلي ركعتين نافلة أو فريدة فريدة تجلس بين كل ركعتين ولا لا لما تجلس ما لا تفعل تقول التحيات لله كيف هذا أنت بين يدي الله تعالى فحي كيف تحي الله بتلك الجلسة وتقول التحيات لله جمع تحية لا توجد تحية عافة البشرية إلا لله وسبحان الله الصلاة هذه لم يعطاها سواكم جميع أجزاء الصلاة تحيات والواقع يشهد القوم المعتدل ما تعرفون كيف يقف العسكر أمام الجنرال كيف يقف لا ما هو يضحك أكذا ممكن يقف هكذا أو يتمائل يصبعه العسكري ولهذا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطاة فلهذا ما يحصل لمن يقول الله أكبر في الصلاة ومطاطع عاصوه وجهك هكذا هذه تحية آه التحية الفرنسية موجودة وإلى قم مثل هل أرأيتم نحن نحيي ربنا بكلتين يدينا ما يد واحدة إلا إذا كان مشلولا أو مقطع اليد باثنتين كيف نحيي ربنا ليس شرط أن تعمل هكذا وتقيس هذا من عمل العوام وإنما ترفع يديك استسلاما وخضوعا وانقيادا لرب عز وجل هذه تحية موجودة ولا لا أرى الركوع امتداد الصلم في استواء الظهر وأنت بين يديه ممدودا هذه تحية ولا لا حي بها البسار عظماءها السجود أفضعها وأعظمها واجهو على التراب وكفيه وركبته خضعانا لله عز وجل تحية ولا لا التشهد هذا رمز للوحدانية ولا لا أنت تتشهد وأنت تقول هكذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد المؤمنين اليمنيين جاء يطوف وهو يعمل هكذا بيديه في اثنتين فقال رسوله وحد وحد يعني خلي أصبع واحدة لأنه تشير إلى الوحدانية لا إله إلا الله فإذا عملت هكذا في اثنتين إذن كم انتبه قال وحد وحد فهذا في التشهد بمجرد ما تبدو أنت هكذا وتؤكد كلامك تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي كان يحركها يدعو بها أن يؤكد بها دعاءه ولهذا الغافلين يقولون هكذا أو هكذا إذن ها نحن تحيينا ربنا نبدأ بعد ذلك برسول الله إذ لا إله إلا الله محمد رسوله وإلا لا إذن بعد التحيات لله والصلوات والطيبات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وباقر بين يديك والله العظيم لا تصلوا فورا يا شيخ ما يحتاج للحلف الآن في بيتك تتكلم مع اليابان والصين هذا قبل هذه الأحداث والصناعات نعم كان مؤمن فقط أما الآن تشك فيها لا ما عندك عقل أمواج الأثي من خلقها من ينقلها عندنا إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إلي الله ولا أكبر تأخذ تتموج تتموج حتى تملأ الجو كله وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماو والعرض كنا كيف تملأ هذه أنت تقولها سبحان الله والحمد لله تأخذ تتموج في الهواء في الهواء في الهواء حتى تملأ الفراق ما بين السماو والعرض ما في حاجة إلى أن تذهب إلى القبر وتسلم أبدا نعم إذا جئت من بعيد شوقك وقلبك تريد أن تقف أمام قبر صلى نعم لكن كونك في المسجد كل يوم وكل ساعة هذا مالك كره لأهل المدينة ما ينبغي هذا لكن الآن عرفنا ما نحن في حاجة فقط كن واعيا كم وكم من مصلي ما يشعر أبدا أنه تكلم مع الرسول والله أحيانا أعيدها مرة ثانية وقلت لكم لما قل السلام عليك النبي وأنا غافل مع القدر مالا فيه أرجع مرة ثانية وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجل وجل وقص عليكم وقص عليكم رؤيا أيضا لا بأس لأن هذا الموقف للتعليم كنت أشعر في أيام مضت لماذا ما أسلم على الرسول في قبري كل يوم حتى أسافر أشعر بألم نفسي فرأيت الحجر النبوي في بيتنا ثبت الحجر بكامل في بيتنا ونقول سبحان الله الحجر بين يدي وأنا في هذا الشوق كيف هذا فعرفت أننا إذا سلمنا عليه في صلاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كن شاعرا حاسا واعيا فاهما أنك تسلم على رسول الله وهو بين يدي يسمع كلامك وقد قال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني هذه قالها في حياتي لا فاق بين من هو في الصين أو بين في أمريكا أو في كندا عطاء هذا لو وعي المؤمنون أفهم هذا يتزاحمون الجواب لكن لا علم ما تعلموا وها نحن مع هذه الآداب النبوية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظنا واسمعوا حتى ما يفوتكم الكلام وتقول راعنا أو انظنا وللكافرين عذاب أليم هذا حكم الله وللكافرين بالله ورسولي وكتابي وشرائعي لهم عذاب أليم وهذه ضربة على رؤوس اليهود الذين يمكرون ذلك المكر ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل كتاب ولا المشركين أيضا أن ينزل عليكم من خير من ربكم لما نزلت هذا لا يغتال اليهود اغتالوا لأنهم صفعوا صفع عنيفا وأخبرنا الله بواقع والله ما يود بريطان ولا فرنس ولا يابان ولا صين ولا روس ولا ولا من العرب والعجم غير المؤمنين ما يود أن ينزل علينا خير من ربنا لا مطر ولا ولا قرآن ولا شيء اسمه خير ما يريدونه تصدقون الله وإلىنا إياك أن تفهم أن مجوسيا أو صابعا أو يهوديا أو نصانيا يحب لك الخير وأن يحبك الله والله ما كان والتجاب واقع إذا لما نحبهم نحن هنا هذه آيات الله ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هو في القرآن والأحكام والشرائع والرحمات والبركات والخيرات من أين تنزل من عنده وإلى لا أليست خير كل خير حتى الصحة والأمن ما يريدون عيشوا مرضى فقراء حتى يستغلون أو يستعبدون والله يختص برحمته من يشعر إذن يفزعوا إلى الله ارفعوا كفكم عليه علقوا قلوبكم به ولا يضركم حسد اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا البودا فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أتعرفون ما الفضل الفضل ما زاد على حاجتك وأصبحت ما أنت في حاجة إليه ثوب قديم وإلا ريال زايد هذه العام يا كلا فالله عز وجل لو يعطينا ما بين السمرات ما هو إلا فضل لأنه غني غنى المطلقة ما هو في حاجة لا إلا إبل ولا غنم ولا ذهب ولا فضا ولا سل أبدا كل هذه المخلوقات هو في غنانا أصبحت كلها فضل وإلا لا كلها فضل والله ذو الفضل العظيم يؤتي من يشاء من فضله وهو ذو الفضل العظيم معاشر المستمعين عرفتم أو نعود للذكرة ما في حاجة إلى أن نزيد استفدنا شيئا وإلا لا ممكن نعمل به ونعلمه ونصبح عظماء في السماء أنسيتم مار ومالك في موطئه أن من علم وعمل بما علم وعلمه أي الناس دعي في السماء عظيما من عظماء رجال والنساء كنا نقول فلاطون نابليون أولا عظماء رجال هم الذين دارسنا في الكليات الله أكبر من عظماء رجال والنساء الذين يتعلمون العلم الإلهي ويعملون به ويعلمونه يدعون في الملكوت الأعلى بالعظماء هذه الكلمة فهمها الناس ولا واحد من مليون مسلم فلهذا قل من يتعلم مسألة في مجلس كهذا ويعمل بها فورا ويعلمها على الفور مومنا بهذه التعاليم وهذه الآيات ولا لوم لأننا ما جلسنا في حجور الصالحين إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقعة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زالت الآيات في تقريع وتأذيب بني عمنا بني إسرائيل اليهود ما لك تنظر إلي ما استسغت بن عمنا وهم أولاد إسحاق ونحن أولاد إسماعيل ما حسدون إلا أنهم بن عمنا قالوا كيف ينتقل الوحي ورسالة والنبوة إلى أولاد إسماعيل ويحرم منها بنو إسرائيل ومن تدبير الله عز وجل أن القرآن لما كان ينزل بهذه الديار كان اليهود موجودين بالمدينة وبالحجاز ليتم ما أراد الله من فضحهم وكشف ستائهم وبيان مكرهم وخدائهم أرأيتم لو كانوا غير موجودين في المدينة والقرآن ينزل فسبحان الله العظيم والله إنه لتدبير العليم العكيم إذن قوله تعالى ما ننسخ من آياء أو ننسيها نمحها من قلب رسولنا نأتي بخير منها أو مثلها قالت اليهود النسخ لا وجود له في شرع الله ومن أين يأتي هذا النبي بما يقول ولهم في ذلك مكر وخداء لا يريدون أن يكمن الله هذه الأمة ويتدرج بها من حال لا حال لتسعد وتكمل وهم في هذا والله لكاذب وماكر ومن باب أننا نقول لهم أنتم تنفون وجود النسخ لأنهم يقولون في افترائهم كيف الله عز وجل يشرحكم وبعد ذلك ما كان يعلم إذن صلاحه من فساده قال لهم علماء هذه الملة المباركة آدم عليه السلام كم سنة وهو يزوج بناته بأولاده والله العظيم كيف تناسن كيف تواجدن على صفحة الأول فتر من الزمن وآدم يزوج بنته من هذا البطن مع ابنه من البطن الثاني ثم نسخ الله ذلك وحرم نكاح الأخوات بالإجماع أليس هذا نسخ واضح كالشمس ثانيا نوح عليه السلام تعرفون أطوفان وأحداثه من على الأرض ما نجأ إلا أصحاب السفينة كل من على سطح هذه أرض من أبيض وأسود وأصفر غارقوا إلا أصحاب السفينة وهم نيف وثمانون رجلا ومع فقط فلهذا يعتب ونوح أبا البشرية الثاني آدم تناسل مع هو ونوح مع تلك الظمراء المعدودة المحدودة في سفينة آذن الله تعالى له ولمن معه أن يأكلوا سائر الحيوانات لما هراست السفينة وانتهت طوفا وهبطوا إلى الأرض مضطرون أن يأكلوا كل ما يعصلون عليه ونسخ الله عز وجل ما شاء من تلك الحيوانات وأبقى ما شاء إذن إبراهيم عليه السلام نسخ الله أمره إذ قال له وقوله الحق من صورة الصافات واليقطين إني أرى في المنام أني أذبحك يقول إبراهيم الخليل عليه السلام لغلامه لقفله الصغير وهو في الثامن أو التاسع من عمره يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء المنامية حكم وحكم الوحي سواء بسواء يوحي الله إلى الرسول وهو يقضان ويوحي إليه وهو نوم ولا فرق إذ العلقاء يكون في القلب النقي الطاهر جهاز يتلقى سواء كان صاحبه نائما أو كان يقضان فانضو ماذا ترى يا إسماعيل فبما أجاب ذاك الطفل النوراني ابن هاجر القبطية المصرية بما أجاب قال يا أبت افعل ما تؤمر ما قال افعل ما تريد افعل ما تحب لا افعل ما تؤمر به إذا أمرك سيدك بذبح فاذبحني وإذا أمر سيدك ب إبعاد فأبعدني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا هو الغلام الذكي الزكي الطاهر النقي لأنه من شجع مبارك هاذا حفظنا لها كلمة لو نجمع جامعيات نساء العالم والله ما وقفنا هذا الموقف لما الشيخ ينكت على الجامعيات ما تعرفون لما لأننا ذقنا المراء وما زلنا نتجرع الآلم من خروج النساء وسفورهن ووظائفهن واختلاطهن بالفحول خمت الدنيا وتعفنت بالفجور ما هذه الكلمة لعل بعض الزوار ما سمعها يعود بها ككنز ثمين لما أومع إبراهيم عليه السلام بأن ينقل هاجر وطفلها إسماعيل من القدس إلى مكة بأمر الله واشتروا في ذلك أو العل أن سار عليه السلام مرت إبراهيم وبنت عمه كانت ما تلد عاقر أو عاقيم فلما تسر إبراهيم هاجر التي وهبته إياها هاجر من أين لها صار من أين لها هاجر أعطاها إياه ملك مصر لما شاد الآيات الإلهية ما كان منه إلا أن أكرمها من جملة ما أكرمها بأعطاها خادم تخدمها وكانت الخادم هاجر أم إسماهيل فوهبتها له يتسر الآن ما يعرفون التسر ما هو المعرف الزنا أما التسر فيه أين الإيماء أين الجهاد لا شيء التسر أن يكون للفحل جارية خادمة رقيقة مستعبدة سواء أخذها من نصيبه في الغزو والفتح أو اشترى أو وارثها فهذه الجارية الخادمة من لطف الله من رحمة الله من إحسان الله إلى عباده أن آذن لمن يملكها أن يحسن فراشها وثيابها ويقلل من خدمتها ويطأها عسى أن تلد له ولدا تصبح أم ولد من يعرف هذا الكمال وهذا التشري سوى الله فأهدتها إبراهيم فتسر فأنجبت إسماعيل والغيرة أو الغيرة إن شئتم قولوا بالعام هي غيرة النساء معروفة هي يا شيخ حتى في الرجال أخذت الغيرة كيف هي الحرة هي مرت النبي كذا ما تلد وقلب متمزق على الولد وهذه بنت أمس تلد ما أطاقت أن ترى هذا الولد ولا أمه فألهم إبراهيم أو أوحي إليه أن ينقلها إلى جبال فاران إلى الواد الأمين فأخذ وطفلها وكانت هاجة عف الأثر حتى لا تعف صار من أين ذهب إلى أين ذهب ودخل واد مكة وما به عريب ولا أنيس جبال فقط ووضعها وطفلها ومعها زاد لا يتسل أكثر ثلاث أيام خبز جراب فيه خبز وآن فيها ماء وتركهما أين تركهما ما تعفون حجر إسماعيل ثم وقفل راجعا لما تجاوز مسافة عشر خطوات عشرين نادته الله الله أمرك بهذا يا إبراهيم تتركني وطفلي في هذا الواد لا أنيس ولا ريب الله أمرك بهذا يا إبراهيم قال نعم قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا أعطوني مومة من هذا النوع اذهب رح فإنه لا يضيعنا هذه هي هاجة أم إسماعيل هل نملك هذا المعتقد هذا النوع في قلوبنا يرشد أحدنا إلى ترك معصية يقول مع الأسف الظروف الأحوال والعيش والحياة كيف نطرك هذا أين التوكل على الله يا شيخ لا تلمنا إننا ما عرفنا الله من حدثنا عنه من عرفنا بي نجلس العشرين وثلاثين سنة في المقاه والملاي ومجالس الكلام ما نتحدث يوما عن الله كيف نعرف الله إذن أستغفر الله لي ولكم هذه هاجة أم إسماعيل إذن ونعود إلى النسخ إذ قال إبراهيم للغلام السغير يا إسماعيل إني أراه في المنام إني أدبع قال فانظ ماذا ترى قال يا بتفعل ما تؤمر ما تؤمر سبحان الله إبراهيم النبي الرسول يؤمر ما يستطيع فعل من رأيه أبدا هل يستطيع أحد من لو كنا مسلمين أن يعمل شيئا برأيه والله ما لا بد من أمر الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله جل أفعالنا لا نقول ولا نتكلم ولا ننام ولا نأكل ولا نشرب ولا نبيع ولا نشتري ولا نتزوج ولا نطلق إلا بأوامر لعل يواهم والله كما تلون تستطيع أن تأكل بدون إذن الله كون الخنزية إذن والجيبة تستطيع أن تبني بدون ما حاجة إلى البناء والله ما كان وهكذا تتزوج بدون حاجة تطلق بدون ضرورة ما عندنا أمل يصدع عن غير تعليم الله وآصله إذن وشاء الله وخرج به من بيت هاجة يمشي معه وادعى أمه نستودعكم الله إلى ميناء حيث يراق الدام وجملته وحسنته هذا لله وانتهى به إلى ميناء واعترضه العدو الألد الخصم المبين إبليس في جمرة العقبة يا حجاج تعرفونها الجمرة الكبار وقال أي إبراهيم ماذا تفعل بهذا الغلام تذبح فلدة كبدك الله يأمر بهذا أرزع بمنك خير لك وعرف ورماه بسبع حصايات فبقيت لنا إلى اليوم ما شاء فاعترضه عند الجمر الوسطى أي إبراهيم يا خليل الرحمن ربك فيغن عن هذا الغلام كيف تذبحه فطارده حتى الجمر الأخيرة ثلاثة مرات وإبراهيم ثابت موق أن الله وعرف العدو من هو وانتهى إلى مكان الذبح عند مسجد الخيف وتله للجبين صار على جبينه والمدي في يده بسم الله وضعها وقفت تحول الحديد إلى حطب وناديناه أن يا إبراهيم والتفت وإذا بجبريل ومعه كبش سمين جميل لبيح خذ هذا وترك هذا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين المحسنين لا المسيئين في أعمالهم وأقوالهم وحياتهم هذا نسخ أمره أن يذبح وإلى لا وخرج لأداء أمر الله ثم شاء الله أن ينسخ لما امتحن وبرز إبراهيم وظهر لأنه يتهيى للإمام الكبرى قال وفديناه وفديناه بذبح عظيم أينسى هذا اليهود والله لا يعرفونه إلا أنهم يتبجحون ويقولون الذبيح إسحاق ما هو إسماعيل عين ند ومكابة إسحاق ما وجد بعده إذن هذا نسخ وإلى لا كيف يجهلوا اليهود ما يجهلون يا شيخ يعاندون يؤذون إطفاء لله لزعزعة القلوب والإيمام فيها بين المؤمنين عادوا هذا لأنهم كانوا يتكلمون لسان العرب ويعيشون معهم الآن إذا لم تخالطهم وتتكلم بلسانهم قد ما تعرف عنهم شيئا لكن الصفات والنعوت التي نعتها الله فيهم موجودا بالحر في الواحد لمن خالطهم ومارس الحياة أمان إذن فبطل ما ادعوه وافتروه وكذبوه وثبت أن لله أن ينسخ ما يشاء وهاه ذا تعالى قد أنزل هذه الآيات فالرد عليهم وقال ما ننسخ من آية أو ننسها أي نمحها من قلب نبينا نأتي بخير منها أو مثلها نأتي بخير منها مصلحة وفائدة وكمال ووقي للأمة أو بخير منها إذن وعندنا ما يلي أولا أولا فيه النسخ من أصعب إلى أسهل وأيسى لأن الدين ما نزل في وعا واحد في يوم واحد هذا دين التغذية والروق بالإنسان والكمال فكان شابع الله عز وجل ثلاثة وعشرين سناء وهو ينزل إذن فيما شاع الله للمؤمنين لما أذن لهم بالقتال بعد أن لم يأذن لهم سنوات فلما تواجدوا وتكاملوا وقويت شوكتهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وكان القتال ممنوعا إذن ونزل قول الله تعالى من صوات الأنفال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا فانظوا هذه النسبة الواحد بعشرة يجب أن تثبت أمام عشرة مئة منا أيها المؤمنون لا يحل أن يفروا أو ينهزموا أمام ألف من الكفاة مهما كان شاءهم وهذا لأن المسلمين كانوا أقليا وكان الإيمان غير مجرى الحياة وكانوا أقوياء والله يعلم أنه سيأتي بعد الصحابة وبعد أولادهم وأحبادهم من لا يقاتل وغاثمين يهرب لأن هذا ما هو شرع خاص بالصحابة هذا شرع عام للبشرية كلها في كل أزمنتها وديارها فنسخ الله هذا بأنه نكتفي بعشرة نعم بواحد مع اثنين عشرة عشرين مئة مئتين ألف ألف ألفين إذا عندك الآيات إن يكن منكم عشرون صابعون يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن والله معصف ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن ألف يغلب ألف هذا نسخ وإلى لا من أصعب شاق إلى أهو وأيسى هذه رحمة الله بالمؤمنين أنتم ما تشعون بأن الذي ينهزم أمام يهود أو نصان أو مشرك معناه ذاب وتمزق وخسر حياته يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله يوم إذن دباه إلا متحيز إلى قتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبإسان مصير هذه الآية منسوخة والله ما يب منسوخة أعيدها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زحفين وجه للوجه فلا تولوهم الأدبار لا تعطوهم ظهوركم وتهربون صورة بشعة وسبحان الله ما قال فلا تعطوهم ظهوركم ألا دباركم لا إله إلى الله وصاحب اللسان يذوق هذا المعنى فلا تولوهم ظهوركم لا فلا تولوهم الأدبار دبوا الإنسان مؤخرهم لا تعطوهم أدباركم ومن يولهم يوم إذ ساعة الزحف دبوره اللهم إلا في حالين حال أن يتحيز إلى جماعة من إخوان يقاتلون لينضم لهم لأن من معه هلكوا واستشهدوا ما يبقى وحده ينضم لهم أو إلى فئة وهي التي فيها القيادة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يوم من يأبه إذا لم يكن هكذا فما هو الجزاء فمأواه جهنم لا باء بغضب من الله ومأواهم جهنم وبيس المصير عندي صورة أحفظها قديمة أيام كان إخواننا العثمانيون الأتراك في بداية الخلافة عندهم فتحوا شرق رب روّع العالم كان أحدهم في يده المدفع يربط نفسه بالسلسلة ويقاتل يارمي 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 حتى ينفد سلاحه الرصاص والقنابل ويبقى كالأسد حتى يوصل إليه العدو يصل العدو ويقتله وهكذا لا يولي الدبور لأن الذي يعطي العدو دبور ويهرب حسبه ما حكم الله بيه راجع بغضب إلى بيته الذي عرب إليه ومأواه جهنم وبيس المصير هذه الشجاعة أعطيها المؤمنون بإيمانهم وبعلمهم ومعرفتهم الله علمهم وربهم وهدائهم إذن ويكون نسخ أيضا من اليسر السهل إلى الصعب لله أن يفعل ما يشاء ولكنه العليم الحكيم في بداية الأمر فرض الله الصيام على المؤمنين أن يصوموا يوم عاشور فقط جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دار الهجرة فوجد اليهود يصومون يوم عاشور بنسائهم وأطفالهم سأل لم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق من البحر كفروا بموسى وعبدوا فسدوا فعالوا نحن أولى بهذا منكم فصام وأمر المؤمنين بالصيام فوالله صوموا أطفالهم الصغراء النساء ورجال الأطفال وبعد ذلك نسخ الله هذا بصيام شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا الآيات هذا نسخ من السهل إلى الصعب عكس الأول الأول نسخ من الصعب إلى السهل لحال المسلمين وضعفهم وهنا صيام يوم ماذا يفعل هذا اليوم أما صيام شهر يهذي بالنفس يزكي الروح يصحي الجسم تتفتت الشحوم التي في البطن له قيمته ولكن أصعب من يوم ويحتى ثلاثين يوما هذا نسخ عكس الأول من السهل وقد يأتي نسخ لا صعوب ولا سهول لا في الأول ولا في الثاني قضاء الله وتدبئه مثال كانت قبلتنا التي نصل إليها الصلاة الخمس في المدينة النبوية إلى بيت المقدس غاون الشمال الغربي إن شئت هذه القبلة سنة وخمسة أشهر والمؤمنون يصلي به ما صلى هنا يستقبلون بيت المقدس واغتاظ اليهود آه يدعي أن ديننا باطل ومنسخ وهو يستقبل قبلتنا عندهم ألس ورث نها عنهم كيف ليدعي أنه كذا وكذا ويحارب اليهود ويصلي إلى قبلتهم فنسخ الله هذه وهو يصلي لا أذكر هل نسخ هذا فالروض أو في مسجد بني زلم منهم من يقول كان عليه صلاة السلام مدروا في وليمة في ديار بني زلم في المساجد في المعروفة مسجد القبلتين وهو في الصلاة شارع الله لاستقبال إلى البيت فدار ودار الصحابة معه إلى الكعبة فلهذا سموه مسجد القبلتين وأما أهل قوبا كان يصلون الصبح فآتاهم آتي أن يحم كما الله لقد تحولت القبلة إلى الكعبة فاستدار كما هم عليه بإمامهم وصفورهم دائما نقول الآن لو تمرن المسلمين بل عاصة بل كرباج عشرين سنة ما يستطيعون أن يستديروا هكذا وأهم في صلاتهم فوديدنا هذا لو تم فقط في رمي الجمارات لو هذبنا ما يصدم بعضنا بعضا ونحن هائيك الجمال أحيان نصرخ نياج مع ما فيه اليودنا ولا رشاشات وهم من يهذبنا من يربينا من يعلمنا تلك الظمر المؤمناء كما بدأوا يأتيهم المخبر إن القبلة قد تحولت فيستديرون كلهم صفوهم بنظام حتى يصبح الإمام من شمال من غرب وهم من وعا افعلها درب بنت جماعتك بالعاصة طلاب المدر صفقات ما تستطيع ما هو الشيوق وكبار المهم عندنا كلمة خالدة نحن هابطون وهم طالعون هل يستوي الهابط مع الطالع مثال هذا عندنا المرأة الشاب الرجل يسمع الإمام يقرب الفاتحة جهرا والله ما يحضرها ويصلي مع الإمام عشرين سنة ما يحفظ يحفظها كما نزل يقع يكان نعبود يكان نستهل عرفتم إلى حسنه هذه المرأة عباس عم النبي صلى الله سلم ام عبد الله تقول صليت وراء رسول الله المغرب فقرأ بصورة المرسلات عوفا فحفظتها أعطيني مسلما الآن يسمح لأول ما يحفظ نعطيه مليار دولار مستحيل واقع ويلنا وعرفنا شبيبا وعايشناها يسمع أغني من عاهر في شريط وإلا في ذا يحفظها باللحن حتى بالصيغة واقع ويلنا مالفاق كانوا طالعين ونحن هارض اصلي والإمام أربعين عام ما يحفظ الفاتحة وهو يسمعها في الصباح والمساء لما هذا العل عرفنا كما عرفنا أنفسنا أنهم جهلونا وأبعدونا عن روح الإله فميتنا القرآن يقع على الموتى وإلى لا القرآن يقع على الموتى أو على الأحياء تدخل مدينة من المدن تمو في أزقة ضيقة تسمع القرآن إعلامنا ميتا هنا لا يجتمعون إلا على قرآن الميت ولن تجد من يقول لك أي بنياء أو يا أخي تعال أسمعني شيئا من القرآن أنا عيشت سبعين سنة ما رأيت إلا واحد فقط رحمة الله عليه سمع هذا كلام من رباني صار يأتي قل يا باباك سمعني شيئا من القرآن أقرأ عليه وهكذا عربتم هلا أنتم آبدا ما أفر مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سنى هذا الطريق وقال لعبد الله بن مسعود يا ابن أم أبد أسمعني شيئا من القرآن وجلس وأصغى يسمع فعجب عبد الله وقال أعليك أنزل وعليك أقرأ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري سمعتم إلى لا هل عرفت رجل يجلس قل تعالي من فضلك أقرأ علي شيئا من القرآن إلا إذا كان مريض يويد الشفاء أما ليتعلم الهدى لا 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 كيف إذا ما نهبط إلى الحذير إذا فنسخ الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهنا ما فيه تفاضل ما فيه عسر ولا صعوبة أبدا استقبل هكذا وهكذا ما فيه انتقال من شديد إلى يسير أو من يسير إلى شديد وهناك نسخ آخر وهو أن ترفع الآيات نهائيا ما تبقى في كتاب الله ويبقى حكمها معمول به مما ثبت بالإجماع قول الله تعالى أزأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيزي ومن ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم فطبق هذا رسول الله وعمر وأصحابه المحصن وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة غير المحصنين يجلدون مياه جلد ويغربون سنة هذه الآية ما يصلى بها أبدا ولا توجد في المصحف ولكن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا ثم نسخ الله أما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخيومنا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بلى أنست من حكم إلى حكم هذه قدمنا وعلمتم أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويأخذ النعاس ويجوع ويعطش بشر ما هو بملك وتعرفون حب رسول الله ماذا يفعل في النفوس فكل مؤمن يريد أن يخلو بالرسول دقيقة من هو الذي يغفر بهذا دقيقة فقط إذن لو ترك لهم الرسول كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام كل واحد يريد أن يجلس معه إذن فأدبهم الله عز وجل وأنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواءكم صدقة ذلك خير لكم إذن ففاهموا أن القضية ما هي قضية مال مال جمع للبلدية هذه قضية إيجاد وقت لرسول الله سلم ما ينام فيه أو يأكل فيه أو يستريه مروا كل واحد معه فلما فهموا عرفوا ما أصبح من يقدم على أن يتكلم رسول سيدنا ويعوى أن أول من فعل هذا وهو الأخير والأول العالي رضي الله عنه تصدق بصداقة وجاء قرع الباب على الرسول مرة فجأة نزلت الآية فنسخت هذا إذ قال تعالى فإن لم فلا أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صداقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ألا فأنسخ الله الحكم الأول بالثاني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هذه أمثلة وغيرها كثير والآن مع قول ربنا تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها ينسيها الرسول سنقعك فلا تنسى نعم وإذا أراد أن ينسي ما قرأه يفعل ما يشاء نأتي بخير منها أو مثلها وعلل لذلك بقول ألم تعلم يا رسولنا أيها العاقل يا من يسمع ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بلى من من المؤمنين لا يعرف هذا ما يصعب على الله أبدا ويعز عليه أن يستبدل حكم بحكم أو صورة بصورة آية آية يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير ولكن اعلم أنه لا يشرع إلا من أجل إكمال الإنسان وإسعاده إن كان واجبات فلتزكية نفس وتطيرها وإن كان نهي عن موبقات وآثم فمن أجل الإبقاء على ذلك الطهر والصفا حتى لا يتلوث هذا الأصل وفي نفس الوقت ما شرع الله أمن أمر به إلا وفيه فائدة لجسم الإنسان لماله لعقله لحريمه لحياته والله الذي لا إلى غيره ما شرع الله شرعا لا أمر بأمر ولا نهى عنه إلا لصالح الآدمي المؤمن وتتبع تجد الآثاء واضحة كالشمس السائل يسأل ونحن لا نملك إلا أن نقول الله أعلم يقول الذبح الذي فد الله به إسماعيل وذبح وإبراهيم أكل منه وولده وهاج وإلى ماذا فعل نقول الله أعلم ما نستطيع أن نقول عن الله ما لم نسمع عن الله ولا أن نقول عن رسول الله ما لم يصح الحديث عن رسول الله لأننا أوتينا نصف العلم في كلمة الله أعلم وأن تقول على الله ما لا تعلمون وهذا علم لا ينفع أيضا وجهال لا تضر إن قل أكل أنت الآن مأمو أن تقود طفلك لتذبع ثم تترك وبعد ذلك ما تأكل هذا انتهى علم لا ينفع وجهال لا تضر وهذا أيضا من أيام هبوطنا المسألة الواحدة في الوضوء تتشعب عندهم عشر سنين من يوم ما وضعنا السلاح وأقبلنا على الدنيا وجدت هذه الصراعات لما كنا مشغولين بالعروج إلى السماء الملكة الأعلى ما في فراغ قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بلى له ملك كل مملوك في السماوات والأرض لله إذن يعطي يمنع يرفع يضع يعز يذل يقدم ملكه أيجوز أن تعترض إذن هذه الصافة لليهود تعترضون على الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما دام له ملك السماوات والأرض أنت لما تطلب إما رأي قاموا ستزوجها تقول يا رسول الله أنا في حماك أنا في بلدك أنا بينديك أدعو الله لي يجوز يعني الرسول يملك وهذا يا سيدي عبد القادر يا راعي الحمر أنا كذا لا يطلب شيء من غير الله لماذا هذا يا شيخ بلغنا أن كل مملوك له تطلب من المالك ومن من ليس له ملك أن تبهلول خريبا ما في أساكن ولا ساكنة ولا شيء ولك استغل يا للدار إني جائع أنا ضمآن أنا كذا يصيح ما في خريبا بواحد أبدا يأمر بي أخونا ويسكت خلي حرام علي قلوا هنا ما في أحد طول الليل وتتصرخ ما في البيت أحد أقصد بيت فيه ناس يسمعون هذا مثل حالكنا تجد رجل العالم يأمر بآخي عند الحسين وإلا فاطمة وإلا يا سيدي يبكي يصرخ يطلب ما يقول له يا هذا عبد الله ما ينفع والله ما يعتبر شيء أبدا واقع هذا ولنا من أندنيس إلى المغرب رما هبطنا لأننا هجرنا هذا كتاب هذا قالوا لنا القرآن الكريم إذا فسرته وأصبته فأنت مخطئ وإذا أخطأت كفرت صوابوا خطأ وخطأوا كفر فحاجبوا أمة الإسلام عن النور أبعدوها عن الحياة فماتت وذبحوها وصلاقوها يا شيخ كيف تقول هذا أقول وإلا لا خمس ملايين يهودي قهوا ألف مليون مسلم وأذلوهم إلى الآن إلى هذه الساعة واقع هذا أو نحن نايمون ألف مليون ما خمس مليون إيش النسبة هذه من فعل بنا هذا الله إياك أن تعيش مع التأهين أمريكا بريطانيا فرنسا هذا كلام هو والله لا فاعل إلا هو هو مالك الملك لما تمردنا عليه وعاصيناه وخرج عن طاعته وهبطنا عن كمالاتنا نؤذبكم إذن بأعظم آية معرفة في التاريخ أذل الخلق على الإطلاق وأجبن الخلق على الإطلاق يحكمون العالم هذه آية من أعظم آية في الكون ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لو ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر لا 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 فيها أولي لنا وأنصار ينصروننا سأطلب من دون الله وليا ونصر تجيد والله يقول وما لكم من دون الله من ولي يتولأكم نصر ينصركم أبدا افزعوا إلى الله لوذوا بجنابه اطرحوا بين يديه اطلبوا رضا أسلكوا سبيله تكملوا وتسعدوا وتنجوا لا 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 خلينا مع الخرافات أذلنا يا شيخ كيف تقول هذا أنا أقول أسألكم بالله ما بلغكم أن العالم الإسلامي استعمرته بإيطانيا وفرنسا وإيطاليا والعالم ولا لا أذلوهم وقهاروهم ولا لا كيف هذا يتم لأننا هبطنا تخلينا عن الروح فمتنا لا أقل ولا أكثر تأديب الله عز وجل ثم يقول تعالى أم تريدون بل تريدون أم بمعنى بل تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل هذه لنا تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل إذ قالوا له أين الله جهر يسمعون كلام الله بجبل الطقال نريد نرى الله جهرة تريدون أنتم هكذا ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل وسط الطريق المنجي المزكي المفلح المسعد أخطأه هيا نقف أعيد هذه الآية فهم لا معنى غير هذا ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر ويعطي الإيمان آه اسم يترك شرع الله ويأخذ قوانين الشرق والغرب مبادل اشتراكية هذا كلام وإلى لا ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر ويعطي الإيمان فقد ظل وسط الطريق إذا انهلك تمزق وإلى لا وما زال العالم الإسلامي نائما ما عرفوا لو فتحوا أعينهم وعرفوا والله ليجتمعوا فالروضة أو في الكعبة وتعاهدوا أنت إمام المسلمين وكل البلاد الإسلامية والأيات والحكم واحد والشريعة واحدة 24 ساعة والدنيا كلها نور لكن دعونا إلى هذا وكتبنا رصائل من أربعين سنة لا التفاتة إذن لعلنا مسحرون أنا خايف أن يكون بني عمنا سحرون فأصبحنا ما نقبل على الله ولا على دينه والسحر هو هذا الرجل يسحر على مارته يصبح يكارها كيف هذا جائز اليهود سحرون على كل حال نطرق الأمان لله والذي يجب علينا أن نعف أننا عابد الله فالنفزع إليه حتى تنتي هذه الفتن والإحن والمحن والفوضى كل مؤمن يقول أنا مسلم ويلزم الصمت ويعبد الله عز وجل ويكف لسانه وفرجه معاش المؤمنين إخوانكم عندهم مرضى ومنهم هذا الشيخ أدعو الله لهم بالشفاء أنا أدعو أنتم أمنوا يكفي نشترك في الدعاء اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من هو الله الأحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنا نسألك وأنت خير من يسأل أن تكشف ضرنا وضر هذه المؤمنة وهذا المؤمن وما بيننا أحد إلا ولده مريض في بيته أو قريبه فاشفي يا رب مرضانا وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا واجمع كلمة المؤمنين عن حق يا رب العالمين واهدنا سواء السبيل إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقاء وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافرين يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصيرا معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات قول ربنا جل ذكره ود كثير من أهل كتاب هذا خبر ود كثير من أهل كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا نصدق خبر الله الله أكبر من الجائز أن يكذب غير الله والموصلين والأنبياء أما الله عز وجل العليم الحكيم فهذا خبر من شك فيه كفر ود بمعنى أحب وغب فوق العادة كثير وهذا من الاحتراس المطلوب لم يقل ود الذين كفروا من أهل كتاب ود كثير قد يوجد فرد وأفراد في المدينة في القرية في الإقليم في القرن من القرون لا يودون هذا الود الباطل الفاسد الناسج عن الحسد لكن كثيرة صيغة كثير دال على أن كثيرا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كثير منهم يودون كفرنا وأن نخرج من إسلامنا لما لنتساوى معهم لما نظفر ونفوز ونعلو ونسمو ونسود ونقود ونحكم ونعلم وهم جهلا فاسقا فاسدا فاسدا بمعنى الكلمة ما يوضون هذا ود كثير من أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كافرين أما جمعيات التنصير ورجالها فهم يعملون إلى هل الدقيقة ليلة نهار الأموال تغذق عليهم من المنظمات والشركات والمؤسسات ولا هم لهم إلا أن يخرجوا المسلمين من دين الله أما اليهود فلا تسأل أقلية ضعفا ولكن مكرهم وكيدهم أم عظيم يستطيعون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بالابتسام إذن ماذا نفعل والواقع هو هذا إن الله عز وجل أراد بهذا أن يحذرنا لنحذر أن ينبئنا لننتبه لنعرف من هو العدو الذي يريد أن يسلبنا نور الله وأن يعمي بنا في مزابر الحياة إنهم الكثير من اليهود والنصار ود كثير من أهل الكتاب لو ود للتمن لو يردونكم من بعد إيمانكم بالله ولقائه بالله وكتبه ورسله بالله وقضائه وقدره بالله ووعده ووعيده إذ هذه الطاقات الدافعة كثيرا ما نسمع ونقول الإيمان الحق بمثابة الطاقة الدافعة القطار ذو العشرين عربا تدفعه طاقة واحدة الطائرة التي تحمل ستمائة نفس القرية كاملة تدفعها الطاقة إذن فالإيمان بمثابة الطاقة الدافعة إذا قوي تحول الآدم إلى أسد وإذا ضعف هان العبد وأصبح كالهري أو دون من الهري إذا قوي هذه الطاقة في النفس صامت دهرا خاض المعارك جاع صبر يستطيع أن يصبر على الغريزة خمس وعشرين سنة وهو يتنقل من ثقر إلى آخر يجاهد ولم يعرف النساء ولم يفكر في الفروج هذه الطاقة هذه إذا كانت والله لو يوضع بين يديه أطنان الذهب الفضة وهو يعرف أن هذا ليس له ومحرم عليه والله ما مد يده إليه ولا التامس منه ريانا واحدة قدرة ومن ضع في هذا الإيمان يعلو حتى كريم ده ما الذي يمنع فلهذا آل الإيمان بما نؤمن يا هذا بما أمرنا الله أن نؤمن به من الغيب والشهادة لو أخبرنا تعالى أو أخبرنا رسوله بأن هذا الجدار سيتصدع وتخوج منه داب قلنا آمنا بالله لا نقول كيف أو متى أو لي مستحيل هذا أخبرنا والله ما نقول هذا هذا الإيمان صاحب كأنه يشاهد الله كأنه يعيش مع الله وهو كذلك والله إننا لمع الله ولكننا غافلون مخدرون ما نشر أما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم فكيف إذا نشر على أن نقول الباطل أو نرتكب المنكر أو نفحش في قول وعمل وأنت مع الله والله ينظر إليه ولا يفهم من عاقل النار دعوة إلى الحلولية مع هذا الله الله فوق عاشب من خلقه وإنما نحن بين يديه هذا القمر هذا الكوكب المنير الآن يطلع حيثما كنت هو معك هو لاصق فيك جالس معك هو معك فالله الذي يقول عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبع والسماوات مطويات بيمينه سبحان وتعالى عما يشيكون تريد أن تفهم أنك مات مع الله حركاتك سكناتك خواطئ قلبك ونفسك الكل بين يدي الله 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 لو تغلغ لهذا الإيمان في قلوب البشر وأصبحوا يعيشون مع الله من يجرع على أن يسب مومنا أو أخا من يقدع على أن ينظر نظرا حرمه الله فتأمن البلاد والعباد لا سرق لا زنا لا كذب لا غش لا خداع لا شحة لا بخل لا باطل لا زو سبحان الله أصبحنا في جنة الدنيا كأننا في الملكوت نعلم وهذا الذي من أجله أنزل الله الكتاب وبعث الرسول إذن ود كثير من أهل كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافر كفار والكفار جمع كافر ما معنى كفار ما هو الكفر هذا الكفر لغة التغطية حتى إن الفلاح الذي يبدو البذر في الأرض ويكفره بالتراب حتى لا تلتقطه الطيور يقال فيه كافر وقرأ لذلك قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل مطر نازل أعجب الفلاحين نباته إذن فالكفر التغطية والدس كيف يكفر الله يا عبد في من يقدر على أن يستر الله ويغطيه ما يكفر الله يقول لا وجود له أين هو غير معلوم ولا معروف ولا موجود ولا ضهر كافره بالنسبة إليه ولمن يعلم الكفر إذن فالكفر الجحود والتغطية يريد أعداء الإسلام من أهل الكتاب في الزمن الماضي والحال والمقبل والمستقبل يريدون أن لا نقول لا إله إلا الله إذن ماذا نقول نقول الآلهة ثلاثة ثلاثة أقانيم أروح القدس والأب والاب خرافة العجب من خرافك هذه وتستقر في عقول حكماء أطباء طيارون خبراء وتستقر في أدانهم أن الله مكوم من ثلاثة أقانيم هذا هو الإله والنطر كذا إذ عافان الله منه ونجيانا ولكن فقط نذكر أعداءنا لنحترس منهم ونتحفظ منهم ونعف ما يحملون لنا من مكر وكيد لإطفاء هذا النور علينا ونصبح أمثالهم أندية اللواط الآن في أوروبا علنية أما الإجرام والتلصص والخيانة والكذب أما المرؤ انتهت أما الفحول انتهت أما أما ومع هذا ما شعروا بالنقص أبدا ما زالوا منتفخين منتفشين ولعل السر في ذلك أن يجذبون إليهم وأن ينقلون إلى ساحاتهم لنصبح مثلهم إذ هذا الذي أخبر تعالى به ود كثير من أهل كتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا قال حسدا من عند أهل ذكر العلة والسبب الذي من أجله يودون كفرنا وإخراجنا من ملة الإسلام ألا وهو الحسد فما هو الحسد الحسد معاشر المستمعين والمستمعات داء وهو داء الأمم من قبلنا داء خطير أكثر من أدواء الجسم من الإيد زلاء المنارية هذا الداء داء الحسد هو الذي سبب أو يتسبب في كل فتنة والحسد عندنا ثلاثة أنواع الأول أن تتمكن وأعيدك بالله يا سامعي أن يتمنى المرء زوال النعم عن فلان فلان غني يود في قلبه في نفسه ينطق بلسانه لو سلب الله من هذا المال وأصبح فقيرا مثلنا هذا هذا نوع وأخطر منه أن يتمنى زوال النعم عن فلان ولو لم تحصل له هو النوع الأول إذن أن ترى مثلا جميلا سليما صحيحا تقول آه لو كنت مثله وتحب من كل قلبك أن تكون هذه النعمة لك أنت دونه وهذا أخف من الثاني الذي هو أن يتول زوال النعم عن فلان ولو لم تحصل له المهم أن يراه فقيرا أو أعمى أو مريضا أو ذليلا ولو لم يحصل له ذلك النعيم الذي حسد من عجليه إن هين طه قلوبنا فلا يبيتن أحدنا ليلة إلا وقلبه خال من هذه الأمنيات الكاذبة الفاسدة أعطى فلان ربه الذي أعطاه ما أنت وهبه علما وهبه مالا شعفا صحة بدنية وهبه ما شاء اسأل الله أن يعطيك مثلا أنت عبده وهو عبده أما أن تعترض على الله وتقول لي ما أعطاه وأنا ما أعطاني فهذا الموقف لا يقفه ذو إيمان لأنه سفه الله عز وجل ودع أنه ظلم أو لم يعدل كيف يعطي فلان ولا يعطيني هذا الموقف لا يقف موم بحق أما الثاني أن يتمنى زوال هذه النعمة ولو لم تحصل له المهم أن لا أراه يركب هذه السيارة أو هذه البغلة أو الدابة وهناك نوع ثالث أطلق عليه الرسول صلى الله وسلم لفظ الحسد وهو في الحقيقة غفط وليس بحسد إذ قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين فقط فيهما أحسد الأولى أن ترى أن ترى رجلا ذا علم يعمل بعلمه ويعلمه فتتمنى على الله أن لو تكون مثله تعلم وتعمل بعلمك وتعلمه الليلة ونهار الرجل آته الله الحكمة فهو يعمل بها ليلة نهار هذا لاغتباط محمود أو ترى رجلا غنيا ثريا كثير المال ينفقه ليلة نهار يده سحة ليلة نهار فتسأل الله أن لو يكون لك مال فتفعل مثل ما يفعل هذا رجل السخي الكريم الذي يطعم الفقار المساكن هذا التمني هذا محمود وإن سماه رسول حسد لأن فيه معنى الحسد نضى إلى نعمة الغياب لكن ما نضى إليها ليسلبها صاحبها أو يتمنى سلبها وإنما ود أن لو كان مثله ليفعل ما يفعل ذاك أعطاه الله القرآن والعلم والحكمة فهو يعلم ويعمل ويهدي الناس طبعا كل ذي رغبة في الكمال يود أن لو كان مثله والثاني أن يرى ثريا من أثرياء الناس غني وهو ينفق الليل والنهار فيودل كان له مثل هذا المال لفعل مثل ما فعل هذا المؤمن هذا الحسد المحمود حسدا من عند أنفسهم عل أخرى من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق أنتم ذكرت لكم وعرفتم أن اليهود كانوا يتطلعون إلى النبوة المحمدية ونزحوا من الشام إلى المدينة من أجلها إذ بشارات عيسى عليه السلام وموسى في التوراة موجودة في الإنجيل والتوراة فنزحوا إلى هذه البلاد وسكنوا المدينة مهاجر النبي الخاتم صلى الله سلم انتظارا للبعث المحمدية فيؤمن به ويقاتل العرب والعجم دونه ويستردون ملكهم وشرفهم وكمالهم وكانوا يتطلعون لا سيما لما بعث الرسول قضى ثلاث عشر سنة في مكة وهم بالمدينة يتحسسون الأخبار ويترصدون الأنباء بصورة عجيبة وينتظرون ما إن نزل المدينة في السنة الأولى من الهجراء وشاء الله أن تتم وقعت بدر وينتصر فيها اسودت وجوههم تغيرت قلوبهم انتكتوا وأعلنوا عن عداهم الأمل الذي كانوا يأملون وضاع عرفوا أنه ليس لهم فتواصوا أن لا يدخل أحد في دينه ونافق من نافق دخل نفاقا فقط لإفساد الملة وإحباط هذه الدعوة بل كانوا يقولون أدخل في الإسلام في الصباح خيارهم أفاضلهم بالنسبة إليهم يأتون إلى المسجد ويشهدون شهادة الحق لا إله إلا محمد رسول الله ويظلون مع الرسول وفي الليل يكفرون للفتنة آمنوا به وجهنها وكفوا آخره لعلهم يرجعون يوجدون الفتنة والبلبال في نفوس الناس فلان دخل الإسلام كيف خرج وجده لا شيء مجموعة خرافات وضلالات فقط وإلا كيف يدخل فيه ويخرج هذا هو الطابو الخامس للفتنة أو الشائعات الباطلة إلى هذا الحد فلا عجب في قول الله تعالى من بعد ما تبين لهم أنه أي الإسلام واصوله وكتابه هو الحق الذي ما وراءه إلى الباطل هذا الذي حاملهم وجمع قلوبهم على العدى للإسلام والمسلمين من بعد ما تبين لهم أنه الحق أما قبل أن يعرفوا كانوا مترددين أو متحفظين لكن بعد ما ظهر أنه الذي يرفع ويعز ويكرم ويعلش عن عبد عرفوا هذا ما صابوه العدى وأعلنوا الحرب عنه قال تعالى في حقابنا أيها المؤمنون ماذا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا العفو معنى عدم المؤاخذة والصفح معنى الإعراض أن تعطي عدوك صفحة وجه هذه هذه صفحة وهذه فتعرض عنه لا تسب ولا تشتم ولا تعير ولا تقبح فاعفوا أيها المؤمنون لأن ساعة الجهاد ما حلت ما دقت فماذا تصنعون العفو سب شتم كذب كذا لا تصفع لا ترفع يدك أعرض عنه أعطيه صفحة وجهك وأمشي فاعفو واصفحوا عن من يوذيكم ويريد إلقاءكم في الفثنة وإقاد النار بينكم في هذا الظروف بالذات ما لكم قدرة على قتال ولا عد ولا عتاد ما عليكم إلا العفو والصفح فاعفو واصفحوا إلى متى حتى يأتي الله بأمعه مات الله أعلم أي حتى تتحد كلمتكم وانتظم شملكم وتكون أهل عد وعتاد فحينئذ بسم الله فاعفو واصفحوا إلى متى حتى يأتي الله بأمره وأمو الله آتي والله لا يعجزه شيء هذا الأمر هو أن يؤهي لكم لحمل السلاح والقتال وإعلان الحق ما دمتم ضعفا عاجزا مشتتين خمسة هنا وعشر هناك ما يشكلون مدينة واحدة ما أذن لكم في القتال لأنه لا يد إهلاككم وتدميركم فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الآن قلوب المؤمنين تقطع دما عما يصيب إخواننا في فلسطين أنواع العذاب تصب عليهم ونحن نبكي فقط لو كنا صادقين لأقبلنا على الله عز وجل فتوبنا إليه وأقبلنا في سط عليه فحرمنا ما حرم وأحللنا ما أحل وعمرنا بيوته بالبكى والدموع وتآخينا وتواددنا وتحاببنا وتقوينا وأصبحنا قدر قوة يأذن الله لنا مرق تعالى وينصرنا إذ وعد إن الله على كل شيء قديرا الذي آلمنا وأحزننا وأكربنا عندما نجد إخواننا يعذبون ونحن نشجعهم ونسمي تلك الحال لانتفاضة لانتفاضة ونحن مطوقون إسرائيل تطويقا كاملا من الجنوب من الشمال من الشرق من غير ونملك من العتال والسلاح ما لا تملكه ونقول للعزل المساكين الذين هم تحت الحصار وراء الأسوار قاتلوا بالسب الشتم والحجار والبطاطس وهذا المظهر هذا كم ومرة نحلف نقول والله لو كان رسول الله بيننا والله ما سمح لهم بهذا أبدا ولا يطلب إليهم أن يعلنوا عداهم لليهود عداهم حتى يفرج الله ما بهم هذا من أين أخر فاعفو واصبعوا حتى يأتي الله بالأمعي فالمسلمون الآن مع الضعف العجز المفروض أن يسلك هذا المسلك رباني إذ قال لهم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فكنت أود من إذاعاتنا الإسلامية وكتابنا أن يقول لإخواننا صبعوا ملئوا بيوت الله بالبكاء والصلاة والدعاء تحابوا توادوا أظهروا الإسلام حتى يفرج الله عز وجل لا نقول لهم اثبتوا على السب والشتم والتعيير والاغتيالات كأننا ما عرفنا كتاب الله ولا عرفنا سيرة رسول الله صلى الله وسلم فالرسول وإخوانه يعذبون في مكة بأبشع أنواع الأذام يغمسون في الماء حتى الموت يسحبون على الرمضى والأرض الحارة ما قال لواحد سب ولا اشتم بل قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير الإلم ويشكون فيقول اصبروا اصبروا وجاء المدينة فحصل الذي حصل في مكة واسمع ما يقول لهم فاعفوا واصبحوا إلى متى إلى ساعة وهي أن توجد لنا القدرة على القتال والطاق على الدفع وحينئذ القتال كما سيأتي لماذا ما يفهم المسلمون هذا لأنهم أبعدوهم عن القرآن القرآن يقع على الموت فقط ما يقع على الأحياء وهذا الذي نقول ونكرر بالأمس قلنا دلون على رجل يمر بأخي يقول من فضلك اجلس أقر علي شيء من القرآن أتدب وتأمل فيه لا أحد إذن هذه عبار الكتاب الكريم قال تعالى فاعفوا واصفحوا بعدما تبين لنا بعدما علمنا أن أعداءنا اليهود والنصار وأنهم يودون أن نكفر ما يودون أن نفتقر فقط أو نذل يودون أن نكفر وما بعد مصيبة الكفر من مصيبة ومع هذا يقول فاعفوا واصفحوا لأنكم أقلية ضعفة ما تقدرون على خوض معاك والحرب اصبروا حتى يتم عددكم وعتادكم وحينئذ يأتي الإذن من مولى الجميع من رب العالمين فلما أذن الله نزلت من صورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول وابنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكوا باسم الله كبيرة ولا ينصر أن الله من ينصر وعزة الله لا ينصر أن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور استقل المسلمون استقلالا من سلطة الاستعمار الغربي من أصبانيا إلى هولندا ما استطاع إقليم واحد أو مملكة أو سلطنة أو جمهورية أن يطيع الله في أربع كلمات مسحورون وإلا ماذا الحمد لله أننا في بعض الخير الله عز وجل آذن لنا في القتال ولنا لما تقوينوا قدرنا وعلمنا أن هذا القتال ضروري لو لا دفعوا الله ناس بعضهم ببعض لهدم الصوام وبيع وصلوات ومساجد يذكروا في بسم الله الكثير ولا ينصر أن الله من ينصر ثق بالله العظيم ما تقلف وعد الله ما من أحد نصر الله إلا نصر الله كيف أنصر ربي أنصر في دينه في رسوله في أوليائي في شرعه لا ينصر أن الله من ينصر إن الله قوي هل هناك قوة خرجت عن هبة الله ما من قوة لاحظ إلا والله واهبها فهو على كل شيء قدير عزيز لا يمانع في شيء كيف إذن يعد ويخلف والله ما أخلف ولا ينصر أن الله من ينصر اسم اسم خمسة وعشرين سنة فقط خمسة وعشرين سنة تكونت تلك المملكة الإسلامية من وراء نهر السند إلى وراء الأصبان خمسة وعشرين سنة بأيامها وليليها هذا وعد الله ولينصر أن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمعوا بالمعوف ونهع عن المنكر أعود فأقول وابكوا إن شئتم واضحاكوا من أندونيس إلى مريطانيا أربع وثلاثة وابين بولا استقلت ما أقيمت الصلاة في بلد فقط من شاء أن يصلي ومن شاء أن يغني ما جبية الزكاة بسم الله ووزعت على فقراء المؤمنين في تلك الدياء وخارجها أبدا ما وجد من يام بمعوف وينهى عن منكر منظمة مهمتها في القرية ثلاثة أنفار من رجال علم كبار السن أنتم مسؤولون عن القرية إذا شاهدتم منكرا أطفئوه أحبطوه غيروه زيلوه شاهدتم معروفا ترك بين إخوانكم مروا به وألزموا به حتى يبعلهم الزكاة باسم الزكاة باسم الله ما جوبيت أين المسلمون يحار العقل كيف نستقل من سلطة بريطانيا من أجل أن نقيم شرع الله ودين الله لنعبد الله ننتكس فنتغير ونتنكى لدين الله وما زالت غضبة الله ماهي ببعيدة لا يفرحن الغافلون سئل أحدهم أين الله قال بن مرصاد إن ربك لبن مرصاد وآية هذا أن أذلنا لليهود أذلنا والله أذلنا وليس اليهودهم الذين أذلون حفن خمس ملاهين والله لا أذلنا إلا الله هو الذي سلب معارفنا ومفاهمنا وعقولنا وطاقاتنا وتركنا كالبهائم لما يفعل بنا هذا لأنه مكنا وقلنا لا 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 مكناكم طهدنا بريطانا وفرنسا طالما من ذيابكم أنتم الساد أنتم الحاكمون اعبدوا الله مو بالمعفن وعنموك لا هل فهم السامعون والسامعات هذا ولا لا يا شيخ دعنا من الماضي من غد ما المانع لأي بلد إسلامي أن يجب المؤمنين على أن يغشو بيوت الله ويشهد الصلاوات الخمس ولا يتخلف أحد أبدا ما المانع ما المانع أن تجب الزكاة باسم الزكاة فريضة الله قاعدة الإسلام الخامسة ما المانع ما المانع أن يوجد في كل قرية وفي كل حي مجموعة موظفون لا باس براتب مهمتكم أن تشاهدوا إذا شاهدتم منكرا غيروه فإن الرسول ألزمنا بهذا من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطف بلسانه إذا رأيتم معروفا ما تركم مروا الناس بي يفعلوه احفظوا لنا هذه النعمة حتى يبقى أمننا ورخاؤنا وطهنا وصفاؤنا نخشى أن نسل بهذا النعيم إذا ما نحن سلكنا هذا السبيل سبيل الله عز وجل هل وجد هذا قد يقولون هذا تأخر رجعية ولكن الله أرانا آية من آياته هذه الديار ديار الإيمان قبل وجود دولة أمو بالمعوفة عن المنكر كيف كانت هذه البلاد ما حدثكم أباؤكم ما كان الحاج يسقونه الملحار حتى يفرز الديار من بطنه كيف كانت كانت القبور تعبد أكثر مما تعبد في دياركم الأشجار تعبد جاهلية عمية كيف تحولت والله ما تستطيع أميك تفعل هذا ولا روسي الحمراء ولا بلد فيتحقق أمن تمشي منطع في المملكة إلى آخر لا تخاف إلا الله والله إن بيوتا تبيت بلا أبواب والله إن بيع الذهب لا يضعون إلا خرق على دكاكنهم كيف تم هذا بالسحر بالمال أين المسلمون ما لهم عمو ما يشاهدون هذا مسحرون كيف تكون كيف تم هذا فقط لأن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غفر الله له ورحمه لما حاول أن يوجد الدولة الإسلامية وهو خارج من البلاد عزم أن يقيم على هذه الدعايم الأربعة التي لا تقوم دولة أبدا إلا عليها وإلا فهي دولة هاوية السلك وسلطانه وإن طال الزمان لا هلك فأوجد الأمر بالصلاة منين جاء بها الإسماعي الآية تقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة هذا وقتكم يا عباد الله قبل أن تعلن الحرب أقيم الصلاة وآت الزكاة لأن إقام الصلاة بالمعنى الذي يريد الله إذا قال حي على الصلاة لم يبق باب مفتوح بالمعنى وليات وليات الصلاة نحن ما نعرف إقامة الصلاة والله لا خير من كل قوى الأمن الأمن موجود في بلاد العالم وإلا بوليس نظام بذقة هل ما فيه سرق ولا تلصص ولا جرائم هنفع البوليس والله لو قيمت الصلاة في قايا أو بلد أو عالم كما يريد الله ما احتجنا إلى شيء اسم بوليس ولا توجد سرق إلا فالذه مرة من شاد من الشوال عن هذا والمسلمون عميان ما يبصرون أبدا إلى الآن ما بلغنا أن حاكما استفى وقال لماذا لا نؤسس دولتنا من جديد على هذه الدعائم الأربعة التي شاهدنا آثارها في هذه الديار هل يكلف هذا شيئا والله لا يكلف شيئا قانون اسماو أولا تبتدي قضية الهيئة كل قرية كل حي مجموعة خمسا فار ستة أنتم رقباء أنتم الحمات أنتم الآمن بالمعوف والناه عن المنكر لا يتخلف عن الصلاة أحد وتدخل الأمة في بيوت الله تبكي ينتهي كل شر وفساد لعل يواهم أقول دائما من أربعين سنة تعالوا بنا نذهب إلى المحافظة إلى مدير الشرطة أعطينا بيانا بجرائم هذا الأسبوع هذا سرق هذا سب أباه هذا نك فعلى كذا وفعلى كذا أعطينا قائمة فنقول والله إن وجدنا من المقيمين للصلاة أسماء مسجلة تزيد على خمسة في المئة يذبحوني خمسة وتسعين في المئة من تارك الصلاة ومن المصلين اللاهين وإلى الآن ما اصدقى واحد يهود في أي بلد إسلامي حتى في المدينة إن وجدنا نسبة أكثر من خمسة بالمئة افعلوا ما شئتم وذلكم لأن ربي يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر ماهي قوى الأمن هي التي تنهى الصلاة ومع هذا إلى الآن ما بلغنا في بلد الأمر بالصلاة أبدا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذه التربية الربانية الإلهية أما بإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وعاطف على ذلك فئن الخيرات إذ الزكاة قد لا تكفي للسلاح والعتاد والجهاد والفقاء والأغنياء إذن وما تقدموا لأنفسكم من خير مطلق خير تجدوه عند الله هذا ترغيب وإلى لا وأخيرا يقول إن الله بما تعملون بصير هنا هل نحن مؤمنون بأن الله بصير بأعمالنا مطلع عليها نضكو هذا والله ما ذكره أحد واستطاع أن يغش أو يخدع بلغ بنا الحد أن الخيات يخيط ثوبين هذا هذا لمن هذا للسوق وهذا للذمة ها يتم هذا بين المؤمنين هذا آل الثوب للسوق فقط ما يحسن خياطته وهذا لا موصى به أو مطالب منه هذا مثال مظاهر الغش والخداع بين المسلمين يعجز القلب عن تصورها ما هو السر ما يراقبون الله والمراقبة ذات أثر اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه أسألكم بالله الذي يفعل فعلا وهو يرى أن الله يراه يسيء فيه يفسده لو يذكر أن الله يراه ما يستطيع أنه واصل عمله وقد بشرنا الرسول وبيننا بهذا ذاك الإسرائيل الذي راود ابنة عمه عاما كاملا وهو يراودها عن نفسها وهي تتمنع لإيمانها ولما اضطرت الحاجة وأزجأها الفقر الخصاصة وسلمت نفسها مكره لجوعها ما إن جلس منها مجلس الرجل من مرأته وقالت له وقالت له أما تخاف الله بأي حق تفتض هذا الخاتم قام الشاب يرتعد وترك المال وهو يصرخ ويبقي هذا ذكرته فذكر قلب حي غشية غفل وضلالة ماء فط صرخ وإن قلنا هذا في بني إسرائيل والعهد بعيد عندنا في المدينة في سوق التمار على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إمرأة مؤمنة زوجها في الجهاد خرج في غزوة فاضطرت إلى أن تخرج إلى السوق لتشتري تمر لأطفالها وأغلب قوتهم التمر ما إن اشتارت منه وهي محتجبة لا يرى منها شيء لكن أخرجت يدها وفيها النقود كيف تعطيه النقود ما إن شاهد كفها يلوح كالقمر حتى غشيه الشيطان وغطه وقبل ذلك اليد فانتزعت يدها منه ما إن استفاق هو الله إلى جبل أحد وهو يصرخ في الشوابع يبكي ويحفو الطراب على رأصه وينتفي شعره عرفتم الإيمان حتى دخل المسجد النبوي وشكا إلى أصول ما أصابه وسلاه الرسول وصباه قال صليت معانا هذه الصلاة قال نعم قال وأقم الصلاة طرف النهاي وزلف من الليل إن الحسنات يذهب من السيئات ذلك ذكال الذاكرين إذن ولو أخذنا بهدي القرآن عدنا للهدايا القرآنية آية من صورة العنكبوت اسمعوا الله يقول يقول في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابع له يقول له مرضيا معلما حتى يتخرج ربانيا يقول لو أطل ما أوحي إليك من الكتاب هذه خطوة يقرأ يا رسولنا ما أوحاه الله إليك من الكتاب والله إن قراءة القرآن لا على الموتى ولا من أجل الحفظ ليقال حافظ قراءة القرآن للتدبر والتفكر واجتلاء العباء وأخذ المعاني والهدى والنور هذه القراءة هذه لا يعادل ها شيء إلا ما ذكر معها أطل ما أوحي إليك من الكتاب يقوى إيمانك تتم قدرتك يحسن قل ما شيث من آدابك وأخلاقك وكمالاتك لأنها طاقة كاملة من النور تفترق منها أنت لنفسك أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة وإقامة الصلاة يا معاشر المستمعين أسألوا الفقهاء لا يقال أقاما وهي معوجة ولا ناقصة إلا إذا أدها الأداء المشروع بكامل شروطها وأركانها وسننها وآدابها حتى تتولد منها تلك الطاقة النورانية المسمات بالحسنات وأقم الصلاة لما يا الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذان اثنان والثالث ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر أريني مؤمن أن يذكر الله بقلبه ولسانه ويستطيع أن يسب أو يشتم وهو يذكر أريني مؤمن يذكر الله تقربا إليه وتزلبا وتملقا إليه بذكر اسمه وهو ينظر إلى ما يتلذى بالنظر إليه أريني ذاكرا لله بقلبه ويطفف في كيل أو وزنه يعد وهو عازم على أن يخلف يستدين وهو عازم على أن لا يقضي ولا يهد والله ما كان فكل الجرائم التي ترتكب سببها أن نسيها ما ذكر الله ولا سألوا عنه كل الذي يحدث من الفساد والشر ناتج عن الغفل عن الله إما ما عرفوه أو ما عرف معرفة كاملة فنسوه وتركوه فحصل الذي حصل ولذكر الله أكبر والرابع والأخير والله يعلم ما تصنعون كقوله إن الله بما تعملون أبصير اسمع حركاتك وسكناتك عملك داخل البيت خارجها وتحت نظارة الله انتبه أنك مراقب في سلوقك فهذا الذي يشعب أنه مراقب يستطيع أن يغش أو يفسد أنا أود أن تدلوني على رباني عرف الله وأحبه واستقام على طاعتي أنه يفسد بينكم هات فكل الفساد والشر من الغافلين والجاهلين والذين لا بصيرة لهم إذن كيف نرجع ما الحل يا عباد الله ننتهي حتى يجي عمر بالخطر والله ما يجي وإذا جاء عمر يبدأ كما قلنا لكم نبدأ في صدق وإلى لا عندنا الآن زوار من الشرق والغرب جربوا ما عندكم قراء توجد قراء فيها مئتين ثلاثمائة ساكن إلى ألف أهل القارية يتعهدون في صدق ألا يتخلف رجل ولا مرأة إلا ذو عذر وليشهدوا كلهم صلاة المغرب والإجهاء في مسجد الله في بيت الله يجتمعون ما يبقى في البيت أحد أما الدكان أما المقهى لا مقهى ولا دكان أهل القارية كلهم في المسجد النساء وراء حجاب أو سطار والفحول أمامهم والمعلم بين أيدي الجميع ليلة آية وأخرى حديثا طول العام يتعلمون الكتاب والحكمة وتزكى أنفسهم وتطهر أخلاقهم وتسمو آدابهم سنة واحدة كيف يصبح هذا الحي أو القرياء تنتهي كل الإحن والمعن والأباطل والطرهات والخوافات والضلالات لأنها نور الله آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هذا الكتاب الكريم لماذا نعمل هذا سبحان الله العظيم سنة كاملة ونصف ونحن ننادي بهذا وكتاب المسجد وبيت المسلم موجود أهل البيت في بيتهم يجتمع الأطفال وأمهم وأبوهم ويجتمعون بين يدي أبيهم يقرؤون آية من كتاب الله ويتغنون بها بأنغام لذيرة طيبة حتى يحفظوها ويبين لهم وراد الله منها والمطلوب ما هو إن كان عقيدة عقدوها لا تنحل من قلوبهم كان أدب من تلك الساعة التزموا به وتأدبوا خلق تخلقوا ويجب عرفوا منك وتركوه لما ما نفعل والله لو جاء عمر ما يفعل إلا هذا أما السيف ما ينبع بين السيف ما هو إلا أن نعود إلى الله لأننا قادرون والحمد لله الرسول في خمس أيام بنى مسجد قوبة في أقل من شهر بنى هذا المسجد ما نحتاج إلى عناء ولا مشقة الخشب والحطب نضلل الناس عن الشمس والمطل ونجتمع في بيوت الله قالوا ما نستطيع إذن ماذا تستطيعون كيف تطلعون إلى السماء بالسحر يعني أو ما عندكم أمل في أن تختيقوا السماوات السبع ما عرفنا يا شيخ ما عرفتم كيف مسلمون ما تعرفون ما قرأتم حكم الله قد أفلح من زكا وقد خاب من دسا هل قام رجو في القرية وقال يا شيخ أنا أريد أن نزكي نفسي بماذا ما هي أدوات التسكية هذه آبدا ولا يسأل حد إذن كيف نعرج إلى الملاكوث الأعلى ونواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو بالأحلام والآمال الكاذبة أو بالنسبة الفارغة حكم الله صدر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والفتن تنتقل من بلد إلى بلد وهي عارمة ولا يطفئها إلا أن نعود إلى الله إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقى وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم ما آنيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو مصارا تلك أمانيهم قل هاتوا بهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أزرع عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فله أزرع عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصاء على شيء وقالت النصاء ليست اليهود على شيء وهم يثلون كتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار من القائلون اليهود والنصار اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصار والنصار قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان صليبيا نصاري مسيحا ونحن نقول لن يدخل الجنة والله إلا من كان مسلما حنيفيا والآن هاتوا الدعاوة إذا لم تدعمها بينا دعاوة باطلة هاتوا البارهن على أن اليهود هم أهل الجنة وحدة الله أخبر بذلك هذا كتاب النصار رأى الله أخبر بأنهم أهل الجنة وسواهم محروا منها فليتفضل أين الأدلة والبواهين إلا دعوة باطلة ولا تعد كونها أمانية كاربة تلك أمانيهم فقط والأماني لا قيمة لها تذهب أدراج رياح نعم إذا تمنيت على الله اسأله ادعو طلع إليه اعمل بمختضيات النجاح والفوز لا مجاوة تتمنى ولهذا يقول الأماني بضائع النوكة أي الحمقى الأحمق هذا بضاعة التمني جالس تحت الشجرة وفي ظل الجدار ويتمنى أن تأتي القصعة مملوء برز واللعم يمشي واطلب وابحث ونحن أيضا نتمنى على الله كذا كيف تتمنى أن تأدعو تضرع ابكي وأمل بالأسباب التي تصل بك إلى مرادك أما أن تعصي الله في ذلك ولا تلتبت إلى ما قنن أو شرع أو سن من قوانين وسنن بها يصل العبد إلى أهدافه وأغراضه وتقول أتمنى على الله هؤلاء اليهود والنصار أصحاب الديانة البارزة العالية في العالم سمعتم ما قالوا وقص الله علينا خباهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار ليس معنى أن النصار واليهود هم الذين يدخل الجنة ولكن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا تهوذ وادخل ومع هذا لحسدهم لا يسمحون لأعد أن يتهول يعرض عليهم أن لك رغبة في أن تكون والعياذ بالله يهوديا لن يقبل احتكار الجنة لا يدخل إلا يهودي الأصل والنسب من أولاد إسحاق إسرائيل كيف يدخل الجنة من عداهم إذن والنصار يغابون لأنهم يعرفون أنهم إلى الهاوية إلى جهنم مصير لا حد له فلهذا بودهم أن البشر يكون وتتنصر يبدلون الرخيص والغالي والنفيس والخصيص من أجل أن ينصر البشرية وخاصة المسلمين بوذا هنادك مشركين ماجوس لا يهمهم أن يتنصروا أو لا يتنصروا لكن ها المسلمون أهل الجنة الوابثون لدار السلام هؤلاء فازوا بها ماذا نصنع إذن نصرفهم عن الإسلام والله إن لديهم لخططا أعني عندنا القسس ومن يسمون برجال الدين خطط لتدمير الإسلام الأمر العجب إذن وقالوا لن يدخل الجنة فهم يؤمنون بالآخر والقيام والحساب والجزاء ويؤمنون بالجنة لكن النصاعى معتقدهم في الجنة أن الأرواح البشرية فقط لا أجسام ولا أبدان ولا ذوات نعيم وروحان فقط كالنائم روحوا في نعيم أو في جعيم ولا جسم في ذلك ولا بلن وهذا كفر صراح وبواح وصاحب كافر لأنه كذب الله وكذب رسوله وكذب العقل وكذب وكذب من أجل اتباعه لما شايخ الباطل وهو أساء الضلالة عرفتم أن النصاعى إلى الآن ما يعرفون الجنة كما نعرفها وأن ساكنها يسكن ببدنه وأن الأجسام ستكمل وستتعد وتصبر على جسم واحد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هكون أبناء ثلاث وثلاثين سنة متساوين في هذه السنة وطول الواحد منا ستون ذران ثلاثون ميت في الهوى وهذا الذي كان لأبي البشري آدم لما خلق لما خلق الله آدم وصواه ونفخ فيه مرحي كان طوله الجسمان ستون ذرعا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال الله تعالى تلك آمانيهم هذا الذي يعيشون عليه وقد قدمنا الأمنية والتمني هذه إذا لم يعمل العبد على تحقيق أمنيته من طريق الوسائل المشروعة والسنن الموضوع للوصول إلى هذه الأمنية فهو أحمق لا قيمة له ولذا قالوا الأمان بضايع النوكة إذن الأحمق هو الذي يجبس في بيته وتمنى أن يمتلئ حجه دراهم ودنانية تلك أمانيهم قال تعالى قل هات بهانكم حكى قولهم ومعتقدهم وما يتبجحون به وأخبر أن هذا مجرد أماني لا تتحقق بحال من الأحوال لأن الجنة نحن عرفنا حكم الله الصادر على البشر كلها أبيضها وأصفرها قد أفلح من زكا وقد خاب من دستها وقلنا غير ما مر هنا تقرير المصير لا يوم القيام أبدا الآدمي هو الذي يقارر مصير بنفسه اليوم قبل أن تتغاغر وأن تبلغ الروح للحنجرة فإن هو آمن وعمل صالحا حسب ما شرع الشارع الحكيم فلا قدم ولا أخر ولا زاد ولا نقص وراع الزمان والمكان أنتج ذلك العمل زكاة روحه وطهارة نفسه وأصبح شبيها بأهل الملاكوت الأعلى الملائكة النورانين الروحانين بذلك أصبح أهلا للجنة أما أن يلوثها ويخبثها ويذعنا بأوضار الذنوب والمعاصي ومن أقبحها الشرك والكضوء ويرجو ويحلم ويتمنى أن يدخل دار السلام والله ما دخلها وما هو لها بأهل أبدا لقد مضى حكم الله في العالمين إن الأبراء هذه لا يسمعنا وإلى لا إن الأبراء ما لهم لفي نعيم والله لفي نعيم وإن الفجاء لفي جهيم من هم الأبراء ومن هم الفجاء كل الناس يعرفون البار المطيع الصادق في طاعة لله ورسوله فبذلك زكت نفسه وطابت وطوات والفاج من هو الذي اتفجر عن القانون وخرج عن النظام فسق عن طاعة الله وأقبل على معاصيه فسودت نفسه وخبثت وتعفنت وما أصبح إلا كالشياطين والشياطين يدخلون الجنة باره السلام تورد منها إبليس وأبليس هل عرفتم عن اليهود والنصار كيف يتبجحون لن يدخل الجنة إلا من كان مسيحيا لو تحظى خطب القسس ومواعظهم تسمع هذا كلام لن يدخل واليهود أيضا في بيعة يقول كذلك الجنة ممنوع محاوام إلا على اليهود وحكم الله عز وجل الحمد لله الحمد لله أن عندنا حكم الله ما نقول قال آباؤنا أو أجدادنا أو أسلافنا هذا كتاب الله بين أيدينا قل هاتوا بوهانكم إن كنتم صادقين التقليد الأعمى لا قيمة لا مذموم إذا قلت غيرت لا بد أن يكون عندك دليل وبوهان تثبت به ما قلت هم أجيال وأمم يتبعوا بعض وبعض على التقليد الأعمى قالوا الجنة لنا الجنة لنا ما الدليل عندهم صك من الله عز وجل كتاب في يد وسون من أين لهم هاتوا بوهانكم إن كنتم صادقين فهل يستطيعون أن يأتوا ببوهان أي بحجة ببيان بدليل والله الذي ليل غير ما كان ولو قضوا عليه لحاجوا بها رسول الله وطرحوا بين يده ولكن يطعطعون رؤوسهم وجدنا آبانا هكذا قال علماؤنا هذه عقيدتنا ماذا نصنع هذا هو الجواب آت البوهان ثم قال تعالى بلى أي ليس الأمر كما تزعمون وتدعون أيها المغفلون المغربين المخدوعون بلى ليس الأمر أبدا كما تدعون بل القضية من أسلم وجه لله وهو محر من أسلم وجهه لله ومحصن هو صاحب الجنة ومولاها وساكنها ومن لم يسلم وجهه لله ولم يحسن في عمل الله فهيهات هيهات أن يكون في جوار الله وأن ينزل دار الأباء والسلام ما ما معنى أسلم وجهه لله الإسلام عافتموه فلان أسلم كالنقود أسلمته البضاعة أعطيته ومنه بيع السلم إذن أسلم بمعنى أعطى والإسلام مصدر أسلم يسلم فلان أسلم قد نقول دخل في الإسلام ولكن حقيقة أنه أعطى قلبه ووجه لله أسلم وجه لله وأعطاه لله فأصبح لا ينظر إلا إلى الله لا يحب ولا يكر ولا يعطي ولا يأخذ ولا يبني ولا يهدم ولا يزوج ولا يطلق ولا ولا إلا وهو مع الله هذا هو الإسلام أسلم وجهه لله والحال أنه محسن وهذه الحقيقة ما تنسوها قد تصلي ولا تنتج ولك صلاتك إجرام وإلا أوقيا قد تصوم وتخذ من صيامك بلا شيء قد تخوض المعارك والدماء وتخذ بلا شيء إذ لابد من الإحسان وهو إتقان العمل وتجويده وتحسينه حتى ينتج الطاقة التي من شأنه أن يولدها وهذا جبريل قد شاهدتم سميتم وعرفتم لما سأل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وسأله عن الإحسان مبنى هذا الدين ثلاثة دعائم إيمان إسلام إحسان على كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذا هذا الدين يضع على هذه الحقائق الثلاثة إيمان إسلام إحسان ما هو الإحسان أن تعرض الله كأنك ترى كأنك ترى الإحسان أنقنه وإتقان العمل وتجويده وتحسينه حتى ينتج وإلا لا كيف تستطيع أن تحسن عملك وتجوده حتى ينتج لن تستطيع إلا إذا كنت أثناء العمل كأنك تنظر إلى الله أو على الأقل تعلم أن الله ينظر إليه عاجب لا تنخدع وتستطيع أن تقول أن أحسن عملي وأثقنه أو أشوذه حتى ينتج الطاقة وأنت لا تراقب الله لن يكون هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه لضعفك فإنه يراك فأنت بين الحالين أخذت تتوضى تغتسل تصلي تجاهد تقول تقرأ إن كنت مع الله أحسنت عملك وأديت على الوجه المطلوب وبذلك ينتج لك الحسنات وإن أنت أديتها غافلة ما تنتج وهذه محنتنا عام هذه محنة الكل إلا من أخذ الله بيده ماذا نصنع هيا نربي نربي أنفسنا نعوذها نعوذها حتى نصبح دائما مع الله قلوبنا ذاكرة وأسنتنا ذاكرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا ذكر الله أكبر ندخل في الصلاة ونخرج ما شعرنا أننا مع الله ولا كنا مع الله أبدا كيف تنتج هذه العبادة تذكرون ما رواه أهل العلم من أن بعض المصلين ليس لهم صلاته إلا عشرها ما له إلا عشر صلاته ومن هم لا سلو إلا وبر إلا نصف إلا ثلث إلا ثلثين وأكملنا من تكتب له صلاته كلها لأنه من ساعة ما قال الله أكبر هو مع الله يتكلم معه يناجي يسأله يعظمه معه لا يلتبت إلى غير أبدا هذا قد صلى وأنتجت له صلاته النور الذي به يعف الطريقة ويستف سبيل الرشاد إذن أسلم وجهه لله والحال أنه محسن قد قلت لكم إسلام الوجه أعطاه القلب والوجه للعبد لله أن يعطي كله لربه كما قلنا دائما المسلم الحق يبني بنايا بدون إذن الله يهدمها بدون إذن الله يساف أو يقيم بدون إذن الله يتزوج أو يطلق بدون إذن الله إذ هو لله إنا لله إعلان هذا وإلى نكذب إنا لله بكلنا آباؤنا وأماتنا من خلقنا من رزقنا من أوجدنا أليس هو فكيف نحن لغيري نحن لله إنا لله وإنا إلى واجعون فمن كان لله إذن عندما يأخذ في هذه الطاعة لابد أن يحسنها حتى تثمر أن يجودها أن يثقنها لأن المقصود ما هو ركوعك سجودك المقصود أن تقلي عشر دقائق مع الله تتكلم معه وتناجيه وتعرض حاجتك وتبكي بين يديه وتستأنس لحظة وساعة وأنت بين يدي الله غافل معرض عن العالم بكل ما فيه هذا هو الإحسان أما الدخول في العبادة بدون إحسان ما تنتج والشاهد الحياة شاهدة نصلي ونخرج ما بالمسجد نقول الباطل والهجر السلام عليكم فرقنا من الصلاة ويضحك ويسلم ويشتم أين صلاته بلى من أسلم وجه لله وهو وهو الحال والحال أنه محسن أيما حج أو عمى أو صداقة أو صلاة أو أي عبادة تعبدها إذا لم تحسنها اعلم أنها ذهبت أدراجرية ولن تنتبع بشيء منها إلا إذا أحسنتها أتقنتها وجودتها وهذا الإحسان غير ما مر يتمثل في أن تكون العبادة تؤدى كما شرعها الله لا تزد ولا تنقص منها لا تقدم ولا تؤخر إذا شارع الله لها مكان تؤدى فيه لا يمكن أن تنتج إلا فيه لا تؤدها إلا فيه عين لها زمان وقت معين لا يمكن أن تنتج إذا فأس في غير وقتها وهذه كله مقتضاية الحسن والآن معشر السامعين والسامعات من المؤمنين المؤمنات هذه الجملة عرفتمها إدعى اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا أهم إدعى النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا أهم سمعتم وإلا لا ممكن قد ادعى الذين من قبلهم من المشركين وأنواع الأمم كما قال الذين من قبلهم جائز هذا والحكم والفصل فيها لقضية ما هو بلى ليس الأمر كما يدعون أو كما ندعي أنا أو أنت بل من أسلم وجهه لله والحال أنه مؤسس أطاع الله طاعة سليمة ثابتة مستوفاة الشروط والأركان أي من أجل أن تولد النور القضية تدور حول هذا وإلا لا والحمد لله هذه المخترعات عرفنا فيما كنا تدور وإلا لا ماذا تسمى تولد الكهربة فيما كنت تولد الكهربة وإلا لا لو اختل هذا الجهاز يولد وإلا لا ما يولد الدخان فقط خريب ماذا أصابه قطعة من قطعه سقطت أو تغيرت فهذه العبادات أصوم نفسه يا أيها الصائمون إن لم تحتسب صومك لله وتلتزم بشروط التي مشروطة للصيام ما أنتج لك شيئا ظللت جائعا فقط ضمآن ولا أهجر لك وهذه المسائل البسيطة عندنا نقول صم قبل المغرب قولنا راقبت أن أشرب كاس ليمون وشربت تعطى أجر الصائم والله ولا حسن كيف عشر ساعات ونصائم لأن قضية ما قضية جزاء صمتا لا يعطيك أجر قضية توليد الحسنات هذه العملية فسدت عليك أنت الذي أفسدتها ما تثبت لك ولا حسن واحدة انطفأ ذلك النور الصلاة تصلي أربع ركعات وتقول نزيد ركعا أنا في صحة وآفية خلي نصلي العشر أربع خمس ركعات في من يقول صلاتك صحيحة تصحوا لما ما تصح أنا عصيت الله أنا زد الجواب عندكم أن العملية بطلة مفعولة ما تنتج لك النور الذي تطلبه أي الحسنات تعطلت أعيد صلاتك هكذا يقول الفقه بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحب بشراكم أيها المؤمنون من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره أجره وماذا فعل فعل حتى يكون له أجر ماذا فعل حتى يعطى الأجر الأجر مقابل عمل إن يا عبد الله إنه صام وابط وجاهد وأنفق ماله وجهده وصلى وهو هل كله أعمال تذهب سدى فله أجره على ما على ما عاش يعبد الله به ما هي الطاعات ما أسلم وجهه حياته كله لله إذن ما يكون له أجر لا بل له أجر فله أجره عند ربه هو الذي يتولى جزاءه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمن وفرح أمن وفرح ماذا بقي بعد ذلك إذا كان العبد فرحا مصورا وفي نفس الوقت آمن من كل خوف ما بعد هذا النعيم من نعيمه نضيع هذه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلا أنها لمادية ولخرى دنيوية هذه بعض آياء من صورة قريش من 6200 عبين آياء دائما نقول سبحان الله العظيم أكبر دولة في العالم كانت أمريكا وروسيا والآن اليابان والصين تعمل الليل والنهار بأجهزة لا حد لا من أجل أن تحقق لذلك الشعب الذي تحكم وتسوده أمنا أمنا وطعاما أو غدا ووالله ما أفلحت واحدة إن مجد الطعام ما أجد الأمن بل يوجد في البلد الواحد الجائعون والمجرمون والظالمون والخائفون سبحان الله العظيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلا فليعبدوا رب لأنه دمى قوى الشر وهزم أصحاب الفيل من أجلهم إلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتحقق لأهل الحرم من الطعام والشراب مالهم يتحقق الأمنا وخاصة في تلك الأيام أمن فقط أربعة أشهر يعلن عن ماذا يعلن عن هذنة لا يغفع فيها السلاح هكذا جبل الله قلوبهم وفطاها تتجول في الأربعة أشهر حيث سيت لا تقاب قريش يرحلون رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء اليمن فيعودون بأرزاق وخيرات لا حد لها فيبقون في الحرام يشربون الخام ويلعبون القمار ويأكلون ويشربون وهم آمنون مطمئنون هذا إفضل الله وإن عاموا عليهم لأنهم سكان حماة وحماة حرامية إلا لما غزى النجال أبرها عميل النجاشي وأراد تحطيم الكعب والقضاء على ذلك المجد سلط الله عليهم نوعا من الطير طيرنا بابل كهذه القاذفات التي تحملها النفاذات ودمرها فجعلهم كعاصف ما يكون لأجل ماذا لإلاف قريش حتى تعلف قريش بحلتيها في الشتاء والصيف ولا تخاف إلا الله إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كلما نقرأ هذه الآية ونفكر نقول سبحان الله الدول تعمل ليلة نهار بأجهزة مختلفة ووزارات متعددة من أجل فقط أن يؤمنوا الشعب لا يسلق ولا يسلب ولا يتلصص عليه ولا يؤذى في عضي ولا مال ولا دمي والله ما حققوا من أجل أن يحققوا الخبز للجميع ما استطاعوا إذن فلو أقبل أي شعب أو أم على الله إقبال صادقة لحقق لهم ذلك والله لأطعمهم وما جاعوا ولأمنهم ولا خافوا والعرب أنفسهم المسلمون يعانون من الجوع والخوف وإلى الآن ما عرفوا الطريق لاحت لهم الاشتراك يظنوا أنهم وصلوا جربوها وجدوها سما فزعاقا هيا إلى الإسلام ما استطاعوا لعلهم مسحورون ممكن ما المانع أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله ونحن المسلمون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه لله ومعسنهم بلى من أسلم وجه لله ومعسنهم ونشاهد أو ما نشاهد والله لقد تحقق في هذه البلاد أمن على يد عبد العزيز والله ما تحقق في الأرض إلا أيام السلب الصالح القرون الثلاثة لا سلاح ولا طيارات ولا قنابل ولا ولا فقط قالوا لا إله إلى الله وأقاموا دولتهم على دعائهم أرادها الله أمروا بالمعوفنه عن المنكة أقول هذا حتى تعرف أن الله لا يخلف وعده باب الله مفتوح أيما إقليم أيما شعب أيما جبل عليه ناس وأقبلوا على الله في صدق إلا وتحقق لهم هذا الموعود لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم أصبحوا أولياءه من هم أولياء الله سيد عبد القادر سيد مابوك البدوي حيظهوس من هم أولياء الله بلغ أمة الإسلام تعرف هذا المعرف اسم اسم هذا البيان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من القائل مالك كل شيء والذي بيده كل شيء يعلن هذا الإعلان ممكن لا يكون صحيحا أعوذ بالله الله قوي قدير لا يعجزه شيء ولا يخف عليه شيء فكيف إذا لا يصدق فيما يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في البارزخ ولا في الآخرة في الحيوات في الحيوات الثلاث في الدنيا لا يخافون في القبر إلى يوم القيامة لا يحزنوا لا يخافون في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون من هم أولياء الله سيد البادوي كنا نقول دائما الآن تفتح العالم بعض الشيء لأسباب معروفة منها الاتصالات العالمية بوسيط متعددة والله قبل فترة من الزمن لو تدخل على أهل قرية أو مدينة وتلقى أول رجل وتقول يا سيد أنا غريب الدار جئت الآن من بلادي وأريد أن تدلني على ولي من أولياء الله في هذه المدينة أزوره والله ما يأخذ بيدك إلا إلى غريح ولا يفهم أن هناك ولي بيننا حتى لو دخلت القاهة أو دمشق أو بغداد أو مكة يا سيد أنا غريب جئت إلى البلد دلني على ولي من أولياء الله أزوره والله ما يقول إلا امشي ورائي حتى يصل بك إلى غريح سيدي فلان هذا الولي أما ولي حي يمشي ما فيه أبدا لما لأنهم عافوا أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب من آذى أو عاد ولي الله أعلن الله الحرب عليه ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر والله ما هو إلا ينتصر فمن هنا إذا أصبحنا كأهل المسجد الآن كلكم أولياء الله وإلى لا أولياء الله هل يجوز يا هذا أن تسب أحدنا الآن أو تشتمه أو تؤذيه أو تدفعه أو تنظر إليه بنظر شزراء أو تدس يدك في جيبه لتخي جماله يجوز أولياء الله أتريد أن تعلن الحرب عليك إلا ننتبه إذن لما يعرف المؤمنون هذا ما بقي سارقة ولا خداع ولا غش ولا رصوص ولا جريمة ولا ولا لأن أولياء الله نحن نعرف العوام أمام الولي يرتعد إذا دخل الضريح يذوب من الخشوع فكيف إذن يجد وليا في الشارع ويسبه أو يشتمه ما هم عقول أبدا هل عرفتم السر وإلى ما زلتم أعداء الإسلام هم الذين مسخونا عرفتم حولوا القرآن إلى القبور أعوذ بالله القرآن ينقى على القبور من يتقى على القرآن يمجنون يقوم يتحرك يقوم يغتسل من جنابته يرد حقوق الناس كيف تعظوا مهيتا أغثى من ثمانمائات سنة والقرآن يقع على الموتى القرآن نزل ليقع على الموتى من صرفنا مثل القرآن مثل أولياء ليبيحوا للمسلمين أن ينكي حراج الموتى جاريه ويفسد عليه زوجته ويصدب ماله قالوا ما فيها أولياء قال الولي سيدي فلان الذي على قبع قبة خضاء بيضاء هذا هو الولي أما الشعب كله ما فيه ولي حتى قال كاتب من قال أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة لا إله إلا الله أرأيتم كيف هبطنا أمر عظيم هذا من ادعى أنه ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة إذن قولنا عدو الله أحسن أعوذ بالله إذن بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجه عند ربه ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزق ولا يوم القيامة ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث الدنيا والبرزق والقيامة من نفى عنهم الخوف والحزن القوي وإلى لا ثم قال تعالى وقالت اليهود والنصارى هنا أذكروا أن نجران التي في جنوب المملكة كان فيها نصارى كثير النصانية تحولت من الشام إليهم بالوصائف اليهودية كانت موجودة في الجنوب ما في عجب إذن هذا الوفد المؤلف من ستين فارسا يركبون الخيول جاءوا من نجران إلى المدينة متى هذا؟ على عهد من؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ الإسلام لما أخذ الإسلام ينتشر وأنواره تطرد في الجزيرة جاءوهم أيضا ليجادلوا بل باطل لعلهم ينتصرون ونزلوا ضيوفا على رسول الله ما في فندق لا شريط ولا القصر الأحمر ماذا يفعل الرسول السلام؟ ويزحوا أن تخذ واحد أن تخذ اثنين ثلاثة ضيوف علينا وينزلون في المسجد ستون راكبا وجلهم علماء قصص ورهبان جادلوا في شأن عيسى وقد عرفتم أن الله أنزل فيهم نيفا وتمانين آية أين توجد هذه الآيات؟ إنها في آل عمران جاءوا يجادلون في شأن عيسى محمد عابي لا يعرف عن عيسى ولا عن أمه الآن يغلبونه فإذا بيقص عليهم تاريخ جدت عيسى ما يأمه إيمان فبهام ثم قالبهم بالمباهرة ما زيتم مصررين على أنكم على الحق هيا نقف في هذا المسجد ونافع أيدينا إلى الله ونقول الله من كان على الحق فأبقيه ومن كان على الباطل فأفنيه واستعدوا عند الدكة فجأ خرج أبو القاسم صلى الله وسلم وفاطم وراءه والحسن الحسين عن يميني وشماله وعلي أمامهم أو أراهم ما إن شهدوا تلك الوجوه المشرقة حتى نهار انهيارا كاملا وقالوا ويلكم إن باهلتموا لن تبقى فيكم عين تطرف فاستسلموا وراضوا بالجزية وأن يعفوا عنهم ويأطلقوهم هذه الأيام التي كانوا هنا اليهود موجودون وهم متألمون أيضا من هذا الوفد المسيحي لأنهم عدا عداوة الشيطان للإنسان وللحقيقة إلى الآن يجهلها العرب المسلمون اليهودي عدوه الحق هو المسيحي والمسيح عدوه اليهودي أما الظروف هذه فإن السياسة لها سلطانها استطاعوا أن يسيطوا على العالم بريال والديناء فأخضعوا ربا لسلطانهم أما ما أخضعوها بالمال فقط أزيدكم وإلى لا أخضعوها بأن كفهوهم النصارى ما بقي فيه من يوم بالله ولقائه والدار الآخر نسبة أكثر من عشر في المئة وما عد ذلك ملاعظة بلاشرة من فعل به مال اليهود بواسطة المذهب الماركسي تعرفون المذهب الماركسي الشموع القائم على مادة لا إلهة والحياة مادة ودرسوا هذا في الكليات والجامعات وما مضى خمسون سنة إلا وجلهم ملاعظة ما أصبحوا يغضبون لليهود ولا لغيره أما قبل هذا لأن ينظر اليهود أو النصران إلى كلب ولا ينظر إلى يهود أو النصران عدا وحسبك أن تعرف أنهم يرون اليهود قتلة إلههم هم الذين صربوا عيسى وقتلوه إذن لما حضى وفدنا جران ووحضر اليهود أخذوا يتجادلون وهاكم جدالا في كلمة أنزلها الله في كتابه قال تعالى وقالت اليهود ليست النصار على شيء لا دين عندهم ولا عقيد ولا مبد ولا ولا شيء من الدين وهو والله لكذلك وقالت النصار ليست اليهود على شيء في حفل في اجتماع جدال اليهود قالوا النصار ليسوا على شيء كفار مناجيث والنصار قالوا لليهود كذلك لستوا على شيء قال تعالى وهم يتلون الكتاب والحال أنهم يقرؤون الترات والإنجيل وكفر بعضهم إذن فكانوا بذلك صادقين لو تقرأ الترات والله ما تثبت ديانا اليهود إن محوا وخرجوا منها لو تقرأ الإنجيل ما يبقى أمامك نصران كلهم كذب دجالين انتبهتم لهذه وإننا لو أنك تفتح الترات وتحصل على نسخة قليلة التحريح وتطبق الترات على اليهود تقول والله ما آمنوا ما هم بالمؤمنين لأنهم يتناقضون مع تلام الله تأخذ الترات ولو إنجيل موقع وتقرأ بتأني وتنظر إلى النصار وتقول ما هم بمؤمنين ما فيهم مؤمن وهو كذلك يكفي أنهم كفروا بعضهم بعض وشهد الله على ذلك وأقره وقالت اليهود ليست النصار على شيء من الدين أو الحق والصحة وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتنون كتاب بمعنى أن الدعوة التي ادعاها اليهود وهي أن النصار ليسوا على شيء ما هي قائمة عن جهل عن علم لأنهم يقرأون الترات وأولئك يقرأون الإنجيل فكل شهد بالواقع وبذلك أعلمنا الله أن اليهود كالنصار ليسوا على شيء من دين الله إن أرادوا دين الله فليسلموا هذا كتاب الله بين أيديهم إذن وهم يتلون كتاب قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ليسوا وحدهم الذين لا يعلمون كالمجوس والصابع وأمم والمشركين يقولون هذه الدعوة الآن المجوس يقول لا دين إلا ديننا امشي إلى الهند وعايش البوذة لا يعترفون بدين صحيح عبد يقول الدين هو هذا الذي عندنا أين البراهين أين الحجج من بيده كتاب الله لم يزد في حرب واحد من بين يديهم رسول الله تحلف بالله بالحرام مليون مرة وإن كان لا يصح على أن هنا رسول الله والله ما حنثه والأخطاته ولا يوجد نبي على الإطلاق تحلف على أنه موجود في هذا المكان هذا هو الدين الحق من صرفهم عنه شهواتهم وأطماعهم وأهواءهم وذنوبهم وساويهم هي التي حرامتهم لو بقيت لهم عقول يفكرون بها لا اهتدوا لأنوا يرحلون يطلبون هذا الدين الصحيح ورضي الله عن سلمان الفارس كم تنقل من بلد لا بلد لا بلد حتى وصل إلى هذه المدينة أكثر من ثلاثين سنة يبحث عن دين صحيح وهم يرشدون هنا هنا وآخرا قالوا إن الدين الحق سيظهر مع نبي سيظهر في هذه الآونة فنزل المدينة رقيقا عبدا ما إن سمع بمجيء رسول في قوبة حتى هاج وكاد يطهر ولكن الآن من يبحث نعم يوجد بعض النصار يبحثون ويجدون الإسلام لكن نسبة لا تذكر وأخيرا يقول تعالى وقولوا الحق فالله يحكم بينهم يوم القيام فيما كانوا فيه يختلفون أتركوهم لله هو الذي يحكم بينهم فيما يختلفون فيه ويجزي صاحب الحق بالحق والبابة الباطل ولا حق إلا في الإسلام والمسلمين إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقها وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا لاهتدى بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع البعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمام فإنما يقول له كن فيكون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قد عرفنا أمس بما عرفنا الله تعالى من فضله في كتابه العزيز أن اليهود كفوا النصارى والنصارى كفوا اليهود إذ قالت اليهود للنصارى لجتم على شيء وقالت النصارى لليهود لستم على شيء إذن بعد هذا يبقى مجال لأن يشك عاقل في بطلان تلك الديانة اليهودية أو النصارية وقد شهد آلها بالبطلان ثم الله تعالى يقول وهم يتلون الكتاب فشهادة ماذي والله شهادة حق لأن اليهود كفوا النصارى لعلمهم بما في التوراة والنجيب والنصارى كفوا اليهود أيضا لعلمهم لا من باب العناد أو من باب الضدية كفرون وكفرهم لا وهم يتلون الكتاب إذن فلا يهودية ولا نصرانية إذن وقد تنازع هنا في هذا المسجد اليهود مع وفد نجران وقالوا ما سمعتم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال تعالى تلك أماني يوم والأماني أحلام ضائعة إذن الجنة لا يدخلها العبد بكونه يهوديا أو نصاريا وإنما يدخلها إذا كانت نفسه طاهرة زكية تصبح أهلا لمجاورة أهل الملكوت العلاء لا قضية نسب وشرف ولا نسبة إلى ملة وإنما القضية أن عبد الله من البشر أو أمث الله منهم إن زكى نفسه طيبها طهها صفاها أصبحت شبيهة بأنفسه وأواحي الملكوت العلاء أي الملائكة بهذا بهذا يدخل الجنة أما إذا كانت النفس خبيثة منتنا مظلمة كأنفس الشياطين فهي ليست بأهل أن تدخل الجنة ومن هنا كن ابن من شئت لو كنت ابن رسول الله أو أباه أو أخاه أو كنت عمه والله لن يغني ذلك عنك شيء إنزعوا من أذهانكم فكرة النسب والقرآن الكريم وضح هذه القضية أيما ترضيح ما قضى على مرأتي نبيين رسولين لوط ونوح بالدخول في النار ما قضى على ابن نوح النبي يا رسول كان عام بأنه في النار والد إبراهيم أبو أبو الخليل آذر حكم الله علي أنه في النار الرسول يقول لمن سأل عن أبيه فأخبر أنه في النار كأن ما تململ ما اصطرح قال تعال أبي وأبوك في النار ما هو أبوك أنت وعدك وأوضح من هذا قوله صلى الله وسلم يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة أنقذي نفسك من نار ونعود ونعود إلى القضية لننهيها لا تفهمن أبدا أن نسبتك إلى ولي أو نبي أو عبد صالح تشفع لك وتدخل الجنة إذا كانت النفس خبيضا وحكم الله وحكم الله الذي ما في تردد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ثم لما الناس لا يطلبون تزكية أنفسهم إذن هم الظالمون يسمع أحدهم هذا الحكم ويقرع قبلة أذنه عشرين ثلاثين سنة وهو يعلم قد أفلح من زكاها ولا يسأل يوما بما تزك النفس كيف نزكيها فإن قيل له المسؤول عن هذا في أقصى البلاد في شرقها وغربها لا يركبن مركوب ويمشي إليه ما دام مصير متوقف على تزكية نفسي وأنا كيف أزكيها وما هي الأدوات التي يزكيها بها وكيف أستعملها يا شيخ لكن مع الأسف وهذا واقع البشرية كلها إلا من رحم الله لا يسأل يكفي مسلم يكفي يهودي يكفي بودي مجوس كذا وهذه كلها أوهام وضلالات إذا لم تزكي نفسك يا بشرية حتى تصبح كأواح أهل السماء لن تدخل الجنة هذه الحقيقة مضت بنا يوم عمس ما ننسى وقد وقد عرفنا كيف فصل الله الحكم وبينه لما تنازع اليهود والنصارى ماذا قال تعالى بلى ليس الأمر كما يزعمون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجو عند ربه ولا خوف عليهم ولا ماذن ما تعطي قلبك ولا وجهك لله وتعرض عن الله ولا تستعمل أدوات التزكية التي شرعها الله ونفسك منتنة خبيثة وتقول ندخل الجنة والله لحماقة وجهل وضلال والآن مع هذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله هذا حكم عام لا يوجد على وجه البسيطة من هو أشد ظلما أو أقبح ظلما وأسوأه ممن أي من شخص يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها المساجد جمع مسجد مكان السجود لله تعالى أيما بنايا بنيت بسم الله وأطلق عليها مسجد يسجد فيها لله فهي مسجد وجمع المسجد مساجد وليس هناك أظلم من إنشان يمنع الناس من الصلاة فيها وذكر الله فيها وتعلم الهدى والكتاب فيها ثم ما يكتفي بالماء يسعى في خرابها ويعمل ليلة نهار على تدميرها أو إسقاطها أو إغلاق أبوابها أو طرد الناس منها وهل حصل في التاريخ هذا نعم حصل في القديم بخت ونصر دمر المسجد الأقصى تدميرا كاملا قريش منعت رسول الله صلى الله وسلم والمؤمنين من دخول المسجد الحرام في السنة السادس عام صلح الحديبية ما نعره إذن هذا الحكم عام أيما بشري يسعى في إفساد بيت بيوت الله بأي نوع من الفساد إما بمنع الناس من الصلاة فيها أو بإفسادها بهدمها أو تغيير أحوالها يعتبأوا من أظلم الناس ظلم بهذا النص الإله الكريم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والخراب والتدمير بمعنى واحد ثم قال تعالى أولئك البعداء ما كان له من يدخلوها إلا خائفين فقضى الله تعالى على هذه الأمة بأن تمنع كل من يريد أن يدخل بيت الله من المشركين والكافرين وإن أرادت أن يدخل تأذى له لا أن يدخلها قاهرا مذلا للمؤمنين يدخلها بإذنهم لحاجة اقتضت ذلك أما أن يدخلوا بقوة وعنف غير مبالين بسلطان المسلمين فهذا حرام علينا أن نذل لهم وأن نسكن ونتركهم يدخلون بيوت الله وهم نجس هذا في عامة المساجد أما المسجد الحرام فلا يحل لمشرك أن يدخله ولا يحل للمسلمين أن يأذنوا في دخول هذا المشرك إلى المسجد الحرام إذ قال تعالى ما كان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمسجد النبوي كذلك مسجد في حرم وحماء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرم مدينة فالمدينة حرام من عين إلى خور إذن فهذان المسجدان لهما ميزتهما لا يسمح لكافر مشرك يهدي أنا صاني أن يدخل هما باقي المساجد إن دخلوا بإذننا فلا حرش أما يدخلون قاهرين أو متسلطين لا يجب أن نجاهد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان له من يدخلوه إلا خايفين إن دخلوا بأمرنا وإذننا وهم أذلا خايفون يدخلوا أما قاهرين لا لأنهم إذا دخلوها قاهرين قد يبولون بها ويدمرون ها لكن إذا دخلوا تحت إشرافنا وبإذننا وهم في ذلك متعطع روس منكصرون لا حاج وهذا هو حكم الله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خايفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم من هؤلاء الذين توعدهم الجبار جل جلال وعظم السلطان بالخزي في الدنيا وعذاب الآخرة هم باستثناء أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله آل يهود كالنصارى كالمجوس كالصابع كالبوذ كالهنادي كل الميلل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة العذاب العظيم لأنهم أعرضوا عن الله وحاربوا مولاهم وعادوا وعادوا أولياءه وحاربوا وحاربوا أولياءه كيف ينعم عليهم بأن يسكنهم في دار السلام لا تقولن من الجائز أن يكون ما بلغتهم الدعوة لقد بلغت هذه الدعوة الآن الشرق والغرب لا يوجد بلد في العالم ما بلغ أهل أهلو أن هناك دينا إسلاميا لا يقبل الله دينا سواه في كل أنحاء المعمورة وهذا سر أن الله تعالى ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن العالم سيكون في يوم الأيام كمدينة واحدة الآن من طلوع الشمس إلى غروبها العالم هذا المسكون كأنه بلد واحد الأنباء تتوارد الأخبار تتصاقط عليهم من العلو والمراكب والطائرات كأنهم في بلد واحد ما يحتاجون إلى تعدد رسالات أعود فأقول لعل بعض السامعين ما عرفوا هذه الحقيقة وهي ليما ختم الله النبوات بنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعالم عالم علما منه تعالى بأن العالم سيتصل ببعضه البعض وستصبح هذه الدعوة تبلغه من أي جانب الآن الإداعات من خمسين سنة وهي توذيع والعالم كامل يسمع الأبعاد التي كانت المسافة التي تمشيها في شهر وشهرين وثلاثة تمشيها في ساعة اتصل العالم ببعضه بعض فمن هنا نبوة واحدة ونبي واحد يكفي بخلاف ما كان قبل النبوة المحمدية الأقاليم متباعدة أهل أقليم ما يعرفون ذلك أقليم حتى يموتوا إلا من ندر مثلا فكان الله يبعث فيه كل أمة رسولا يبعث ينبئها ويعلمها لكن لعلمه الأجل القديم أن العالم سيتصل ببعضه بعض وستبلغ هذه الدعوة الشرقي والغرضي إذن خاتم الرسالات بهذه الرسالة فلا يقول أن قائل ممكن البلد الفلاني ما بلغته الدعوة لا يوجد بلد ما بلغته في هذه الأعصر وقوله وقوله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْرُوا تذكرون أن اليهود ما زال يشنعون ويقبحون وأنكروا على الرسول لما يترك بيت المقدس بعدما استقبلها سبعة عشر أو سبعة عشر سهرا والآن يتعصب ويتحيز ويستقبل بلده ويترك بيت المقدس وهذه دار فيها صراع نزاع كبير في المدينة وسيأتي بيان ذلك في الآيات الآتية الشاهد لما تكلموا قال الله لهم وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمْ وَوَجْرُهِ لَا تُثِيُّ زُوبَعَ وَفِتْنَةِ فِي قَضِيَةِ الْقِبْلَةِ المشارق وَالْمَغْرِبِ كلُّهَا لِلَّهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُمَ اتَّجَهَتُمْ فَثَمَّ وَجْهُهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُولُّوا أُجُوَاكُمْ فَثَمَّ وَجْهُهُ اللَّهِ إِذًا بيان هذه القضية أذكروا ما سمعتموه من أن العوالم هذه يقبضها الجبار في قبضته السماوات مطويات بيمينه الأرض يضعها في كف ويقلبها كحبة خردل وقرأوا قوله تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيمِينِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ فهذا الذي الملك كله في قبرته نقول ما يوجد أينما اتجه ثم الله شارق وإلى غارب تشاءم تيامن الله عز وجل فوق الكل فهو في كل مكان بقدرة وعلمه وبعلوه والمثل البسيط الشمس لما توجد الشمس أنت تحتها حيثما اتجه ليست معك بينك وبينها ما لا يعد ولا يحصى من الأميال ولكن بكبرها وعظم جسمها ويأتبى من الأرض مليون ونصف مليون مارا هي معك هذا المثال يقرب المعنى والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس البدر فهل تضامون عند رؤيته تجزاحموا حتى تشاهدوا حيثما وقفت رأيته إذن فهذه الثورة أو الدعوة التي أقام اليهود في قضية القبلة هذه دعوة باطلة فالله عز وجل ما هو أحصوه في بيت المقدس ولا في مكان آخر فالله عز وجل فوق خلقه والخلق كله في قبضته وتحت سلطانه حيثما اتجه عبد الله هو اتجه نحو القبلة ولله المشرق والمغرب خلقا وملكا وتدبيرا فأينما تولوا أيها الناس فثم وجه الله أينما تولي الشرق غرب شمال جنوب وهنا القاعدة والقضية الفقهية هذا موطن ونقول استقبال الكعبة استقبال البيت لمن قدر عليه واجب ولا تصح صلاتك إن لم تستقبل بيت الله لكن إذا عجزت عن استقبالها مريض على سرير ما يستطيع أن يستقبل البيت لا يجد من يوجه تصح صلاته إلى غير قبلة فأينما تولوا فثم وجه الله أراد الله ليناجيه فليستقبل ما استطاع أن يستقبل ليس شرطا لكذا خائف لا يستطيع أن يستدبر المكان الذي فيه العدو أصبح عاجز عن القبلة يصل حيث هو خير وإن كان بعيدا منحرفا عن القبلة مطاود يجري العدو وراءه يصل حيث أمكن وصلاته صحيحة لأن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله جاهل ما يعرف القبلة فاجتهد وقال ممكن من هنا القبلة وقام فصل سنة كاملة وهو يصني وجاء من قال إن هذه القبلة ليست بسليمة القبلة تركتها كذا صلاته صحيحة ولا شيء عليه وقف أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليهم أما النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابته أو بغلة أو بعيره إلى غير القبلة كل من يركب سيارة أو طيارة أو بعيرا أو بغلا يتنفل حيث اتجهت دابته ولا يبالي لأن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته والآن نصلي على السيارة النافلة ولا حرج لكن الفريدة لا الفريدة إليكم البيان القطار والطائر والسيارة إذا كنت تعرف بسؤالك ربانها وقائدها أن الطائر سوف تنزل في المطار الفلاني قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بساعة في هذه الحال لا تصلي الظهر والعصر على الطيارة وأخرهما جامعا لهما جمعة أخير حتى تنزل في المطار وتتوضى وتصلي أو تتيمم وتصلي إن لم تجد ماء كذلك المغرب والعيشة إذا كنت تعلم أن الطائر تنزل بعد نصف الليل أو قبله المهم قبل الفجر أخر المغرب والعيشة إلى أن تنزل من على الطائر وتصليهما على الأرض مستقبل القبلة الصبح هو الوقت الضيق كذلك إن عرفت أن الطائر تنزل في المطار قبل طلوع الشمس أخر وإن كنت تعرف أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس صلي وهكذا الفريضة لا تصلى إلا على الأرض ما دمت مستطعة هو القطار كالسيارة لأن بعض السائقين في غير بلادنا هذه لا يوقف سيارته تصرخ أنت ما يلتبئت لك ماشي بالحافلة ولا يقف فأنت أنظر إذا خفت أن لا تصل السيارة إلى مكان لبعد غروب الشمس صلي على الداب على السيارة فإن علمت أنك تنزل قبل الغروب صلي المغرب العاصر على الظهر العاصر جمعة أخير وهكذا المغرب بوليشة هذه الفريضة هذه الفريضة أما النافل تنفل كما شئتا على السيارة على الداب على البعير واستقبلت القبلة أو لم تستقبل كيف ما كانت لأنه ذكر وتسبيح والله حيث ما كنت وجهه هناك أخذا من قوله تعالى فأينما تولو فثم وجه الله إن الله واسع عليهم واسع الفضل والكرام والإحسان واسع الذات جل جلال وعظم السلطان عليم بخلقه وحاجاتهم واضطرارهم وقدراتهم وضعفهم وهو الذي أذن لك قال وإذا أخبر عن القبلة نعم أنت تصلي إلى غيرها صليت ركع صليت ركعتين ونادك مناد أن اتجه كذا من إلى يمينك يجب أن تطه بلا تردد يبقى دقيقة أخرى فقهية إذا صليت إلى غير القبلة وما زال الوقت وجاء من علمك أن القبلة هنا ليست هناك يستحب أن تعيد صلاتك هذا إذا لم يخرج الوقت أما إن صليت وخرج الوقت فلا يعاد إجماعا على شرط أيضا أن تجتهد لأنك تصلي بدون مبالاة أصبت القبلة وأخطعت لابد أن تجتهد في معرفتها في حدود طاقتك إما بالسؤال إما بالنظر الكواكب إما وإما فلما تجتهد وتصلي إن صليت صح صلاتك إن أخطعت القبلة وكان الوقت ما زال يستحب لك أن تعيد استحبابا كالنافلة وإن لم تعيد فلا حرج أما إذا خرج الوقت دخل المغرب أو طلع الفجر على المغرب العشاء طلع الشمس فلا يعاد النافلة كما قدمنا بالنسبة إلى المراكب تصلي على السيارة على البريمة على أي مركوب تصلي النافلة بلا خلاف القضية فقط في الفريضة هل تصلي على الطيارة أو فوق السيارة أو القطار أو الحمار الجواب لا تصلي إلا إذا خفت موقنا أن الوقت يخرج أما إذا كان الوقت ما يخرج عنك تصل إلى الأرض قبل غروب الشمس لا تصلي الظهر ولا العزر أخرهما واجمعهما حتى تصليهما على الأرض وكذا المغرب والعشاء النافلة مطلقة صليها على أي مركوب الآن نحن نصلي النافلة على الصيارة في شواعي المدينة نخشى أن تفوتنا هذه النافلة نصليها ولا حرج السؤال هل نصلي النافلة قبل غروب الشمس قبل طلوعها بعد الطلوع بعد الغروب هذه القضية أيها السائل نحن ما نجيب عن الأسئلة عرفتم فنقول خمس أوقات لا نافلة فيها نهينا أن نصلي النافلة في خمسة أوقات ما هذه الأوقات الخمسة أولا من طلوع الفجر إلى الاسفرار أو إلى طلوع الشمس هذا وقت وعندما تبزغ الشمس ويطلع رأسها لا نافلة حتى ترتفع من الأرض مقدار ميتر أو أكثر هذان وقتانه الوقت الثالث إذا وقفت الشمس في كبر السماء وهل تقف نعم تقف وطالعها وحاسبها تعرف هي طالعة طالعة فارتفى 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 تصل إلى مستوى تقف حتى تضحض وتميل إذا وقفت عبدها عبادها لا يحل أن تصلي النافلة لأنك تشبهت بعبادة الشمس فإذا ضحضت ومالت إلى الغرب صلي ويستمير الجواز إلى أن يؤذن العصر وتميل الشمس وتصفر بعد صلاة العصر لا نافلة حتى تصفر الشمس هذا وقت ومن اصفرها إلى غربها وقت ثاني فهذه بالتفصيل خمسة أوقات ولا يستثنى إلا تحية المسجد أو ركعتا الطواف فقط تحية المسجد إذا كانت الشمس بيضانا قيا لا تتردد لا تجلس حتى تصلي ركعتين في بيت الله في أي مسجد دخلته إذا أردت الجلوس أما عند الغروب والطلوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروب بصلاة فهذا الوقت معاشر المستمعين عوما أقول إذا أنت دخلت المسجد والشمس تكاد تغمض عينها فأنت مخير إن خفت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وما صلى صلي ولا حاشر وإن خفت أيضا من أن رسولنا عن الصلاة في هذا الوقت هذا تشبه بعباد الشمس هم الآن وقفوا يعبدون أنا ما أقف وجلست والله لا شيء عليك أنت ما أجوه عرفتم هذه مع الطلوع والغروب مسألة أخرى وهي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة للعلماء في هذا بحث طويل عرفتم ونحن ماذا نصنع فتح الله علينا ووفقنا للجمع حتى ما نفرق بين مالك وحنبلي وشافع وحنفي فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والإمام على المنبى يخطب الناس صل ركعتين خاففتين خاففتين وأنت لما تاخد صلي ليس من حق أخيك أن يجذبك من رداك اجلس لا حق له الله كذلك إذا جاخك وجلس فليس من حقك أن تدفع قوم صلي عرفتم لأن القضية قضية علم اجلس الرسول يقول له فقد آذيت فمن هنا ما بقي خلاف لأن الذي قرأ الفقه الحنفي أو المالك أو عرف أنه إذا كلم يخطب ما يصلي وبشواهد أذي الله يجلس فقط ما هو آثم والله فأنت كونك قوم وتدفع لا هو على علم والذي جاء فصلى عملا بما صح من سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بدون حاجة إلى تأويله قال قوم فصلي الرسول يقطب أصحاب رأي الأخ يقول لأمر ما هذه القضية فنحن نقول الحمد لله يجمع الله بيننا ولا نفترق فمن صلى إياك أن تجذب وتقول حرام عليك فقد صلى بدليل كالشمس ومن جلس ولم يقوص لا تدفعه ولا تقوم صلي لأنه جلس على علم أيضا وبهذا أصبحنا جماعة واحدة فهمتم هذه أما قلت أن هذا إذن وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأين ما تول فتم وجه الله إن الله واسع عليم هذا هو الذي به عرفنا أن الأمر واسع وأنه لا شرط أبدا أن تستقبل القبل إذا كنت ما تعرفها أو إذا كنت خائفا أو هاربا صل حيث ما أمكن أما إذا كنت قادرا فلابد أن تستقبل القبل وإلا صلاتك لا تصح لأن استقبال قبل شرط في صحتها لكن مع العجز وعدم العلم فلا حرج وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذه فرية أخرى وكذب من الكذب وتورط فيها العرب والعجم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن لا يكون له ولد من هم القائلون أولا العاب قبائل هم بن الحيان يقولون الملائكة بنات الله قبائل من العرب الجهل قبل الإسلام يقولون الملائكة بنات الله يؤمنون بوجود الملائكة ويعرفون هذا لكن وينسبون هم إلى الله يقول بنات الله والله عز وجل رد عليهم اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا إن الله تعالى وحاشا أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إلا من محضرون في جهنم إذن وجعلوا الله البنات ولهم ما يكرهون الشاهد عندنا هذه مقارة في كتب الله ومح أطرا نهائيا من العرب في الجزيرة إنت من يقول الملائك بنات الله باقي اليهود يقولون عزير بن الله عزير يقولون بن الله وما هي الحال التي دعتهم إلى مثل هذه القولة الباطنة تقول الأخبار إن عزير عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله لما غزاهم بخت نصر عليه لعين الله ودمر البلاد والعباد ومزقهم وأخذ التوراة إلى بلاده بباب العراق فقد اليهود التوراة والتوراة فيه ألف صورة ما تحفظ حفظها غير متأتي للإنسان إذن فأملاها عليهم العزير وكتبوا يكتبون ويمل حتى فرغ منه قالوا إذن هذا ابن الله لن يكون إلا ابن الله أو كيف هذا كيف يحفظ كالعوام العوام عندنا يفعل إذن وشاعة نشرها الشيطان ونفغ فيها وأيدها العلماء المادي وقالوا عزي ابن الله وأصبحوا يتوسلون به إلى الله ويعبدونه معه النصار محنتهم واضحة ما دام عيسى عليه السلام ما له أب كان بكلمة التكون الإلهية إذن من أبوه قالهم الله الله هو أبوه إذن عيسى ابن الله معا هذه أضحوك بدل أن يعرف أن عيسى كان بآية من آيات الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترعب ثم قال لو كون فيكون وحملة في ساعة فقط نفخ جبريل عليه السلام في كمها كم الدرع سارت النفخ ما هي إلا ساعة وتخلق عيسى وجاء المخاض إلى النخلة وولدت فحملته فانتبرت به مكانا قصيا فأجاء المخاض لاجرين نخلة فولدت ثم أعظم من هذا أن عيسى كلمهم يوم ولادته أهل البشري يكلم في أسبوع الولاد أو في يومها احتاج إلى سنتين حتى يتكلم وهو في يدها كلمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلي نبيا وجعلي مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني شبارا شقيا والسلام علي يوم أولت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذا الكلام قالوا يوم الولادة أخبى بما يقول أمه إليه وما كتبه الله لو عليه أبعد هذا يقال هذا ابن الله هو يصبح إني عبد الله ولكن أو أساء الفتنة والشياطين من الإنس والجن والعوام والبلهى والمغون والأمم الهابطة إلى الآن ملايين مئات الملايين يعتقدون أن عيسى ابن الله أية أضحوك أعظم هذه والآن يقول بعض الخواص لما تنغط على القص يقول نحن لا نقول بمعنى أن الله ولده ولكن من باب التشريف والتكريم فقط نقول فيه ابن الله أما اعتقادنا فهو يتنافى مع ما نقول وهذه مجرد حيلة فقط حرام أن تقول عيسى ابن الله إذا قلتها وإن كنت ما أنت صادق كافر لو قال شخص عيسى ابن الله يقول أنا ما نموم بهذا ونطق به والله خرج من الملة وكفى والعياذ بالله كذب على الله إذن فهذه الطواف الذين سمعتم عنهم يقول تعالى وقال يا للعجب اتخذ الله ولدا سبحانه تقدس وتنزه أن يكون له ولدا الذي له ملك السماوات والأرض يحتاج إلى ولد أي عقل هذا حدث عقلك ومنطقك الذي له كل الخلق الملائكة والإنس والجن كلهم عبيد يستخدمهم يتصرف فيهم ما يشاء يحتاج إلى ولد كيف يمكن هذا كلام سبحانه بل له ملك السماوات والأرض آل البرهنة له ملك السماوات والأرض وما له ملك السماوات والأرض لا يوجد كائن إلا والله مالكه لا في العوالم العلوية ولا في السفلية أمثل هذا الغني يحتاج إلى ولد كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة ما عنده زوجة كيف يكون الولد يعقل يوجد ولد بدون زوجة دلونها له ورضي الله عن إخواننا من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا والمراد من الصاحبة الزوجة لأن تصحبه طول حياته ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شطط سفهاء كان يقول هذا الكذب الفضيع على الله عز وجل هذا الظلم الفاحش أولي الجن يقررون هذه الحقيقة والنصار يطيرون في السماء ويغصون في الماء يدعون حتى الكذب يتغل والعقل الكثوني هابطون إلى هذا الربوط لما ما صحوا في النصار يوم الأيام يا نصار أين يذهب عقولكم أدخلوا في الإسلام أبناءكم وأطفالكم ورحمة الله معكم لما ويؤدبون القصص ورجاء الكنيس المضللون الذين يحرفون على البشرية دين الله لأنه كلب هاي أموات غير أحياء وما يشعرون بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون ذليلون ما في من يأفع راسو على الله أبدا الكل خان خاضعا يجري الله أحكامه عليه بالموت بالحياة بالكبر بالسغر كما يشعر في من يقف وجه الله كله مطاطع راسو كل له قانتون بديع السماوات والأرض الذي ابتدع هذا الكون وخلقه يحتاج الولد ما يستحون ما يخجلون هذا كشخص كشخص مثلا يملك أقليما كاملا تبات وتقول هذا الجدي له يحافظ عليه ومحتاج إلى جدي ويملك الإقليم بكامل عيب هذا الكلام ولكن الشياطين هي التي تفسد على البشر عقولهم قلوبهم وإلى الذي يسمع لها ويستجيب لها إذن هذه براهن حجج كالشمس بديع السماوة الأرض وأيضا إذا قضى أمرا وحكم بوجوده فقط يقول كن يكون ما يحتاج إلى وسائط ولا أسباب إنما أمره إذا أرد شيئا أن يكون يقول كن فيكون وشواهد هذا لا حد له ولا حصر وإذا قضى أمرا فإن قضاه أزل وأراد أن يكون فإنما يقول أكون فهو يكون